موسيقى جلس ميستر جيستيس وارغريف القاضي المتقاعد حديثا في أحد أركان عربة التدخين الملحقة بعربات الدرجة الأولى من القطار جلس وهو ينفث دخان سجاره ويتفحص باهتمام الأخبار السياسية بجريدة التايمز ونح جريدته جانبا وأخذ ينظر من النافذة كان القطار يمرك خلال السامريست ونظر إلى ساعته وكانت لا تزال لديه ساعتان وأخذ يستعيد في ذاكرته كل ما كتب عن جزيرة نيغر مثل ما ذكر عن شراء مليونير أمريكي مغرم بسباق اليخوت للجزيرة وعن القصر الفاخر الذي بناه على الشاطئ المقابل لشاطئ ديفو ولكن الجزيرة والقصر في طريقهما الآن للبيع نتيجة ما ترتب على كون زوجة المليونير ملاحة فاشلة وظهرت إعلانات كثيرة في الصحف تعرض الجزيرة وما عليها للبيع ثم ترامت أنباء سيئة تقول إن ميستر أوين اشتر الجزيرة وبعدها انطلقت شائعات محرر الاجتماعات بالصحف فقالوا إن المشتر الحقيقي للجزيرة هو ممثلة السينما الأمريكية الأنسة جابرييل تيرل وقالوا إنها ستكون مقرا ملكيا أو مخبأا لشهر عسل اللورد إيل كما قالوا إن البحرية قد اشترتها لإجراء بعض التجارب السرية وأخرج ميستر جيستس وارغريف من جيبه خطابا كان الخطاب مكتوبا بخط رديء إلا أن بعض الكلمات هنا وهناك كانت تبدو واضحة عزيزي لورنس كم من السنين قد مضت دون أن أسمع شيئا عنك يجب أن تحضر إلى جزيرة نايجر أجمل مكان لدي الكثير الذي يستحق الحديث الأيام القديمة حمام شمس في الثانية عشر وأربعون دقيقة من باونغتون قابلني في أوكبراج كونستانس إكليمينغتون وأجهد ميستر وارغريف ذاكرته محاولا تذكر آخر مرة التقى فيها بالليدي كونستانس كليمينغتون من المحتمل أن يكون ذلك منذ سبع أو ثمان سنوات مضت كانت تتجه حينئذ إلى إيطاليا للتمتع بالطبيعة وأشعة الشمس وقال لنفسه أن كونستانس كليمينغتون هي عين المرأة التي يمكن أن تشتري جزيرة لتحيط نفسها فيها بالغمود ألقت فيرا كليثون برأسها إلى الوراء وأغمضت عينيها عن زملائها الخمسة في الصفر بعربة الدرجة الثالثة في القطار يا له من قيض ذلك الذي يصحب الصفر بالنهار سيكون الوصول إلى شاطئ البحر رائعا لقد كان من حسن الحظ أن عصرت على هذه الوظيفة عندما تبحث عن عمل في العطلة فإن هذا دائما يعني رعاية مجموعة من الأطفال أما الحصول على أعمال سكرتاريا فإنه شيء نادر حتى مكتب التوظيف لم يكن لديه أي أمل في العثور على عمل لها وعند ذاك وصل إليها هذا الخطاب لقد تلقيت اسمك من مكتب تشغيل النساء الماهرات مصحوبا بالتوصيات اللازمة وفهمت من الخطاب إنهم يعرفونك شخصيا سيسرني أن أدفع لك المرتب الذي تحددينه وسأكون في التضارقي لتبدأ العمل يوم الثامن من أغسطس استقل قطار الثانية عشرة والدقيقة الأربعين من باوينغتون وسينتظرونك في محطة أوكبريج مرفق طيه خمسة جنيهات لنفقات الصفر المخلص إيدنانس أوين وفي أعلى الخطاب كان العنوان مطبوعا جزيرة نيجر سكلهافين ديفور جزيرة نيجر يا للغرابة لم يكن للصحف من شاغل سواها في الفترة الأخيرة بترديد كل أنواع اللغة والشائعات المثيرة حولها على الرغم من أن معظمها على الأرجح كان كذبا ولكن من المؤكد أن المنزل قد بناهم مليونير وقيل إنه بالتأكيد آخر صيحة في عالم الفخامة كانت فيرا كليس قد فكرت بعد أن أنهكها التعب خلال العام الدراسي وقالت لنفسها ليس بالشيء الرائع أن يكون المرء مدرس ألعاب في مدرسة من الدرجة الثالثة لو أنني أستطيع العمل في مدرسة محترمة ثم فكرت والخوف يعتصر قلبها قائلة ولكنني محظوظة للحصول على العمل الذي أجعله الآن على كل حال فالناس لا يحبون من يقدم للتحقق معه في محكمة كورانر حتى لو أن المحكمة قد حكمت ببراءته وتذكرت أيضا أنه قد مدحها لحضور بديهتها وشجاعتها ولقد كانت ميسيس هاملتون مثالا للطيبة معها ولكنها لن تكن تهتم بهوغو وفجأة اقشعر بدنها رغم حرارة جو العربة وتمنت لو لم تكن ذاهبة إلى شاطئ البحر رأس سيريل تطفو وتغوس وهي تسبح نحو الصخرة وتطفو وتغوس تطفو وتغوس تشق طريقها في الماء وإن كانت تعرف بالتأكيد إنها لن تصل في الميعاد البحر بقاعه العميق الدافئ الأزرق وأوقات الصباح نمضي في استرخاء على الرمال هوغو الذي قال إنه أحبها يجب أن لا تفكر في هوغو وفتحت عينيها وحضقت في الرجل الجالس قبالتها كان رجلا طويلا ذا وجه بني وعينين لامعتين وفم عنيد قاص وقالت لنفسها أرعن أنه قد زر بعض الأماكن الممتعة في العالم وأنه قد رأى أشياء مثيرة ولخص فيليب لامبرد رأيه في الفتاة الجالسة أمامه بعد أن رمقها بناظرة سريعة بأن قال لنفسه جذابة للغاية وإن كانت تبدو كالمدرسات وتخيلها بردة اطباع من النوع الذي يحافظ على نفسه في الحرب أو الحب كم يصره أن يأخذها فيه وقطب وجهه كلا ابعد هذا عن ذهنك إنك مقدم على عمل ويجب أن يركز ذهنك في هذا العمل وتعجب فيما كانت عليه طبيعة الأمر لقد كان هذا اليهودي الصغير غامضا للغاية إما أن تقبلها أو لا تقبلها يا كابتن لامبرد أتقول مئة جنيه؟ قالها لامبرد بطريقة عادية وكأن مئة جنيه لا تعني شيئا بالنسبة له مئة جنيه في الوقت الذي كان يتناول فيه آخر وجبة الله وخيل إليه أن اليهودي الصغير لم يخدع رغم ذلك شر ما في اليهود أنه لا يمكن خداعهم فيما يمس النقود وقال بنفس اللهجة العريضة ألا يمكنك أن تعطيني أي تبيانات أخرى؟ وهز مستر إيزاك موريس رأسه الصغير الأصلع بثقة قائلا نعم يا كابتن لامبرد هذا كل ما في الأمر من المفهوم لدى عميلي أنك رجل حسن السيرتي ولكنك في ظروف سيئة في مقدوري أن أسلمك مئة جنيه تسافر في مقابلها إلى سكلهافن بديفون أقرب محطة هي أوكبريج وسينتظرونك هناك ثم ينقلونك بالسيارة إلى سكلهافن حيث يقلك قارب بخاري إلى جزيرة نيغر وهناك ستكون في ضيافة عميلي قال لامبرد فجأة والمدة لا تزيد على أسبوع وقال كابتن لامبرد ويعبس بشاربه الصغير إنك لا تفهم أنني لا أستطيع القيام بأي عمل غير قانوني وكانت عين الرجل الآخر تبرقان بنظرة حادة وهو يقول هذا الكلام وظهرت ابتسامة باهتة جدا على شفتي مستر موريس وهو يجيب برصانة لو أنك ترى أنني أقترح عليك القيام بأي عمل غير قانوني فبمقدورك أن تنسحب لعنة الله على الحيوان الصغير الأملس لقد ابتسم كما لو أنه كان يعرف أن القانون لم يكن له مكان في ماضي لامبرد وكشر لامبرد عن أنيابه وفي إحدى عربات القطار الممنوع فيها التدخين جلست الآنسة إيميلي بريند منتصبة كعادتها كانت في الخامسة والستين ورغم هذا لم تكن تميل إلى الاسترخاء لقد كان والدها كولونيل من الطراز العتيق ولذا فقد كان حريصا في هذه الأمور إن الجيل الحاضر لكسول في تصرفاته وفي كل شيء آخر بصورة تثير الخجل وجلست الآنسة بريند يقلقها الإحساس بتمسكها بمبادئها الحق وفي عربة الدرجة الثالثة وهي فخرة بكل ما فيها من مشقة وحرارة كانت شفة الآنسة بريند مضمومتين جيدا فقد كانت تريد أن تقتدي بفريق معين من الناس وتذكرت عطلة الصيف في العام الماضي وعلى كل حال فإن عطلة هذا العام ستكون مختلفة تماما في جزيرة الناجر أخذت تستعيد في ذهنها الخطاب الذي كانت قد قرأته عدة مرات من قبل عزيزة الأنسة بريند أرجو أن تكوني ما زلت تذكرينني لقد كنا معا في منزل ضيافة في سيكلهافن في شهر أغسطس أعبأ منذ عدة سنوات مضت حيث كنا نشترك في كثير من الميول إنني أشرع في إقامة منزل ضيافة خاص بي في جزيرة بالقرب من شاطئ ديفان أعتقد أنه من الضروري إيجاد مكان فيه طعام بسيط جيد وفريق من الناس من الطراز العطيق مكان لا يوجد فيه تلك المنغصات ومكبرات الصوت التي تدار في منتصف الليل سأكون سعيدة لو أمكنك أن تقضي بعض النأ من عطلة الصيف في جزيرة ناجر قضي فطي دون تحمل أي اطنفقات هل يناسبك أواء الأغسطس أعبأ؟ الثامن منه مثلا المخلصة يا نون واو ما هو اسمها؟ كان من الصعب كراءة التوقيع وفكرت إيميلي برينت بصبر نافذ الكثير من الناس يوقعون بطريقة لا يمكن فهمها وأخذ تستعيد في ذاكرتها الناس الذين التقت بهم في سكلهافن لقد أنضيت هناك عطلة الصيف متتاليتين كانت هناك تلك السيدة اللطيفة التي كانت في مقتبل عمرها اسمها الانسة الانسة ما اسمها؟ لقد كان أبوها من رجال القانون وكانت هناك سيدة تدعى ميسيز أولتن أو من كلا لقد كان اسمها بالتأكيد أوليفر نعم أوليفر جزيرة نيجر لقد تذكرت بعض الأشياء التي قراءتها في الصحف عن جزيرة نيجر أشياء عن ممثلة سينما أو عن مليونير أمريكي إن مثل هذه الأماكن رخيصة بالتأكيد فالجزر لا تلائم كثيرا من الناس وقالت إيميلي برينتل لنفسها سأقضي إجازة مجانية على كل حال نظر الجنرال ماكارسر من نافذة القطار بينما كان يدخن إكستر حيث كان عليه أن يستقل قطارا غيره لعنة الله على تلك القطارات الفرعية البطيئة لم يكن وضحا له من يكون مستر أوين هذا لابد أن يكون واحدا من أصدقائي كل منه سبون ليجر وجوني دابر إن واحدا أو اثنين من أصدقائه القدامى سيحضرون وسيسعدهم أن يتحدثوا معك عن الأيام الخالية حسنا سيسعده هو الآخر أن يتحدث عن الأيام الخالية لقد بدأ يتوهم أخيرا أن أصدقائه القدامى يشعرون بالخجل منه كل هذا بسبب تلك الشائعة الملعونة يا الله لقد كان قاسيا منذ ما يقرب من ثلاثين عاما لقد تكلم أرميتاج عن الموضوع فيما يعتقد لعنة الله على الجرو الصغير ما الذي نعلمه عن هذا الموضوع؟ حسنا إن التفكير في هذا الأمر لن يفيده إن المرأة لا يحتمل أشياء وهمية في بعض الأحيان يتخيل مثلا أن شخص ما يتفحصه باهتمام إنه لمتشوق الآن لرؤية هذه الجزيرة جزيرة نيجر لقد ترى ما حولها كثير من الشائعات وضن هذه الشائعات أن البحرية أو الجيش أو الطيران قد وضع يده عليها أما الذي بنى القصر عليها فهو ذلك المليونير الأمريكي الصغير ألمير روبنسون لقد أنفق آلاف الجنيهات في بنائه كما قيل وهنا قد وصل إلى إكستر وعليه أن ينتظر ساعة أخرى وهو لا يريد الانتظار إنه يريد الوصول إلى كان الدكتور أرمسترونج يقود سيارته من طراز موريسر في سهل ساليسبيري وقد نال منه التعب إن للنجاح ضريبته لقد مر عليه أيام كان يقضيها جالسا في غرفة الكشف بعيادته في شارع هارتي العيادة المجهزة بأحدث المعدات وأفخرها ينتظر خلال الأيام الخالية نجاح مغامرته أو فشليها حسنا لقد نجحت كان محظوظا وماهرا بالتأكيد كان ممتازا في عمله ولكن هذا لم يكن كافيا لكي ينجح يجب أن يواتيك الحظ أيضا وقد واتاه تشخيص دقيق ومريضات من الحافظات للجميل ذوات مال ونفوذ كي يرتفع سيطه يجب عليك أن تسترشي أرمسترونج شاب صغير تماما ولكنه ماهر للغاية لقد عالج كل أنواع الأمراض لسنوات عدة وفي كل مرة يتوصل إلى بيت الدائي لتوه ولقد وصل دكتور أرمسترونج إلى ما كان يبتغيه امتلأ وقته بالعمل ولم يعد لديه كثير من الفراغ ولهذا فقد كان مسرورا إذ يغادر لندن في هذا الصباح من شهر أغسطس في طريقه قي يقضي أياما فوق جزيرة بالقرب من شاطئ ديفون إنها لن تكون إجازة بالمعنى الدقيق لقد كان الخطاب الذي تلقه غامضا نوعا ما ولكن الشيك الذي صاحبه لم يكن غامضا بالمرة كان الأجر مرتفعا لا بد أن آلي إيدينز يتمرغون في الأموال كان يبدو أن هناك بعض الصعوبات زوج قلق على صحة زوجته ويريد تقريرا عنها دون علمها إنها لا تقبل فكرة عرض نفسها إلى طبيب إن أعصبها وارتفع حاجب الطبيب يا لتلك النسوة بأعصابهن المتعبة دائما حسن إنه لعمل مريح على كل حال إن نصف النساء اللائي يستشرنه ليس بهن سوى الملل ولكنهن لن يشكرن لك إخبارهن بهذا ويستطيع المرء أن يجد لهن علة ما كان من حسن حظه أن استطاع أن يجمع شتات نفسه بعد ذلك العمل منذ عشرة لا بل خمسة عشرة عاما لقد كاد أن يحطمه ولكن الصدمة أعادت إليه تماسكه كان قد أقلى عن الشراب كلية يا الله لقد كانت الهوة قريبة جدا رغما ومرقت إلى جواره سيارة بسرعة 130 كم في الساعة وهي تطلق بوقها بصورة مزعجة وكاد الدكتور أرمسترونج ينحرف إلى المستنقع لا بد أن أحد هؤلاء المجانين الصغار الذين يضرعون الريف بسرعة مخيفة لا شد ما يكرههم فكر توني مارستون وهو يمرك بسيارته خلال بلدة مير قائلا إن عدد السيارات التي تزحف على الطريق كبير جدا كثيرا ما تجد شيئا يسد الطريق أمامك إن مسألة القيادة في إنجلترا تثير الشفقة ليس الأمر هنا كما في فرنسا حيث يمكنك أن تطلق العنانة لنفسك هل يمكنه أن يتوقف ليتناول كأسا أم يمضي في طريقه لا يزال أمامه الكثير من الوقت ليس أمامه سوى 160 كيلو مترا أخرى أو أكثر قليلا من المستحسن أن يتناول كأسا من الشراب يا له من يوم حار لو أن الجو استمر هكذا فستكون تلك الجزيرة متعة رائعة من يكون آل أدنيز هؤلاء من المحتمل أنهم قوم أغنياء بخلاء لقد كان بادغار ذا فراسة في تشمم مثل هؤلاء القوم لأول وهلة بالتأكيد كان يجب أن يكون كذلك نظرا لعدم امتلاكه أي أموال وبعد أن خرج من المشرب تمطى وتثاب ثم صعد إلى سيارته ورمقته العديد من النساء بنظرات الإعجاب قوامه الممشوق الفارع وشعره الناعم ووجهه الجميل وعيناه الزرقاوين كان مستر بلور يستقل القطار البطيئ الذي يقوم من بليموث ولم يكن في العربة سوى راكب آخر كبير أعمش عليه سماء البحر وفي هذه اللحظة كان قد أخلد للنعاز وكان مستر بلور يدون شيئا في مذكرته وغمغم قائلا هذه قائمة بالمجموعة خادم وزوجته وهما من آل روجرز وأغلق مذكرته وأعادها إلى جيبه ونظر بطرف عينيه إلى الرجل النائم وبينما كان يتفحص نفسه بدقة في مرآة القطار غمغم لنفسه قائلا إنني أبدو كما لو كنت ماجر آه لقد نسيت هناك ذلك الجندي وقد يفطن إلى حقيقتي على الفور جنوب إفريقيا هذا هو موطني ليس لأحد من هؤلاء القوم أي تعلاقة بجنوب إفريقيا لقد فرغت لتوي من قراءتي كتاب بشأنها فيمكنني أن أتحدث عنها دون خطأ ولحسن الحظ يوجد الكثير من رجال المستعمرات وأحس ميستر بلور أنه يمكنه أن يدخل زمرة المجتمع الراقي كرجل ثري قادم من جنوب إفريقيا جزيرة نيغر سخور ذات رائحة مميزة مغطاة بالأعشاب على بعد ميل واحد من الشاطئ ولقد أطلق عليها هذا الاسم لمشابهتها لرأس رجل ذي شفتين زنجيتين يا لها من فكرة مضحقة أن يقاموا بيت عليها سيكون مزعجا في الأجواء الرديئة ولكن لذوي الثروات نزواتهم واستيقظ العجوز النائم وقال لا يمكنك التنبع في البحر على الإطلاق وقال ميستر بلور مهدئا هذا حقيقي لا يمكنك وأصيب العجوز بالشهقة مرتين ثم قال هناك دوامة تقترب كلا يا رفيقي إنه ليوم جميل هناك دوامة تقترب يمكنني أن أتنسامها فقال ميستر بلور بهدوء ربما تكون على الصواب وتوقف القطار عند إحدى المحطات وتوقف العجوز بثبات وقال سأنزل هنا وساعده ميستر بلور وتوقف العجوز بالباب ورفع يده وهو يقول بصوت رخيم ترقب وضع الله إن يوم الحساب على الأبواب ونزل إلى رصيف المحطة ونظر إلى ميستر بلور بعظمة وقال إنني أخطبك أيها الشاب إنه يوم الحساب لجد قريب وفكر ميستر بلور وهو يعود إلى مقعده إنه الأقرب مني إلى يوم الحساب ولكنه كان مخطئا كما أثبتت الأحداث وقفت مجموعة صغيرة من الناس خارج محطة أوكس بريج وقفت في تردد قصير وخلفهم وقف الحمالون حول حقائب الصفر وصاح أحد هؤلاء الحمالين قائلا جيم وخطأ أحد صائق عربات الأجرة إلى الأمام على التو وتساءل الصائق بلهجة أبناء ديفون أنتم تقصدون جزيرة نيجر على ما أظن وبعدرت أربعة أصوات تجيب بالإيجاب وبعدها على الفور أخذ بعضهم يتفحص البعض في ريبة وقال الصائق موجها كلامه إلى مستر جيستيس وارغريف بصفته أكبر الموجودين سنا هنا سيارتان يا سيدي ويجب أن تنتظر إحدهما وصول القطار البطيء القادم من إكستر وسيصل بعد خمس دقائق يقل سيدا آخر من المحتمل أن لا يضير أحدكم الانتظار سيكون في هذا راحة أكثر لكم وتكلمت فيرا كليثون على الفور مدفوعة بشعورها بوصفها سكرتيرة قائلة أنا سأنتظر إذا فضلتم عندما رحيل وتفحصت الثلاثة الآخرين بنظرها كان في صوتها ونظرتها ذلك المعنى الذي ورثته من شغلها الوظيفة ذات حيثية لقد اعتادت أن تدبر كل مباريات التنس التي كانت تلعوها طالباتها وقالت الأنسة برينت بخشونة شكرا ثم أحنت رأسها ودخلت إحدى سيارتي الأجرة حيث كان السائق يمسك لها الباب مفتوحا واتبعها مستر جيستس وارغريف وقال الكابتن لومبرد أما أنا فسأنتظر مع الأنسة كليثون وأنا اسمي لومبرد فيليب لومبرد وبينما كان الحمالون يضعون المتاع في السيارة الأجرة قال مستر جيستس وارغريف بحضر قانوني إن الجو لا جميل اليوم قالت الأنسة برينت نعم بالتأكيد وفكرت في نفسها بأن رفيقها رجل عجوز محترم للغاية ليس على طراز أحد من نزلاء منازل الضيافة على شاطئ البحر من الواضح أن الأنسة أو السيدة أوليفر لها معارف محترمون وتسأل مستر جيستس وارغريف قائلا هل تعرفين هذه البقعة من المعمورة جيدا؟ لقد سبق لي سيارة كارنولد وتركوي إلا أن هذه هي أول مرة أحضر فيها إلى ديفون وأنا كذلك ليس لي صابق معرفة بهذا المكان وتحركت سيارة الأجرة وقال صائق السيارة الأخرى هل تحبنا أن تستريح في أثناء الانتظار؟ فقالت فيرا مؤكدة لا على الإطلاق وابتسم كابتل لامبرد وهو يقول إن هذا الجدار المشمس يبدو جذابا إلا إذا كنت تفضلين الدخول إلى المحطة كلا بالمرة إنه لمن الممتع أن يخرج المرء من ذلك القطار المعتم نعم إن الصفر بالقطارات مرحق للغاية في هذا الجو إنني أرجو أن يستمر هكذا أقصد الجو إن الصيف في إنجلترا لخدع هل تعرفين هذا المكان؟ لا لم يسبق لي الحضور إلى هنا بالمرة إنني لم أرى حتى مخدومتي مخدومتك؟ نعم إنني سيكرتيرت ميسيز عين أهى فهمت وتغيرت لهجته أصبحت أكثر ثقة وسلاسة وهو يضيف أوليس هذا غريبا بعض الشيء؟ وضحكت فيرا وهي تقول لا أعتقد هذا لقد مرضت سيكرتيرتها الخاصة فجأة فأبرقت إلى مكتب العمل تطلب بديلا لها فأرسلوني إليها وهكذا تم الأمر إذن أعتقد أنك لن تحب العمل عندما تصلين إلى هناك إنه عمل مؤقت وظيفة في العطلة إن لدي عملا دائما في إحدى مدارس البنات في الواقع إنني أهاب رؤية جزيرة نايتجر كان هناك الكثير من اللغوة عنها في الصحف مؤخرا أهي رائعة حقا؟ لا أدري لم يسبق لي رؤيتها حقا؟ إن الآن مغرمون بها للغاية على ما أعتقد كيف يبدون؟ أخبرني من فضلك وفكر العمبرد هذا شيء محرج أمن المفترض أن أكون قد قابلتهم أم لا؟ ثم قال بسرعة هناك حشرة تزحف على ذراعك لا 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 تتحرك ثم تظاهر بالإمساك بها وهو يقول لقد أمسكتها شكرا هناك كثير من الحشرات بسبب الحرارة نعم إنها الحرارة على ما أعتقد من تنتظرين؟ هل عندك فكرة؟ ليست لدي أي فكرة وللتوي سمع صوت صفير القطار يقترب وكال لامبرد ها هو ذا القطار قد وصل وخرج من باب المحطة رجل طويل طاعن في السن عليه سماء العسكرية كان شعره الرماضي مصففا وشربه الأبيض مقصوصا بعناية وأشار الحمال وهو يترنح تحت الأسقال التي يحملها إلى فيرا ولامبرد وتقدمت فيرا وهي تقول إنني سكرتيرت ميسيز أوين هناك سيارة تنتظرنا وهذا هو ميستر لامبرد وتركزت العينان الزرقوان الخابيتان على لامبرد وللحظة بدى فيهما حكم ما هل قرأه أي أحد؟ شخص حصن المنظر ولكن فيه خطأ ما ودلف ثلاثتهم إلى السيارة المنتظرة وصارت بهم السيارة في شوارع مدينة أوكبريج الهادئة ثم استمرت تسير مسافة 300 متر على طريقة ليمون الرئيسي وبعدها دلفت إلى شبكة من الطرق الريفية الضيقة وقال جنرال ماكارثر إن هذا المكان لجميل حقا التلال والأرض الحمراء وكل شيء في اخضرار وانتعاش قال فيليب لامبرد منتقدا ولكنه غامض النوع ما إنني شخصيا أفضل الأماكن المنفتحة حيث يمكنك أن ترى ما يقترب منك أعتقد أنك رأيت جزءا من العالم فهز لامبرد كتفيه بلا مبالات وقال لقد ذهبت إلى بعض الأماكن يا سيدي وقال لنفسه سيسألني الآن عما إذا كنت كبيرا في السن بحيث تمكنت من الاشتراك في الحرب أم لا هؤلاء الكبار دائما يلقون بهذا السؤال ولكن جنرال ماكارثر لم يذكر شيئا عن الحرب ووصلوا إلى تل منحدر من ورائه طريق متعرج قادهم إلى مدينة سكلهافن وهي عبارة عن مجموعة من الأكواخي وقارب للصيد وآخرين راسين فوق الرمال ومن هنا وقع نظرهم لأول مرة على جزيرة نيجر التي كانت واضحة تحت أشعة الشمس وقالت فيرا بدهشة إن الطريق لبعيد وخارج خان صغير يدعى خان النجوم السبعة كان يقف ثلاثة أشخاص كانوا هم الثلاثة الذين سبقوهم في السيارة الأخرى ظننا أنه من الأفضل أن ننتظركم هنا لكي نرحل بعن اسمحوا لي أن أقدم نفسي اسم ديفيس من موليد جنوب إفريقيا ثم ضحك بغلظة ونظر إليه القاضي بضيق كان يبدو كأنه يتمنى أن يأمر بإخلاء قاعة المحكمة أما الآن نسة إيميلي فلن تكن قد قطعت برأيها بعد فيما إذا كانت تحب رجال الجيش أم لا وتساءل مستر ديفيس بكرم هل يود أحدكم تناول قليل من الشرابي قبل أن نشرع في الرحيل ولم يتقبل أحد منهم دعوته استشار ورفع إصبعه وهو يقول لا داعي إذن للتأخر فإن مضيفين الكريمين في انتظارنا ولابد أنه قد لاحظ ضيقا غريبا قد حل على بقية الموجودين وكأن ذكر مضيفهم قد أحدث تأثيرا غريبا على الضيوف وتقدم رجل كان يستند إلى جدار قريب استجابة لإشارة إصبع ديفيس وكان منظره يوحي بأنه من رجال البحر وقال لهم بلهجته المحلية هل أنتم مستعدون للرحيل إلى الجزيرة سيداتي وسادتي إن القارب في انتظاركم هناك السيدان سيحضران بسيارتهما ولكن أوامر مستر أوين تقضي بألا ننتظرهما إذ إن موعد وصولهما ليس محددا ونهض أفراد الجماعة من مجلسهم وقاضهم البحار إلى مرسا صخري صغير يقف إلى جواره قارب بخاري قالت إيميلي برينت ولكن هذا القارب صغير جدا وقال البحار بإغراء إلا إنه قارب رائع يا سيدتي إنه ينقلقي إلى بليموس في غمضة عين وقال مستر جيستس وارغريف بحدة إن عددنا كبير بالنسبة لمثل هذا القارب إنه يتسع لضعف عددكم يا سيدي وقال فيليب لامبرد بصوته المرح السلس لا بأس به بالمرة الجو رائع ولا تهب أي ريح شديدة وسمحت الآنسة برينت له بمساعدتها على النزول إلى القارب والشك يملأ قلبها واتبعها الآخرون في الحال وكاد يشكون أن ينطلقوا عندما توقف الملاح وهو ممسك بالمرساة في يده فقد أقبلت سيارة قوية ورائعة الجمال عبر الطريق المنحدر وإلى عجلة القيادة كان يجلس شاب صغير وقد عبث الهواء بخصلات شعره وفي ضوء الغصق بدأ الشاب كأحد آلهة الشمالي أكثر مما هو يبدو كرجل من بني البشر وضغط على بوق سيارته فرددت صخور الخليج صدى صوته كانت لحظة خيالية وفي أثنائها بدأ أنتوني مارستون أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ولكت تذكر كثير من أعضاء الرحلة هذه اللحظة فيما بعد أخذ فريد تاركوت وهو يجلس إلى محرك القارب يحملق في هذه المجموعة الغريبة لم يكن يتوقع البتة أن يكون ضيوف ميستر أوين على هذه الشاكلة كان يتوقع أن يكون رجالا ونساء أكثر تشابها حسن الهندام في ملابس بحرية أو ذوي صراء وأهمية إنهم لا يبدون بالمرة على شاكلة ضيوف ميستر ألماريسون وارتسمت على وجه فريد تاركوت ابتسامة غليظة وهو يتذكر ضيوف المليونير هؤلاء هم الضيوف وإلا فلا بالجودة والشراب الذي كانوا يتناولون ولكن يبدو أن ميستر أوين من طراز مختلف من الناس وفكر فريد في أنه من العجيب أن لا تقع عليه عينه حتى الآن كلا لم يحضر بعد كل شيء ينظم وتدفع تكاليفه عن طريق ميستر تاريس ودائما تكون التعليمات واضحة للغاية والدفع فوريا ورغم ذلك فإن العمر يبدو غريبا ولقد ذكرت الصحف أن هناك سرا في مسألة ميستر أوين وإنه لا يوافقها على هذا الظن وربما تكون الأنسة جابرييل تيرل هي التي اشترت الجزيرة ولكن هذه الفكرة تبخرت من رأسه وهو يتفحص الضيوف ليس هؤلاء لا يبدو على أحد منهم أن له صلة بنجمة سينمائية عانس عجوز من النوع العصبي إنه يعرفهن جيدا ورجل عسكري كهل ذو مظهر عسكري قح وسيدة لطيفة ولكنها من النوع العادي ليس هناك بهرجة في مظهرها وليس فيها لمسة واحدة من هوليوود وهذا السيد المرح السمين لا يبدو عليه أنه سيد من الطبقة الراقية لا بد أنه تاجر متقاعد أما السيد الآخر ذلك السيد النحيف ذو المظهر الجائعي والنظرة السريعة فإنه شخص غريب من المحتمل أن يكون على علاقة ما بالعالم السينمائي لم يكن هناك سيد يبعث على الطمأنينة سوى واحد فقط الراكب الأخير ذلك الذي وصل في سيارة ويا لها من سيارة لم ترى مثلها مدينة سكلهاف من قبل لا بد أن ثمنها يبلغ المئات والمئات إنه من الطراز الحقيقي ولد في ميسرة لو أن المجموعة كانت كلها على شاكلته لقد كانت العملية كلها غريبة غريبة جدا واستضار القارب حول الصخرة وأخيرا ظهر المنزل للأنظار لقد كانت الناحية الجنوبية مختلفة تماما كانت تنحدر بيسر إلى البحر وكان المنزل يقف مواجها للجنوب منخفضا ومربعا من طراز حديث ذي نوافذ عريضة تسمح بدخول أكبر كمية وممكنة من الضوء منزل مثير منزل يحمل كل أنواع الاحتمالات وأوكف فريد تاركوت محرك القارب وتسلل القارب بخفة من خلال مرسا طبيعي وسط الصخور قال فيليب لامبرد بحدة لا بد أنه من الصعوبة بمكان أن نصل إلى هنا خلال العاصفة فرد عليه فريد تاركوت بمرح لا يمكن الوصول إلى جزيرة نيجر خلال العاصفة وقد يدوم الحال على هذا لمدة أسبوع أو أكثر ووقف القارب إزاء الصخور وقفز فريد إلى الشاطئ وأخذ هو ولمبرد يساعدان الآخرين في النزول وبعد ذلك قاضهم إلى بعض السلالم المنحوتة في الصخور وقال جنرال مكارثر ها يا لها من بقعة جميلة ولكنه لم يشعر بالارتياح يا له من مكان لعين عندما انتهت المجموعة من ارتقاء السلالم وصلوا إلى شرفة في أعلاها انتعشت معنوياتهم وفي مدخل باب المنزل كان ينتظرهم صاك أنيك طمأنهم منظره الجاد والمنزل نفسه كان جذابا للغاية وكان المنظر من الشرفة رائعا وتقدم الصاق إلى الأمام وهو ينحن حناءة خفيفة كان رجلا طويلا هزيلا ذا شعر أشب ومظهر محترم وقال لهم هل لا تفضلتم من هذا الطريق؟ وفي الردهة الفسيحة كان الشراب معدًا صفوف من الزجاجات وارتفعت معنوياته أنتوني مارستون قليلا كان يشك أن يفكر في أن الذي يحدث إنما هو استعراض سخيف ليس من مقامه ما الذي كان يفكر فيه بارجر الكهل الذي دعاه وسط هذه المجموعة على كل حال كانت المشروبات على ما يرام ومعها كثير من الثلج ما الذي يقوله الصاقي؟ إن ميستر أوين للأسف لن يستطيع لقياهم حتى الغد نظرا لتأخره في الوصول وكانت التعليمات أن يقدم لهم أي شيء يطلبونه هم يريدون الذهاب إلى غرفهم؟ سيكون العشاء معدًا في الثامنة تمامًا وتبعت فيرا ميسيز روجرز إلى أعلى كانت المرأة قد فتحت باب غرفة في نهاية الممر فدخلت فيرا من خلاله غرفة نوم بديعة ذات نافذة عريضة تطل على البحر ونافذة أخرى ناحية الشرق وأطلقت صيحة سرور سريعة بينما كانت ميسيز روجرز تقول أمل أن يكون هنا كل شيء تريدينه يا أنستي ونظرت فيرا حولها كانت حقائبها قد وصلت وأفرغت محتوياتها وفي أحد جوانب الغرفة كان هناك باب يؤدي إلى حمام أزرق اللون وقالت فيرا بسرعة نعم كل شيء موجود على ما أعتقد إذا احتكت إلى أي شيء أنستي فما عليك إلا أن تضغطي الجرس كان صوت ميسيز روجرز يبعث على الملل ونظرت إليها فيرا تتفحصها يا لها من امرأة شاحبة كالأشباح امرأة ذات مظهر محترم للغاية وشعرها أسود مشدود خلف رأسها وملابسها سوداء وعيناها ذواتي لون فاتح تتحركان في كل الاتجاهات وفكرت فيرا إنها تبدو خائفة حتى من شرحها هي نعم كانت هذه هي الحقيقة خائفة كانت تبدو كمرأة تعيش في خوف أبدي وصرت رعدة خفيفة في ظهر فيرا ما الذي كان يخيف المرأة بحق السماء وقالت بمرح إنني سكرتيريت ميسيز آين أعتقد أنك تعلمين هذا كلا يا أنسة إنني لا أعرف شيئا كل ما أعرفه هو قائمة بأسماء الضيوف وغرفهم ألم تذكرني ميسيز آين وارتجفت رموش ميسيز روجرز وهي تقول إنني لم أرى ميسيز آين حتى الآن لقد حضرنا إلى هنا منذ يومين فقط من هم الذين يعملون في هذا المنزل أنا وزوجي يا أنسة وقطبت فيرا ثمانية أشخاص في المنزل بل عشرة إذا أضفنا إليهم ضيفتهم كل هؤلاء يخدمهم اثنان فقط وقالت ميسيز روجرز إنني طاهية وزوجي كفء في إدارة المنزل لم أكن أعرف بالتأكيد أنه سيكون هنا هذا العدد الكبير من الضيوف ولكن هل تقدران على إدارة المنزل؟ بالتأكيد أنستي إذا حدثا وكانت هناك حفلات كبيرة فلابد أن ميسيز آين ستستعين بخدم إضافيين أعتقد هذا واستدارت ميسيز روجرز لتنصرف كانت قدمها تتحركان على الأرض دون صوت وخرجت من الغرفة كشبح ومضت فيرا إلى النافذة وجلست إلى مقعد جوارها كانت متوترة شيئا ما كل شيء يبدو غريبا على نحو ما غياب آل أوين ميسيز روجرز الشاحبة التي كانت تبدو كالأشباح والضيوف نعم إن الضيوف هم الآخرون غرباء إنهم مجموعة غريبة التكوين وفكرت فيها أتمنى لو كنت قد التقيت بآل أوين أتمنى لو أعرف كيف يبدون ثم نهدت وأخذت تدور في الحجرة غرفة مثالية مزخرفة على أحدث طراز قطع السجاد الأبيض تغطي الأرض البركي اللامعة حواءة مدهونة بألوان قاطمة ومرآة طويلة تحيط بها الأضواء ورف خال إلا من تمثال رخمي لضب وقطعة من النحت الحديث تحتوي على ساعة وفوقها رقعة مستديرة في إطار جميل تحتوي على قصيدة ذهب عشرة أطفال للعشاء وغص أحدهم ومات فلم يبقى منهم سوى تسعة وصهر تسعة أطفال إلى وقت متأخر ونعس واحد منهم فلم يبقى إلا ثمانية ثمانية أطفال يرحلون إلى ديفو وقال واحد منهم إنه سيبقى فلم يعد هناك سوى سبعة سبعة أطفال يشذبون الحصى ومات واحد منهم فلم يبقى منهم ستة ستة أطفال يلعبون في خلية نحل ولد غزنبور واحدا منهم فلم يبقى منهم سوى خمسة وذهب خمسة أطفال إلى المحكمة وحجز واحد منهم في سن تشانزي فلم يبقى منهم سوى أربعة أربعة أطفال يمدون إلى البحر وابتلع حوت أحمر واحد منهم فلم يبقى سوى ثلاثة ثلاثة أطفال ذهبوا إلى حديقة الحيوان واغتالت ضب الكبير أحدهم فلم يبقى سوى اثنين طفلان يجلسان في الشمس وحرقت الشمس أحدهما فلم يبقى سوى واحد طفل بقى وحيدا فشنق نفسه فلم يعد هناك أحد وابتسمت فيرا بالتأكيد إننا في جزيرة نايدر وعادت تجلس إلى النافذة وتنظر إلى البحر ويا له من بحر عريض من هنا لا يمكن رؤية الشاطئ الآخر لا شيء سوى مياه زرقاء تلمع تحت أشعة الغروب البحر هادئ للغاية اليوم في بعض الأحيان يكون قاسيا البحر الذي جرك إلى أعماقه غرقت وجدت غريقة في البحر غرقت غرقت كلا يجب أن لا تتذكر يجب أن لا تفكر في الأمر لقد انتهى كل هذا وصل الدكتور أرمسترونج إلى جزيرة نيجر في نفس اللحظة التي كانت الشمس فيها تختفي في البحر وخلال الطريق كان قد تبادل الحديث مع البحار رجل إقليمي كان متحفزا لمعرفة القليل عن هؤلاء الناس الذين يمتلكون جزيرة نيجر ولكن ذلك البحار تاركوت كان يبدو جاهلا بهم لدرجة مثيرة أو ربما لم يكن على استعداد للحديث وهكذا تكلم الدكتور أرمسترونج بدلا من هذا عن الطقس والصيد كان متعبا بعد قيادته الصيارة لمسافة طويلة كانت حضقتاه تؤلمانه إن القيادة تجاه الغرب تعني القيادة ضد تجاه الشمس نعم كان متعبا جدا البحر والهدوء التام هذا هو كل ما يحتاج إلي إنه يود قطعنا الحصول على إجازة طويلة ولكنه لم يكن يستطيع الابتعاد عن مرضاه إن الإنسان سرعان ما يطويه النسيان هذه الأيام وفكر قائلا لنفسه وعلى كل حال فعلي هذا المساء أن أتخيل أنني لن أعود وأنني قد هجرت لندن وشارع هارلي وكل ما يتعلق به إن هناك أشياء خيالية حول الجزر إن كلمة جزيرة نفسها تسير الخيال هناك تفقد الاتصال بالعالم فالجزيرة عالم مستقل عالم من المحتمل أن لا تعود منه وعد يفكر قائلا لنفسه إنني أترك خلف حياة العادية وابتسم وأخذ يرسم لنفسه خططا خيالية للمستقبل وكان لا يزال يبتسم وهو يصعد الدرجة الصخري ورأى في الشرفة سيدا كهلا يجلس على مقعد كان شكل الرجل مألوفا لدى الدكتور أرمسترونغ أين رأى وجه الضفضعة هذا؟ وهذه رقبة الشبيهة برقبة السلحفات وهاتين العينين الشاحبتين بالتأكيد إنه وارغريف الكهل الذي أدى الشهادة أمامه يوما ما إنه غالبا ما يبدو نصف نائم ولكنه دائما ثاقب الفكر فيما يتصل بالقانون كانت له سلطة كبيرة على المحلفين كان يقال إنه يستطيع أن يشكل أفكارهم في أي يوم من أيام الإسبوع وبعض الناس يسمونه قاضي الإعدام يا له من مكان عجيب كي يلقاه المرء فيه هنا بعيدا عن العالم وفكر مستر جيستيس وارغريف في نفسه أرمسترونغ أذكره في مقعد الشهود إنه لدقيق حذر قل للأطباء مغفلون وملعونون وأطباء شارع هارلي أكثرهم لعنة ثم صاح بصوت عال الشراب في الردها فقال مستر فقال أرمسترونغ يجب أن أذهب لأحيي أصحاب المنزل لن يمكنك أن تفعل هذا ولم لا؟ ليس هنا مضيف ولا مضيفة شيء غريب لا أستطيع أن أفهم كنها هذا المكان وبهت دكتور أرمسترونغ لحظة وعندما خيل إليه أن الرجل الكهل قد عاود نومه إذا بوارغريف يقول هل تعرف كونستانس كليمينجتون؟ لا إنني أخشى أن أكون قد عرفتها من قبل ليس لهذا أية أهمية امرأة غامدة للغاية وخطها لا يمكن كراءته بالمرة كنت أتساءل لتوي فيما إذا كنت قد أخطأت المنزل المقصود وهزى دكتور أرمسترونغ رأسه ودخل المنزل وفقر ميستر وارغريف في موضوع كونستانس كليمينجتون هذا إنها سيدة لا يمكن الاعتماد عليها بالمرة وفقر في المرأتين الأخريين الموجودتين في المنزل العانسة مطبقة الفم والفتاة الأخرى لم تكن الفتاة تعني تلك الفتاة الخبيثة الباردة كلا إنهن ثلاثة نساء إذا وضعنا ميسيز روجرز في الاعتبار إنها مخلوقة غريبة تبدو كأنها تكاد تموت من الخوف هل تعرف ما إذا كان من المنتظر حضور الليدي كونستانس كليمينجتون فنظر إليه روجرز بدهشة قائلا لا يسيدي فيما أعلم وارتفع حاجب القاضي وكاد يقول شيئا لكنه غمغم فقط بصوت مبهم وفكر قائلا جزيرة نيجر هناك شخص في الدوام كان أنتوني مارستون يأخذ حماما ممتعا بالماء الساخن وكانت عضلات ذراعيه قد تسلبت من القيادة الطويلة ولم يتخلل رأسه سوى القليل من الأفقار لقد خلق أنتوني للعمل وللمتعة وفكر هل يجب علي أن أمضي في الأمر أعتقد هذا وبعد ذلك أبعد كل الخواطر عن رأسه ماء دافئ وعضلات متعبة وبعد هذا يتناول مشروبا وبعده يتناول العشاء وبعد ذلك كان مستر بلور يفكر باط عنغه لم يكن يجيد مثل هذا العمل أهل كان يبدو على ما يرام إنه يعتقد هذا لم يكن أحد منهم ودودا معه كانت الطريقة التي أخذ كل منهم يرمق بها زميله مضحكة كما لو كانوا يعرفون حسنا لقد كان الأمر يرجع إلي لم يكن ينوي أن يبخس عمله ورمق القصيدة الموضوعتها فوق الرف إنها للمسة رائعة أن توضع هذه القصيدة في هذا المكان وفكر إنني أذكر جزيرة نيجر عندما كنت صبيا صغيرا لم أفكر أبدا أن أقوم بمثل هذا العمل في منزل هنا وربما كان من الأفضل أن لا يحاول الإنسان تخيل مستقبله كان جنرال مكارثر مقطب الوجه لعنة الله على الأمر كله ليس فيه ما كان قد توقعه كان يجب عليه أن يعتذر ويلقي بالأمر كله جانبا ولكن القارب البخاري قد عاد إلى مرساه الأول ومن الواجب عليه أن يبقى إن لامبرد ذلك الشخص الغريب ليس صريحا إنه لا يقسم بأن الرجل ليس صريحا ما إن دق الجرس حتى خرج في ليب لامبرد من غرفته وصار إلى أول الدرج كان يسير كفهد بخفة وبلا صوت كان فيه شيء من صفات الفهد حيوان صيد جميل ممتع للنظر كان يبتسم لنفسه اسبوع يجب أن يستمتع بهذا الاسبوع ارتدت الآنسة إيميلي برينتي في غرفتها ثوبا حريريا أسودا استعدادا لتناول العشاء ثم أخذت تحرك شفتيها وهي تقرأ من الإنجيل وسقط القفرة في الحفرة التي حفروها وسقطت أقدامهم في الشبكة التي وضعوها إن الرب ليعرف من أفعاله والشرير يعاقب من نفس أعماله وسيلقى الشرير في الجحيم واطبقت شفتيها بأحكام وأغلقت الإنجيل كان يوشكون أن ينتهوا من تناول عشاءهم كان الطعام جيدا والشراب رائعا وكام روجرز بخدمتهم على خير وجه كانت معنوياتهم كلهم في أحسن حال إذ بدأوا يتحدثون بعضهم إلى بعض في حرية وألفة زائدتين وكان مستر جيستيس وارغريف وقد أصعده الشراب الرائع قد بدأ يتكلم بحديث ساخر بينما يستمع إليه دكتور آرمسترونغ وأنطوني مارستون والأنسة برينت تثرثر مع الجنرال مكارثر بعد أن اكتشف وجود معارف مشتركة لكليهما وفيرا كليثون توجه إلى مستر ديفيس أسئلة ذكية بشأن جنوب إفريقيا وكان حديث مستر ديفيس يدور حول هذا الموضوع دفاق فعنصت إليه لامبرد وفجأة قال أنطوني مارستون إن هذه الأشياء لظريفة أليس كذلك؟ وفي منتصف المائدة كانت توجد بعض التمثيل الخزفية فوق قاعدة مستديرة من الزجاج وقال أنطوني جزيرة نيجر أعتقد أن هذا هو الرمز وانحنت فيرا إلى الأمام بينما قال أنطوني إنني أتساءل عن عددهم أهو عشرة؟ وصاحت فيرا يا للترافة إنهم الأطفال العشرة صغار المذكورون في القصيدة على ما أعتقد إن القصيدة موضوعات داخل إطار فوق رف في غرفتي فقال لامبرد وفي غرفتي واحدة أيضا وأنا كذلك وأنا كذلك وردد كل واحد منهم الجملة فقالت فيرا إنها فكرة مسلية أليس كذلك؟ وغمغم مستر جيستيس وارغريف حركة طفولية دون مراء ثم تناول كأسا ونظرت إيميلي برينت إلى فيرا كليثون ونظرت فيرا كليثون إلى إيميلي برينت ونهضت الإسنتان من المائدة كانت النوافذ الكبيرة في غرفة الاستقبال مفتوحة ومطلة على شرفة بحيث يتناهى إلى الأسماع صوت تكسر أمواج البحر على الصخور وقالت إيميلي برينت صوت جميل فقالت فيرا بحدة إنني أكره فنظرت إليها إيميلي برينت برهة فحمر وجه فيرا ثم قالت في ثبات لا أظن أن المكان سيكون مريحا في أثناء العصفة فوافقتها إيميلي برينت على هذا قائلة لا يخالقني أي شك في أن هذا المنزل يغلق في أثناء الشتاء لا يمكن أن يعثر المرأة على خدم يقبلون الإقامة فيه بأي مقابل وغمغمت فيرا قائلة قد يكون من الصعب العثور على خدمها لكل حال إن ميسيس أوليفر لمحظوظة إذ عثرت على هذين الطفلين إن الطاهية ممتازة وفكرت فيرا من المضحك سمع الكبار وهم يخلطون بين الأسماء ثم قالت بصوت مرتفع نعم أعتقد أن ميسيس أولين محظوظة حقا وكانت إيميلي برينت قد أخرجت من حقيبتها قطعة كماش للتطريز وكانت توشك أن تضع خيطا في إبرتها فتوقفت وقالت بحدة أين؟ هل قلت أين؟ نعم فقالت إيميلي برينت بحدة إنني لم أقابل طيلة حياتي من تدعى أين فبهتت فيرا وقالت ولكن بالتأكيد ولم تكمل جملتها إذ فتح الباب وانضم إليهم الرجال واتبعهم روجرز إلى الغرفة وهو يحمل صينية عليها أقضاع القهوة وجلس القادي إلى جوار إيميلي برينت بينما جلس أرمسترونج إلى جوار فيرا ومشى أنتوني بتؤدة إلى النافذة المفتوحة وأخذ بلوريا تفحص باهتمام تمثالا من النحاس ووقف جنرال مكارثر موليا ظهره إلى المدفاة وهو يشد أطراف شاربه لقد كان العشاء ممتازا للغاية كانت روحه منتعشة وأخذ لامبرد يتفحص مجلة بانش الموضوعة ضمن صحف أخرى على المائدة وأخذ روجرز يتوف عليهم بصينية كانت القهوة ممتازة بن كثيف وقهوة ساخنة جدا وكان كل من في المجموعة قد تناول عشاءه جيدا وقد بدأوا يستمتعون بالحياة وكانت أقارب الساعة تشير إلى التاسعة والثلث وران الصمت صمت مروع وخلال هذا الصمت جاء الصوت وبدون إنذار تناهى إليهم صوت حاد غير إنساني ويقول سيداتي سادتي الصمت من فضلكم وذهل كل منهم ونظروا بعضهم إلى بعض ثم إلى الحائط من الذي يتكلم؟ واستمر الصوت يتحدث في نبرات واضحة عالية إنكم متهمون بما يلي إدوارد جورج أرمسترونج لقد تسببت في يوم الرابع عشر من مارس عام 1925 في موت لويزا ماري كليس إيميلي كارولين برينت أنت مسؤولة عن مقتل بياتريس تايلور يوم الخامس من نوفمبر عام 1931 وليام هنري بلور لقد تسببت في مصرع جيمس ستيفل لاندرو يوم العشر من أكتوبر عام 1928 فيرا إليزابيث كليثون لقد قتلت سيريل أغيلفيا هاملتون يوم الحادي عشر من أغسطس عام 1935 فيليب لامبرد أنت متهم بقتل واحد وعشرين شخصا من قبيلة في شرق إفريقيا في أحد أيام شهر فبراير عام 1932 جون جوردون مكارثر إنك قتلت عندا آرثر ريتشموند عشق زوجتك يوم الرابع عشر من يناير عام 1917 أنتوني جيمس مارستون أنت متهم بقتل جون ويلدس قومبز يوم الرابع عشر من نوفمبر الماضي توماس روجرز وأتيل روجرز لقد تسببتما في مقتل جينيفار برادي يوم السادس من مايو عام 1929 جيستس جون وارغريف أنت متهم بقتل إدوارد ستون يوم العاشر من يونيو عام 1930 أيها المتهمون هل لديكم ما تدافعون به عن أنفسكم؟ وتوقف الصوت واتلت ذلك لحظة من الصمت المشحوني عقبها صوت شيء يتحطم لقد أسقط روجرز صينية القهوة وفي نفس اللحظة ومن مكان ما خارج العرفة تناهى إلى الأسماع صوت صرخة ومن ورائه صوت سقوط شخص على الأرض وكان لامبرد هو أول من تحرك إذ قفز إلى الباب وفتحه على مسرعي وخارج الباب كانت ترقد ميسيس روجرز ملقاط على الأرض وصاحا لامبرد مارستون وقفز أنتوني ليساعده وحمل المرأة فيما بينهما وأرقدها على أريكة في غرفة الاستقبال وأسرع دكتور أرمسترونج إليهما وانحنى على المرأة متفحصا ثم قال مسرعا لا شيء هناك مجرد إغماء ستثوب إلى رجدها خلال دقائق وطلب لامبرد من روجرز أن يحضر قليلا من الشراب وقال له روجرز ويده ترتجفان وقد شحب وجهه حالا يا سيدي وصاحا دفيرة من الذي كان يتكلم؟ أين كان؟ لقد كان يبدو لقد كان يبدو والفجر جنرال مكارثر ما الذي يجري هنا؟ أي نوع من الدعابات هذا؟ كانت يده ترتجفان وقد تهدى لكتفاه بدى كما لو كان قد كبر عشر سنوات وكان بلوري يجفف وجهه بمنديله ولم يبدو على أحد منهم عدم التأثر سوى القاضي وإيميلي بريند كانت إيميلي بريند تجلس منتصبة ورأسها مرفوع إلى أعلى وعلى كل من وجنتيها بقعة حمراء وجلس القاضي في وضعه المعتاد وقد أخفى رأسه بين كتفيه وهو يعبث في إحدى أذنيه لم يكن نشيطا فيه غير عينيه التي كانت تتحركان في كل الاتجاهات بسرعة ويقضى ومرة ثانية بدأ يتحرك لامبرد كان أرمسترونج مجغولا بالمرأة المنهارة فأتاح ذلك للامبرد أن يقوم بالمبادعة إذ قال لقد بدى هذا الصوت كما لو أنه يجيء من الغرفة وصاحب فيرا من هو؟ من هو؟ إنه لم يكن واحد منا وأخذت عين لامبرد تتحركان كعيني القاضي واستقرتها دقيقة على النافذة المفتوحة ثم هز رأسه مؤكدا وفجأة لمعت عينها ومضى بخفة إلى باب بالقرب من المدفأة يؤدي إلى غرفة ملحقة وفي حركة سريعة أدار مقبض الباب وفتحه على مسرعي ومضى إلى الغرفة الأخرى وفي الحال أطلق صيحة ارتياح وقال أها وجدتها وتدافع الآخرون خلفه ولم يبقى في مكانه سوى الآنسة بريند وفي داخل الغرفة كانت توجد مائدة وقد حركت إلى جوار الحائط المشترك مع غرفة الاستقبال وعلى هذه المائدة ودع مكبر صوت من انتراز عطيق ذو بوق ضخم كانت فوهة البوق تواجه الحائط ولما أزعها لامبرد أشار إلى ثقبين أو ثلاثة محفورة في الحائط وأعاد الجرامافون إلى وضعه ووضع الإبرة على الاستوانة فسمعوا الصوت يقول من جديد إنكم اتهمون بما يلي وصاحت فيرة وأطعها لامبرد وقال دكتور أرمسترونج وهو يتنهد بارتياح إنها دعابة سمجة قاسية على ما أعتقد وغمغم مستر جيستيس وارغريف بصوته الخافة الواضح إذن أنت تعتقد أنها دعابة وحملق الطبيب فيه قائلا وأي شيء غير هذا يمكن أن تكون وربت القاضي بيده على فمه وهو يقول لست مستعدا للإدلاء برأيي في اللحظة الراهنة وانفجر أنتوني مارستون قائلا استمعوا إلي لقد نسينا شيئا من الشيطان الذي أضار هذا الجهاز فغمغم مارغريف نعم أعتقد أنه علينا أن نتقصي عن الفاعل وقاضهم إلى غرفة الاستقبال كان روجرز قد حضر لتوه حاملا زجاجة الشراب بينما انحنت الأنسة دوبرينت على جسد ميسيس روجرز التي كانت لا تكف عن الأنين وبمهارة تدخل روجرز بين المرأتين وهو يقول اسمحي لي يا أنسة سأتحدث إليها أنا أثل كل شيء على ما يرام أتسمعينني؟ كل شيء على ما يرام استجمعي شتات نفسك وتصارعت أنفاس ميسيس روجرز وأخذت حضقتها المظعورتان تدوران حول الوجوه المحملقة حولها وبدأ الارتياح في صوت روجرز وهو يقول استجمعي شتات نفسك يا أثل وتحدث إليها دكتور أرمسترونج مهدئا ستكونين على ما يرام يا ميسيس روجرز إنها دعابة قذرة فقالت له هل أغمي علي يا سيدي؟ إنه الصوت المخيف وعاد لون وجهها إلى الإصفرار وارتجفت أهدابها فقال دكتور أرمسترونج أين الشراب؟ كان روجرز قد وضعه على مائدة مجاورة فناوله أحدهم للطبيب فانحنى به على المرأة اللاهثة وقال لها اشرب يا ميسيس روجرز وشربت وهي تشهق وتلهث وأفادها الشراب وعاد عليها لون وجهها وقالت إنني بخير الآن لقد أصابني الزعر وقال روجرز بالتأكيد لقد أصبت أنا أيضا بظهر فأسقطت الصينية هذا كذب ملعون كيف بودي لو أعرف وقوطع في كلامه قاطعته سعلة سعلة خشنة أسكتته تماما وحملق في ميستر جيستس وارغريف فعاد الأخير إلى السعال ثم قال من الذي أدار مكبر الصوت؟ هل فعلتها أنت يا روجرز؟ فصاح روجرز لم أكن أعرف كنها الأمر أقسم بالله لم أكن أعرف لو كنت أعرف لما كنت فعلت هذا بالمرة فقال القادي بغلظة من المحتمل أن تكون صادقا ولكني أعتقد أنه من المستحسني أن تفسر الأمر يا روجرز وجفف الصاقي وجهه بمنديله ثم قال بحرارة لقد كنت أطيع الأوامر يا سيدي وهذا هو كل ما هنالك أوامر من؟ أوامر ميستر أوين دعني أستوضح الأمر هل كانت أوامر ميستر أوين أن نعم أن أضع الأسطوانة في مكبر الصوت لقد وجدت الأسطوانة في الدرج وكان على زوجتي أن تدير مكبر الصوت عندما أدخل إلى غرفة الاستقبال حاملاً صينية القهوة قصة مثيرة جداً إنها الحقيقة يا سيدي أقسم بالله أنها الحقيقة لم أكن آرف شيئاً لم يخطر ببالي قط أن يحدث ما حدث كان عليها اسم أعتقدت أنها مجرد مقطوعة من الموسيقى ونظر وارغريف إلى لامبرد قائلاً هل كانت تحمل عنواناً؟ فهز لامبرد رأسه بالإيجابي ثم ابتسم ابتسم بغيظ قاشف عن أسنانه البارزة وقال بالضبط يا سيدي إن اسمها أغنية البجعة وانهار جنرال مكارثر فجأة إن الأمر كله محل أطلق التهم على الناس بهذا الشكل؟ يجب أن يفعل شيئاً ضد هذا الرجل أوين كائناً من كان وقاطعته إملي برينت محتدة بقولها هذا هو لب الموضوع من هو أوين؟ وتدخل القاضي متحدثاً باهتمام منك الاهتمام الذي تعود عليه في أثناء مزاولته لعمله في المحاكم هذا هو بالضبط ما يجب علينا أن نبحثه بدقة أقترح أن تأخذ زوجتك إلى فراشها أولاً يا روجرز وبعدها عد إلينا حسن يا سيدي فقال دكتور أرمسترونغ سأساعدك يا روجر وغادرت ميسيس روجرز الغرفة مستندة إلى ذراعي الرجلين وعندما خرجوا قال أنتوني مارستون ليس لي علم بمزاجك يا سيدي ولكني لا أستطيع المضي في هذا الأمر بدون شراب فقال لامبرد وأنا كذلك فقال أنتوني سأذهب وأعد الشراب وغادر الغرفة وعاد بعد دقيقة أو اثنتين وقال لقد وجدتها كلها معدة على صينية استعداداً لإحضارها إلى هنا ووضع حمله الثمينة بعناية ومرت الضقائق التالية في توزيع الشراب وأخذ الجنرال كأساً من العصير فقط وكذلك فعل القادي كان كل واحد من المجموعة يشعر بالحاجة إلى شيء منعج إلا إيميلي بريند التي طلبت كوباً من الماء وعاد أرمسترونج إلى الغرفة قائلاً ستكون بخير لقد أعطيتها منوماً ما هذا؟ شراب؟ أود تناول شيء منه وأعاد كثير من الرجال ملأ كؤوسهم وبعد دقائق عاد روجرز إلى الغرفة وتصدر مستر جيستس وارغريف المناقشة وأصبحت الغرفة ققاعة محكمة وقال القاضي والآن يا روجرز يجب أن نصل إلى جوهر الأمر من مستر أوين هذا؟ وحملك روجرز ثم قال إنه مالك هذا المكان يا سيدي إنني مدرك لهذه الحقيقة إنما أريد معرفته منك هو كل ما لديك من معلومات عن هذا الرجل وهزى روجرز رأسه وقال لا يمكنني أن أخبرك بشيء يا سيدي إذ لم يسبق لي أن وقعت عيناي عليه وصارت حركة خافتة في الغرفة وقال جنرال مكارثر ألم يسبق لك رؤيته؟ ماذا تعني بهذا؟ لم يمضي علي أنا وزوجتي هنا أكثر من أسبوع يا سيدي لقد استخدمنا عن طريق خطاب عن طريق وكالة تخديم وكالة ريجينا في بليموث وأومى أبلور مؤكدا وقال وكالة قديمة العهد وقال وارغريف هل لديك هذا الخطاب؟ تعني خطاب تشغيلنا؟ لا يا سيدي لم أحتفظ به أمدي في قصتك؟ لقد استخدمتها كما تقول بواسطة خطاب؟ نعم يا سيدي كان علينا أن نصل إلى هنا في يوم معين فوصلنا وكان كل شيء منظما كمية كبيرة من الطعام في المخزن وكل شيء على خير ما يرام لم يكن المنزل محتاجا إلا إلى إزالة أتربته ثم ماذا؟ لا شيء يا سيدي لقد تلقينا الأمر بالخطابات كي نعد المنزل من أجل حفل عائلي وفي بريد الأمس تلقينا خطابا من ميستر أوين وجاء في الخطاب أنه وزوجته قد تعطل وسيفعلان كل ما في وسعهما للحضور كما أعطان بعض التعليمات بخصوص الطعام والقهوة وتشغيل استوانة الجرامافون وقال القاضي بحدة بالتأكيد لا يزال لديك هذا الخطاب نعم يا سيدي إنه معي الآن وأخرج خطابا من جيبه فأخذه القاضي منه وهمهم قائلا مكتوب على أوراق فوندوك ريدز وعلى الآلة الكاتبة وبحركة سريعة كانبلور قد أصبح إلى جواره وقال لو سمحت لي بإلقاء نظرة على الخطاب وأخذه من يديه وجرى بنظرة عليه ثم قال آلة كاتبة من طراز كورنيش جديدة تماما ليس بها أي عيب ورق خاص بالفندق من أكثر الأنواع استعمالا لن نستطيع الوصول إلى أي شيء من الخطاب وربما يمكننا الحصول على بصمات الأصابع وإن كنت أشك في هذا وحمل كوارغريف إليه باهتمام مفاجئ وكان أنتوني مارستون وقفا إلى جوار بلور ينظر من فوق كتفيه ثم قال في هذا الخطاب أسماء كاملة وهمية أليس كذلك؟ أوليك فورمان أوين اسم ضخم تماما وقال القاضي الكهل بلا حماس إنني شاكر لك يا ميستر مارستون فقد لفت نظري إلى نقطة غريبة وملئة بالاحتمالات ونظر إلى الآخرين وهو يبرز رقبته كسلحفات غاضبة وقال أعتقد أن الوقت قد حان كي يدلي كل مننا بما لديه من معلومات من المستحسن على ما أعتقد أن يقول كل مننا كل ما يعرفه عن صاحب المنزل وتوقف قليلا ثم واصل حديثه قائلا كلنا ديوف أعتقد أنه سيكون من المفيد أن يقول كل واحد مننا كيف أصبح في هذا الوضع بالضبط ورانا الصمت لحظة ثم تكلمت إميلي برينت قائلة شيء ملحوظ في الأمر كله لقد طلقيت خطابا من الصعب قراءة توقيع صاحبه وعرفت أنه من سيدة قابلتها في مصيف معين منذ سنتين أو ثلاث مضت وانتهيت إلى أن الاسم إما أن يكون أوليفر أو أيدجون إنني أعرف سيدة باسم ميسيس أوليفر وأخرى تدعاء الأنسة أيدجون وإنني لواثق تماما أنه لم يسبق لي أن التقيت بصاحبته هل معك هذا الخطاب يا أنسة برينت؟ نعم سأحضره لك وغادرت الغرفة لتعود بعد دقيقة ومعها الخطاب وقرأه القادي ثم قال لقد بدأت أفهم وأنت يا أنيسة كليثون وشرحت له فيرا ظروف استخدامها كسكرتيرا وأنت يا مارستون لقد طلقيت برقية من صديق لي يدعى بادغار بيركلي ولكدهشت وقتها لأنني كنت أعتقد أنه قد ذهب إلى النرويج طلب مني أن أحضر إلى هنا فهز القادي رأسه وقال وأنت يا أرمسترانج لقد استدعيت إلى هنا كطبيب هكذا أي أنك لم تكن على معرفة سابقة بالعائلة كلا لك الذكر اسم صديق لي في الخطاب وهذا الصديق ألا يمكن الاتصال به؟ حسن بلى فقال لامبرد الذي كان يحملق في بلور فجأة انظروا لقد خطرت لي فكرة حالا فرفع القادي يده وقال انتظر دقيقة ولكنني سنتناول الأمور بالترتيب يا مستر لامبرد إننا حاليا نبحث في الأسباب التي أدت إلى تجمعنا هنا هذه الليلة وأنت يا جنرال مكارثر وقال الجنرال وهو يبعث في شاربي لقد تلقيت خطابا من ذلك الرجل الذي يدعى أين ذاكرا بعض أصدقاء القدامى الذين سيكونون هنا طالبنا الصفحة لعدم إرسال دعوة رسمية وأخشى ألا أكون قد احتفظت بالخطاب مستر لامبرد كان عقل لامبرد ناشطا هل يترف لهم بالحقيقة أم لا واستقر رأيه على أمر وقال نفس الشيء دعوة والحديث عن أصدقاء قدامى وشعرت أن الأمر ليس به ما يزيد لقد مزقت الخطاب واستدار مستر وارغريف إلى بلور واضعا إصباعه على شفته وبدى صوتهم مؤدبا للغاية وهو يقول لقد مررنا للتو بتجربة مؤلمة نوعا ما فلقد تكلم صوت مجهول لكل منا بالاسم سيردا اتهاما محدد لكل منا وسنناقش هذه الاتهامات حالا ولكن في هذه اللحظة توجد نقطة فرعية محيرة فضمن الأسماء التي نودية كان اسم ويليام هنري بلور ولكن بقدر علمنا ليس بيننا من يدعى بلور أما اسم ديفيز فلم يجيء ذكره ما قولك في هذا يا مستر ديفيز وقال بلور بعبوس أعتقد أنه من المستحسن أن أعترف بأن اسمي ليس بديفيز أي أنك ويليام هنري بلور نعم وقال لامبرد وسأضيف شيئا إنك لم تحضر إلى هنا تحت اسم مزيف فقط يا مستر بلور ولكنني بالإضافة إلى هذا قد لاحظت هذا المساء أنك كذاب من الطراز الأول لقد ادعيت أنك حضرت من ناتال بجنوب إفريقيا إنني أعرف ناتال وجنوب إفريقيا وأنا على استعداد لأن أقسم بأنك لم تضع قدميك في جنوب إفريقيا طيلة حياتك واتجهت كل الأعين إلى بلور عيون غاضبة ملعها الشك وخطى أنتوني مارستون إلى جواره وتقلصت قبضته وقال والآن أيها المحتال هل لديك أي تفسير؟ وقال بلور لقد أخطأتم في حقي أيها السادة لدي أوراق تثبت شخصيتي ويمكنكم رؤيتها إنني مخبر سابق وأدير الآن وكالة خاصة في بليموث لقد أخضرت إلى هنا من أجل هذا العمل من أحضرك؟ ذلك الرجل الأوين وقد حوى خطابه مبلغا محترما من المال من أجل الأتعاب والتنفيذ ما يريد كان علي أن أنضم إلى الحفل بصفة أحد المدعوين وقد أعطيت لي أسماءكم كلها كان علي أن أراقبكم وهل من سبب لهذا؟ من أجل جواهر ميسيز أوين ولا أعتقد أن هناك من تحمل هذا الاسم ومرة أخرى عاد القاضي ربط بإصباعه على شفتيه مفكرا إن حدثك صائب على ما أعتقد أوليك نورمان أوين في الخطاب إلى الأنسة بريند وعلى الرغم من أن الإسم الأخير ليس واضحا إلا أن الإسمين الأولين واضحان إيدنانس وفي الحالتين يمكنكم أن تلحظوا أن الحروف الأولى واحدة أوليك نورمان أوين وإيدنانس أوين في كل مرة هناك ألف نون أوين وبتحريف ملحوظ ينتهي الاسم إلى المجهول وصاحب فيرا جنون وأومأ القاضي برأسه بهدوء وقال بالتأكيد ليس لدي شك في أن الذي دعان إلى هذا المكان رجل مجنون ومن المحتمل أن يكون مجنونا خطيرا وساد الصمت لهظة صمت الغضب والحيرة وبعدها عاد صوت القاضي الواضح يقول سننضي الآن إلى المرحلة التالية من التقصي وعلى كل حال سأضيف أولا أقوالي بخصوص المرحلة السابقة وأخلج من جيبه خطابا ألقى به على المائدة إنه خطاب من إحدى صديقات القديمات ليدي كونستانس كليمينغتون إنني لم أرها منذ سنوات خلت لقد رحلت إلى الشرق والخطاب الغامض هو بالضبط ما يمكن أن تكتبه لتستحثني فيه على أن ألقاها هنا ونتكلم عن مضيفنا بأكثر الطرق غموضا وهو نفس التكتيك كما يمكننا أن نستنتج من كل هذا نقطة مهمة فإن الذي دعانا للحضور إلى هنا قد كلف نفسه مشقة معرفة الكثير عنه إنه يعرف صداقاتي بالليدي كونستانس وعلى دراية بأسلوبها المميز إنه يعرف شيئا عن أصدقاء دكتور أرمسترونغ وعن أماكنهم الآن وهو يعرف اسم الشهرة لصديق ميستر مارستون ونوع البرقيات التي يرسلها وهو يعرف بالضبط أين كانت الأنسة برينت منذ سنتين ماضة ونوع الناس الذين التقت بهم وهو يعرف كل أصدقاء الجنرال مكارثر القدامى وتوقف قليلا عن الكلام ثم قال إنه يعرف كما ترون الكثير جدا ومن خلال معلوماته عنه كون اتهامات محددة وفي الحال تعالت غمغمات وصاحت جنرال مكارثر مجموعة من الأكذيب اللعينة وصاحت فيرا إن هذا لا جور يا للشقي وقال روجرز بغضة كذب كذب الملعون إننا لم نقدم على شيء من ذلك ولا أي واحد مننا ولا أي واحد مننا تحدثه نفسه بذلك قال أنتوني مارستون لا أدري ما الذي يرمي إليه ذلك المغفل العين وأسكت القاضي الجميع بيده المرفوع وقال وهو ينطقي كلماته بعناية إنني أرغب في أن أقول ما يلي إن صديقنا المجهول يتهمني بقتل إدوارد سيتون إنني لا أتذكر السيتون تماما لقد حكم أمامي في شهر يونيو عام 1930 كان متهما بقتل سيدة عجوز وقد دوفع عنه بكفاءة وحاز الدفاع عنه تأثيرا حسنا لدى المحلفين ورغم ذلك فلقد كانت الشواهد تدينه ولخصت القضية تابعا للشواهد فأدانه المحلفون وعندما أصدرت حكم بإعدامه كنت متفقا في هذا مع المحلفين وقدم طلب بإلغاء الحكم بدعوة توجيه السيء ولكنه رفض وأعدم المتهم بعدها وأود أن أقول لكم إن ضميري مستريح فيما يخص هذه القضية لقد أديت واجيبي ولا شيء أكثر لقد أصدرت حكما على مجرم ثابتت إدانته وبدأ أرمسترونغ يتذكر قضية سيتون لقد كانت الإدانة مفاجأة كبيرة ولقد التقى بماثيور يوما ما في أثناء تناول الغداء فقال له هذا إنني واثق من الحكم إن الإفراج مؤكد تماما وبعد سماع الحكم سمعت تعليقات كثيرة لقد كان القاضي ضده على طول الخط وأضار رؤوس المحلفين فأدانوه ورغم هذا فالحكم قانوني والنوار جريف العجوز لخبير بالقانون كان واضحا تماما أن هناك مسألة شخصية بينهما واندفعت كل هذه الذكريات إلى رأس الطبيب وقبل أن يزن حكمة قوله اندفع متسائلا هل كنت تعرف سيتون بالمرة؟ آني قبل القضية والتقط عينه بعيني القاضي الذي قال له بصوت بارد واضح لم أكن أعرف شيئا عن سيتون قبل أن أحاكمه وقال أرمسترونج لنفسه إن الرجل يكذب إنني أعرف أنه يكذب وتكلمت فيرا كليثون بصوت مرتجف قائلة أود أن أخبركم بالحقيقة عن ذلك الطفل سارل عاملتن لقد كنت مربيته كان غير مسموح له بالسباحة بعيدا عن الشاطئ وذات يوم كنت شاردة اللب أسبح بعيدا وسبحت خلفه ولكنني لم أتمكن من الوصول إليه في الوقت المناسب لقد كان الأمر فضيعة ولكنها لم تكن غلطتي لقد برأتني المحكمة وأمه لقد كانت في غاية الطيبة وإذا كانت هي هي نفسها لم تلومني فلما يقال هذا الكلام المزعج؟ هذا ليس عدلا ليس عدلا ثم انهارت وهي تبكي بمرارة وربت الجنرال ماكارثر كتفها وقال كفا كفي يا عزيزتي بالتأكيد ليس هذا عدلا إن هذا الرجل لمجنون مجنون ووقف منتصبا وقد فرد كتفيه وقال من الأحسن أن لا نفكر في هذا الموضوع وعلى كل حال فإنني أشعر بأنه يجب أن أقول أن كل ما قيل عن الشاب آرثر ريتشموند ليس بحقيقي لقد كان ريتشموند أحد ضباط فرقتي لقد أرسلته في مهمة ولكنه قتل فيها حدث طبيعي وقت الحرب وإنني لغاضب على كل ما قيل عن زوجتي أشرف الزوجات في هذا العالم وجلس جنرال مكارثر وعادت يده المرتجفة تعبث بشهر به لقد كلفه الكلام جهدا كبيرا وتكلم لامبرد أما عن هؤلاء الوطنيين فقال مارستون ماذا عنهم؟ ما سأرويه هو عين الحقيقة لقد تركتهم كان ذلك بدافع الرغبة في الحياة كنا قد ضللنا طريقنا في الغابة واخذت أنا كل ما تبقى من طعام وهربت فقال جنرال مكارثر بصرامة أي أنك هجرت رجالك تركتهم يموتون جوعا ليس هذا بالضبط إن حب البقاء هو غريزة الإنسان الأولى ورفعت فيرا رأسها من بين يديها وقالت هي تحضق فيه لقد تركت هؤلاء الأطفال يموتون أجل لقد تركتهم يموتون وقال أنتوني مارستون في صوت بطيء متعثر لقد كنت أفكر لتوي في جون ولوسي كامبس ربما كان تفلين صدمتهم بسيارتي في كامبريج حظ سيء للغاية فقال مستر جيستيس وارغريف متسائلا حظهم أم حظك أنت حسنا لقد كنت أفكر حظي أنا ولكن بالتأكيد إنك على صواب يا سيدي لقد كان حظي سيئا ملعونا فهذا مجرد حادث بالتأكيد لقد اندفع من كوخ ما وصحبت مني الرخصة لمدة سنة وقال دكتور آرمسترونج محذرا إن هذه السرعة الكبيرة شيء خاطئ خاطئ إن الشبان من أمثالك لخطرونها على المجتمع وهز أنتوني كتفيه وقال إن الطرق الإنجليزية في حالة ميؤوس منها لا يمكن أن يقود المرء فيها بسرعة مناسبة ونظر حوله بحثا عن كأسه والتقطها من فوق المائدة ومضى إلى إحدى الموائد الجانبية حيث ملأها بالشراب والصودة وقال موليا ظهراه نحوهم حسنا إنها لم تكن غلطتي على كل حال مجرد حادث كان روجرز طيلة الوقت يعد شفتيه ويفرق راحتيه ثم قال بصوت خافت إذا سمحتم لي بأن أقول كلمة واحدة لقد جاء ذكري أنا وزوجتي يا سيدي وذكر الأنسة برادي لم يكن في هذا القول أي شيء من الصدق لقد بقيت أنا وزوجتي مع الأنسة برادي حتى توفيت كانت معتلة الصحة دائما منذ اللحظة التي التحقنا فيها بخدمتها في تلك الليلة هبت عصفة وفي تلك الليلة أيضا ساءت صحتها وكان التلفون معطلا ولم نستطع أن نستدعي لها طبيبا وذهبت إليه سيرا على الأقدام ولكنه وصل إلينا متأخرا وقد فعلنا كل ما في استطاعتنا لقد كنا مخلصين لها يا سادة إن أي إنسان سيخبرك بهذا لم توجه إلينا أي كلمة لوم ولا كلمة واحدة ونظر لامبرد مفكرا إلى وجه الرجل الشاحب وإلى شفتيه المتقلصتين وإلى الظعر في عينيه وتذكر سقوط صينية القهوة وتكلم بلور تكلم بطريقته الرسمية المشاكسة قائلا هل ورست شيئا عقب وفاتها؟ قال روجرز بحدة لقد تركت لنا الآنسة برادي وصية عرفانا منها بخدمتنا إياها وقال لامبرد ماذا عنك أنت يا مستر بلور؟ ماذا عني؟ لقد تضمنت القائمة اسمك وحمر وجه بلور وقال تاني لاندرو لقد كانت تلك هي حادثة سرقة بنك بنك لندن التجاري ونشط مستر وارغريف وقال لقد تذكرت إنها لم تعرض أمامي ولكني أذكر القضية لقد حكم على لاندرو بناء على شهادتك وقد كنت أنت ضابط الشرطة المسؤول عن الحادثة نعم لقد كنت أنا المسؤول وحكم على لاندرو بالسجن مدى الحياة ثم مات في سجن وارتمور بعد سنة من الحكم عليه كان رجلا رقيقا كان محتالا لقد كان هو الذي ضرب خفير البنك كانت التهمة ثابتة عليه لقد نلت ثناء عن ما أظن لمعالجتك الماهرة للحادثة فقال بلور بصرامة لقد نلت ترقية بسببها ثم أضاف بصوت حاد لقد كنت أؤدي واجبي وضحك لامبرد ضحكة مفاجأة رنانة وقال يا لنا من قوم محبين لأعمالهم وللقانون أيضا باستثناء أنا وماذا عنك يا دكتور وماذا عن خطأك الطبي التافئ هل كانت عملية غير قانونية ونظرت إليه إيميلي بريند في بغض عميق وابتعدت عنه قليلا وهز دكتور أرمسترونج رأسه بمرح وهو متمالك لنفسه تماما ثم قال إني متحير في استجلاء حقيقة الأمر إن الإسم لم يشير إلي بأي شيء عند سماعي ماذا كان؟ كليس؟ أم كلوس؟ إنني في الحقيقة لا أستطيع أن أتذكر أي مريض بهذا الإسم أو أنه كانت لي صلة بأي موت على كل حال إن الأمر غامض تماما بالنسبة لي وبالتأكيد قد مضى وقت طويل ربما كانت عملية أجريتها في المستشفى إن الكثير من هؤلاء الناس يذهبون إلى المستشفى بعد فوات الأوان وعندئذ إذا مات مريض فإنهم غالبا ما يعتبرون ذلك غلطة الجراح وتناهد وهو يهز رأسه وفكر في نفسه ثمن تلك هي حقيقة الأمر لقد كنت ثملا ورغم ذلك فقد أجريت العملية وكل أعصاب كانت متوترة ويدي ترتجفان وقتلتها تماما يا للشيطانة المسكينة السيدة العجوز كانت العملية سهلة لو كنت واعيا ومن حسن حظي أن الإخلاص شعار مهنتنا كانت الحكيمة تعلم بحقيقة الأمر ولكنها أمسكت بلسانها يا الله لقد أصيبت بصدمة ولكن من ذا الذي يعرف حقيقة الأمر بعد انقضاء كل هذه السنين ورانا الصمت على الغرفة كان كل منهم ينظر إما مباشرة أو بتلصس إلى إميلي بريند ومضت دقيقة أو إثنتان قبل أن تنتبه إلى تطلعهم واهتزت أهدابها ثم قالت هل تنتظرون أن أقول لكم شيئا ما؟ ليس لدي ما أقوله فقال القادي لا شيء يا أنسة بريند لا شيء وطبقت شفتيها بشدة وهز القادي رأسه ثم قال بهدوء أتحتفظين بدفاعك؟ قالت الأنسة بريند بتردد ليس في الأمر أي دفاع لقد تصرفت دائما بوحي مما يمليها علي ضميري وليس لدي ما يقض مضقعي وامتلأ الجو بالشعور بعدم الارتياح ولكن إيميلي بريند لم تكن ممن يتأثرون بالرأي العام وجلست دون استسلام وتنحن حلقادي مرة أو اثنتين ثم قال إن بحثنا ينتهي هنا والآن يا روجرد من عدنا يوجد على هذه الجزيرة؟ لا أحد يا سيدي لا أحد على الإطلاق أواثق أنت من ذلك؟ واثق تماما يا سيدي أما أنا فلست بواثق بعد من غرض مضيفنا المجهول من جمعنا هنا ولكن في رأيي أن هذا الشخص كائنا من كان ليس عاقلا بالمعنى المعروف للكلمة قد يكون خطيرا ومن المستحسن في رأيي أن نغادر هذا المكان بأسرع ما يمكن إنني أقترح أن نغادره هذه الليلة وقال روجرد معذرة يا سيدي ولكن ليس هناك أي قارب في الجزيرة ولا قارب؟ نعم يا سيدي وكيف تتصل بالعالم؟ إن فريد تاركوت يحضر إلى هنا كل صباح يا سيدي إنه يحضر الخبز واللبن والبريدة ويتلقى الأوامر إذن فمن المستحسن في رأيي أن نغادر كلنا أمكان غدا حالما يصل قارب فريد تاركوت وتعالت أصوات الجميع بالموافقة ما عدا أنتوني ماريستون الذي قال إن هذه روح غير رياضية بالمرة يجب أن تحل اللغز قبل ذهابنا إن الأمر كله يشبه قصة بوريسية مثيرة للغاية وقال القادي بتهكم في سن هذا ليس لدي أي ميل للإثارة كما تسميها ونظر إليه أنتوني خلصة ثم رفع كأسه وشرب في جرعة واحدة وربما كان قد شربه بسرعة إذ شرق بالشراب بدرجة سيئة وتغير لون وجهه فاحمر بشدة وشهق متنفسا ثم انزلق من فوق مقعده وقد سقط الكأس من يده وكان الحادث مفاجئا وغير متوقع لدرجة أنه حبس أنفاسهم جميعا وظلوا ينظرون إلى الجسد المكتوم بغباء ثم قام الدكتور أرمسترونج وذهب إليه ورقع إلى جواره وعندما رفع رأسه من فوق الجسد المسجي كانت عيناه حائرتين وقال فيها مسات خافتة حيرة يا إلهي لقد مات ولم يتقبلوا الأمر للوهلة الأولى مات إله الشمال في عنفوان صحته وفتوته يسقط ميتا مرة واحدة إن شبان الأصحاء لا يموتون هكذا بغصة من تناول الشراب بالصودع كلا لا يمكنهم أن يتقبلوا هذا الأمر وكان دكتور أرمسترونج يتفحص وجه الميت ثم تشمى مشفتيه الزرقويين الملتويتين ثم التقط الكأس الذي كان يشرب منها أنتوني مارستون وقال جنرال مكارثر مات أتعني أنه قد شرق وفمات فقال الطبيب يمكنك أن تسميها غصة إذا أحببت لقد توفي بإسفيكسيا الغرق كان يتشمم الكأس ثم غرص إصبعه في محتوياته ثم لمس إصبعه بحظر بطرف لسانه وعلى الفور تغير تعبير وجهه وقال جنرال مكارثر لم أعرف من قبل أن الإنسان يمكن أن يموت من نوبة شرق وقالت إيميلي برينتي بنبرة واضحة بمنتصف حياتي لنموت ووقف أرمسترونج وقال بفضاظة إن الإنسان لا يموت من نوبة شرق إن وفاة مارستون لا يمكن أن نسميها وفاة طبيعية وقالت فيرا بفحيح أشبه بفحيح الأفعى هل كان هناك شيء في الشراب؟ وأم أرمسترونج برأسه وقال نعم لا يمكنني التحديد ولكن كل نقطة فيه تشير إلى أحد مركبات السيانيد ليس هناك رائحة مميزة لحامد البروسيك ربما كان سيانيد البوتاسيوم إنه يحدث تأثيرا مباشرا وقال القاضي بحدة هل كان السم في كأسه؟ نعم ومشى الطبيب إلى المائدة التي عليها زجاجات الشراب فأزح غطاء زجاجات الشراب ومشى الطبيب إلى المائدة التي عليها زجاجات الشراب فأزح غطاء زجاجات الشراب وتشمم محتوياته ثم تذوقها وبعد ذلك تذوق الصودة وهز رأسه قائلا إن كليهما على ما يرام إن كليهما على ما يرام فقال لامبرد أتعني أنه قد وضع السم في كأسه بنفسه؟ وأوما أرمسترونغ برأسه وعلى وجهه تعبير غريب من عدم الارتياح وقال يبدو هذا فقال بلور انتحار إذن إنها نهاية غريبة فقالت فيرا ببض لم يكن من الممكن أن يفكر المرء في أنه قد يقدم على قتل نفسه لقد كان مليئا بالحياة لقد كان يبدو لا يمكنني أن أوضح ولكنهم كانوا يدركون ما تعنيه لقد بدأ أنتوني مارستون وهو في قمة شبابه ورجولته كمخلوق قوي والآن وقد تكور وتحطم إنه يرقض على الأرض وقال دكتور أرمسترونغ هل هناك أي احتمال عدى الانتحار وهز كل منهم رأسه لم يكن هناك تفسير آخر إن الشراب نفسه لم يكن ملوثا ولقد رأوه كلهم يمضي ليصب لنفسه كأسا وهذا يعني أن أي سينيد وضع في الكأس قد وضعه بيده هو وعلى الرغم من هذا فلماذا ينتحر أنتوني مارستون وقال بلور مفكرا أتعرف يا دكتور إن الأمر لا يبدو لي صحيحا لا يمكن أن أتقبل فكرة أن ميستر أنتوني مارستون من صنف الناس الذين ينتحرون وقال أرمسترونغ وأنا أوافقك على هذا وتركوا الأمر معلقا هكذا فأي شيء آخر يمكن أن يقولاه وحمل أرمسترونغ ولامبارد معا جسد أنتوني مارستون وأرقضه في سريره ثم غطيه بملاءة وعندما عاد إلى غرفة الاستقبال ثانية كان الآخرون قد وقفوا متجمعين يرتجفون قليلا رغم أن الليلة لم تكن باردة وقالت إيميلي بريند من المستحسن أن ننضي إلى فراشنا لقد تأخر الوقت كان تساعد قد تجاوزت الثانية عشرة وبدأ الاقتراح وجيها ورغم ذلك تردد كل منهم في تلبيته وبدوا كما لو كان كل منهم يتعلق بصحبة الآخرين وقال القاضي نعم يجب أن ننام قليلا وقال روجرد إنني لم أرفع صحاف الطعام من غرفة المائدة بعد فقال لامبارد ارفع هذه البقايا في الصباح وسأله أرمسترونغ هل زوجتك بخير؟ سأذهب لأراها يا سيدي وعاد بعد قليل ليقول إنها تنام نوما هادئا يا سيدي فقال الطبيب عظيم لا تقلق نومها كلا يا سيدي لن أفعل سأرتب كل شيء في غرفة المائدة وأطمئن على إغلاق جميع الأبواب ثم آوي إلى الفراش وعبر ردهة إلى غرفة الطعام وصعد الآخرون الدرجة في موكب بطيء هياب لو أن المنزل كان منزلا قديما ذا سلال من متداعية تصدر عنها أصوات مزعجة وبه ذلالا قاطمة وجدرانا ثقيلة مزغرفة لكان خوفهم أكبر ولكن هذا المنزل كان نموذجا لكل ما هو عصري لم تكن فيه أركان مظلمة وكان كل الضوء القهربي يغمره وكل ما فيه جديد ولامع ولم يكن فيه شيء مختلف أو مختبئ ورغم هذا فقد كان كل ذلك مصدرا لخوف أشد وتبدل تحيات المساء في أعلى الدرج وذهب كل منهم إلى غرفته وآليا وبدون وعي أحكم كل منهم رتاج بابه وأخذ القادي يغير ملابسه استعدادا للنوم في غرفته المريحة كان يفكر في إدوارد سيتون وتذكر سيتون جيدا شعره عينيه الزرقاوين وعادته في النظر مباشرة إلى وجه الآخرين نظرة ملآها شعور مريح بالصراحة وكان هذا هو ما أحدث تأثيرا طيبا في المحلفين وأصار غضب ليوبين ممثل الإدعاء هذا التأثير إذ بالغ في محاولته لإثبات التهمة على سيتون أما ماسيوز ممثل الدفاع فقد كان ممتازا كانت النقاط التي يسيرها واضحة وأسئلته قاتلة ولقد قام بعمله بكفاءة رائعة ومر السيتون من مرحلة الاستجواب بمهارة لم ينفعل أو يبالغ وتأثر المحلفون وملأ القاد ساعته بعناية ووضعها إلى جوار سريره وتذكر بالضبط شعوره وهو جالس هناك يستمع ويدون ملاحظاته مقدرا كل ما يدور حوله منتبها إلى كل دليل يدين السجين لقد استمتع بهذه القضية كان دفاع ماسيوز النهائي قطعة رائعة من الدرجة الأولى وتبعه ليوبين ولكنه فشل في إزاحة التأثير الطيب الذي أحدثه الدفاع وعند إذ جاء دوره لتلخيص القضية وخلع طاقم أسنانه الصناعية بعناية ووضعه في كوب من الماء وانطبقة الشفتان المجعدتان لقد أصبح فمه الآن قاسيا قاسيا ومتوحشا وابتسم القاضي لنفسه لقد طبخ إوزة سيتون على ما يرام وتنهد القاضي وهو يصعد إلى سريره ويطفئ نور الغرفة ووقف روجرز في غرفة الطعام متحينا كان يحملك في التماثيل للخزفية الموضوعة فوق المائدة وغمغم لنفسه قائلا هذا غريب إنني أقسم أنهم كانوا عشرة أطفال وتقلب جنرال مكارثر على الجانبين ولم يطرق النوم جفنيه بعد وفي ظلام الغرفة تفق وجه أرثر ريتشمولد يلوح لناظريه لقد أحب أرثر لقد كان مغرما به للغاية وكان مصرورا إذ أحبته ليزلي هي الأخرى كانت ليزلي هوائية كانت تشيح بوجهها عن كثيرين من الناس وتصفهم بأنهم أغبياء أغبياء وهكذا ولكنها لم تعتبر أرثر غبيا لقد تصادق بسرعة منذ البداية كانوا يتحدثان معنا عن المسرحيات والموسيقى والرسوم كانت تغيظه وتسخر منه وتكاد تمزقه إرما وكان هو مكارثر مصرورا إذا تقد أنها قد تبنت أرثر تبنته حقا كان غبيا للغاية إذ لم ينتبه إلى أن ريتشمولد في الثانية والعشرين من عمره بينما ليزلي في التاسعة والعشرين كان مغرما بليزلي إنه يراها الآن بوجهها الصبوح وعينيها الراقستين المريحتين وخصلات شعرها البني كان يحبها ويثق فيها تماما وهناك في فرنسا وسط جحيم الحرب جلس يفكر فيها وهو ينظر إلى صورتها التي أخرجها من حافظته وعندئذ اكتشف الأمر ولقد حدث الأمر كما يحدث في الروايات تماما خطاب في المظروف الخطأ كانت قد كتبت إلى كليهما ثم وضعت خطاب ريتشموند في المظروف الموجه إلى زوجها حتى الآن وبعد كل هذه السنوات ما زال يتذكر الصدمة والألم يا الله ويا للسخرية كانت علاقتهما مستمرة منذ سنوات فقد أوضح الخطاب هذا عطلات نهاية الإسبوع إجازة ريتشموند الأخيرة ليزلي ليزلي وأرثر لعنة الله على ذلك الرجل لعنة الله على وجهه الصبوح وإجابته الدائمة سمعا وطاعا يا سيدي الكاذب المنافق سارق زوجات الآخرين وتجمع الغضب القاتل البارد ببطء وتمكن من أن يبدو عاديا وأن لا يظهر ما يبطن وحاول أن يجعل علاقته بريتشموند عادية هل نجح في هذا؟ يبدو ذلك إذ لم يشك ريتشموند في شيء فقد كان شيئا عاديا في مثل ظروف الحربي أن تتغير الأمزجة أما أرمي تاجي الشاب فهو وحده الذي رمقه ذات مرة باستغراب كان شابا صغيرا ولكن كانت له شكوكه ربما ظن أرمي تاجي شيئا عندما حان الوقت لقد أرسل ريتشموند عمدا إلى حدفه غير آسف علي كان الأمر سهلا كانت الأخطاء ترتكب طيلة الوقت والضباط يرسلون إلى الموت دون داع كانت الفوضى تعم كل شيء وربما يقول الناس فيما بعد لقد فقد مكارثر الكهل أعصابه قليلا فارتكب أخطاء جسيمة وضحى ببعض رجاله ولكن لم يكن في وسعهم أن يقولوا أكثر من هذا ولكن أرمي تاجي الشاب كان مختلفا عنهم كان ينظر إلى قائده بطريقة غريبة ربما كان يعرف أن ريتشموند قد أرسل إلى الموت عمدا هل تكلم أرمي تاج بعد نهاية الحرب؟ ولم تعرف ليزلي ولقد بكت ليزلي على حبيبها كما يعتقد ولكن بكاؤها كان قد انتهى عندما عاد هو إلى إنجلترا ولم يخبرها أبدا أنه اكتشف حقيقتها وعاش معا إلا أنها لم تعد تبدو على طبيعتها أبدا بعد ذلك وبعد ثلاث سنوات أو أربع مرضت ثم توفيت لقد مضى زمن طويل على كل هذا خمسة عشر عاما ستة عشر وقد ترك الجيش وجاء ليعيش في ديفون واشترى منزلا من النوع الذي كان يتمنى دائما أن يشتريه وكان جيرانه طيبين مكان رائع كان يصطاد في بعض الأحيان كما يذهب إلى الكنيسة كل أحد كان في البداية يعتقد أن كل الناس من الصديقين وبعدما داهمته الأزمة فأحس بشعور قلق مدن قوامه أن الناس يتكلمون عنه من وراء ظهره وأصبحوا يرمقونه بطريقة مختلفة شيئا ما وانطلقت بعض الشائعات الكاذبة أرمتاج لا بد أن أرمتاج قد تكلم وتجنب الناس بعدها واعتكف في منزله حقيقة لا يرتاح المرء لأحد حين يشعر بأن الناس يتناقشون عنه كل هذا قد مضى وأصبح يتجنب زملاءه العسكريين القدامى لو أن أرمتاج قد تكلم فلا بد من أنهم يعرفون جلية الأمر وهذه الليلة أطلق صوت مجهول الذكرى من مكمنها هل عالج الأمر على ما يرام؟ ألم ترتجف شفتاه؟ ألم يخن تعبيره شعوره الحقيقي؟ الغضب والإشمئزاز ولكن ليس الإثم من الصعب معرفة الحقيقة بالتأكيد لا يمكن أن يتقبل أي أحد هذه الاتهامات بجدية كان هناك كوم من التفاهات الأخرى تلك الفتاة الساحرة لقد اتهمها الصوت بإغراق طفل ساذجة مجنون يلقي بالاتهامات من بين يديه ومن خلفه وإيميلي برينت أيضا بالتأكيد قريبة لتوم برينت من كتيبته لقد اتهمها الصوت بالقتل إن أي مرئ يمكنه أن يحكم وهو مغمض العينين بأنها رائعة للغاية إن الأمر كله لملعون وغريب جنون ولا شيء عدا هذا منذ أن وصلوا إلى هنا متى كان وصولهم؟ بالتأكيد يا للعنة لقد كان وصولهم في عصر هذا اليوم ولكنه يبدو كما لو كان قد حدث منذ زمن أطول وفقر متعجبا متى سنغادر هذا المكان مرة أخرى غدا بالتأكيد عندما يحضر القارب البخاري من المضحك أنه في هذه اللحظة لا يريد أن يغادر الجزيرة أي عود إلى العالم مرة أخرى يعود إلى المنزل الصغير إلى المتاعب والآلام ومن النافذة المفتوحة أم كانه أن يسمع أصوات تكسر الأمواج على الصخور صوت أعلى من صوت السماء إن الرياح بدأت تشتد هي الأخرى وفقر صوت هادئ مكان هادئ أحسن ما في الجزر أنك ما انتصل إليها حتى تجد أنك لا تستطيع أن تمضي قدما أكثر من ذلك إنك تصل إلى نهاية الأشياء وأدرك فجأة أنه لا يريد أن يغادر هذه الجزيرة استلقت فيرا كليثون على سريرها مفتحة العينين تحضق في الصقف كان المصباح إلى جوارها مضاء وكانت خائفة من الظلمة وكانت تفكر هوجو، هوجو، لماذا أحس بأنك قريب مني هذه الليلة؟ في مكان قريب للغاية، أين هو حق؟ لا أعلم ولن أعلم، لقد ذهب بعيدا جدا خارج أصوار حياتي لم يكن من المفيد محاولة التفكير في هوجو الصخور السوداء الصخور السوداء والرمال الناعمة الصفراء وميسيس هاملتون السمينة المريحة وسيريل دائما يبكي ويشكو من يدي أريد أن أسير إلى الصخور يا أنيسا كليثون لماذا لا يمكن لي أن أصبح إلى الصخور؟ وأستمتع بالنظر إلى أعلى والالتقاء بعيني هوجو التي أرقبهما وفي الأمسيات وبعد أن يأوي هوجو إلى الفراجة تعالي نتمشى قليلا يا أنيسا كليثون أعتقد أنني سأفعل والسير على شاطئ البحر وضوء القمر وجو المحيط الرطبي وعندئذ ذراع هوجو تحيطان بها ثم ذراع هوجو تلتفان حولها أحبك أحبك إنك لتعرفين أنني أحبك يا فيرا نعم كانت تعرف لا يمكنني أن أطلب منك أن تتزوجيني ليس لدي من لي من واحد لا يمكنني إلا أن أقيم أودي أتعرفين أنه من الغريب حقا أنه لو أتيحت لي الفرصة مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر فقط لأصبحت غنيا إن سيريل لم يولد إلا بعد وفاة موريس بثلاثة أشهر لو أن الطفل جاء بنتا لورث هوجو كل شيء لقد خاب أمله كما اعترف لها لم تبني أملا على هذا بالتأكيد ولكنها كانت نوعا من الصدمة حسنا إن الحظ هو الحظ إن سيريل صبي لطيف وكان الصبي مغرما به للغاية فقد كان على استعداد لأن يلاعبه ويسليه فلم يكن في طبيعة هوجو حمل أي تضغينة بين جوانحه لم يكن سيريل في صحة قوية بل كان طفلا معتلا من أصناف الأطفال الذين لا يعيشون للنمو وبعدئذ يا أنسا كليثون لماذا لا أصعد إلى الصخور؟ إنها بعيدة جدا يا سارل ولكن يا أنسا نهضت فيرا وذهبت إلى مائدة الزينة وابتلعت ثلاثة أقراص من الأسبرين وفكرت ليتني كان معي بعض الحبوب المنومة لو أنني أردت الانتحار لأخذت برع مضعفا من الفيرونال شيئا من هذا القبير وليس السيانايد وارتجفت عندما تذكرت وجه أنتوني مارستون المكفاهر وبينما كانت تمر بالرف نظرت إلى القصيدة المعلقة ذهب عشرة أطفال للعشاء وغص أحدهم ومات فلم يبقى منهم سوى تسعة وفكرت في نفسها إنه فضيع تماما كما حدث هذه الليلة لماذا أراد أنتوني مارستون الموت؟ إنها لا تريد الموت لا يمكن أن أتمنى الموت إن الموت من أجل الآخرين كان دكتور أرنسترونغ يحلم كان الجو شديد الحرارة في غرفة العمليات والعرق يغمر وجهه ويداه لزجتان وأصبح من الصعب الإمساك بالمشرة بثبات كم كان المشرة حادا من السهل القتلى بمثل هذا المشرة وبالتأكيد كان يرتكب جريمة وبدى جسد المرأة مختلفا كان جسدا طويلا غير عريض جسم نحيل ووجه مختلف ترى من كانت تلك التي قتلها لا يستطيع أن يتذكرها ولكن يجب أن يتذكرها أه يجب أن يسأل الممرضة؟ كانت الممرضة تراقبه كلا لا يمكن أن يسألها كانت تشك في كل شيء وكان من الممكن إدراق هذا بل كان يجب عليهم أن لا يغط وجهها هكذا لو كان يستطيع أن يرى وجهها آه هذا حسن لقد بدأ أحد أطباء الانتياز يجر المنديل إيميلي برينت إيميلي برينت بالتأكيد إنها إيميلي برينت التي كان عليه أن يقتلها يا لعينيها الخبيثتين كانت عينها تتحركان ماذا كانت تقول؟ في منتصف حياتنا نموت؟ إنها تضحك الآن كلا آيتها الممرضة لا تعيد المنديل ثانية يجب أن أراها أين المخدر؟ لابد أني قد أحضرته معي ماذا فعلت بالمخدر آيتها الممرضة؟ شاتونوف دي باب نعم هذا سيفيد تماما ارفع المنديل آيتها الممرضة؟ بالتأكيد لقد كنت أعرف هذا طيلة الوقت إنه أنتوني مارستون إن وجهه قرمزي ومكفهر ولكنه لم يمت إنه يضحك أقول إنه يضحك إنه يهز مائدة العمليات استمع إلي يا رجل أيتها الممرضة ثبت المائدة ثبتيها واستيقظ دكتور آرمسترونغ فجأة كان الصباح قد طلع وكان ضوء الشمس يغمر الغرفة وكان شخص ما منحنيا فوقه يهزه كان روجرد شاحب الوجه وكان يقول دكتور دكتور وعفاق دكتور آرمسترونغ تماما وجلس في السرير وقال بحدة ماذا هناك؟ زوجتي يا دكتور لا أستطيع إيقاظها يا إلهي لا أستطيع إيقاظها وأخشى أن يكون قد أصابها مكروه وكان دكتور آرمسترونغ سريع الإجابة فدثر نفسه بالروب وتبع روجرد وانحنى فوق السرير حيث كانت ترقد المرأة على جنبها بسلام ورفع اليد الباردة ثم فتح الجفن ومضت بعض الثواني قبل أن يستقيم جسده ويستدير عن السرير وهمس روجرد هل لا؟ هل لا؟ وبلل شفتيه الجافتين وأم أرمسترونغ برأسه وقال نعم لقد ماتت واستقرت عيناه على الرجل الواقف أمامه ثم ذهب إلى المائدة المجاورة للسرير ثم إلى مائدة الغسيل ثم عاد إلى المرأة المستلقية وقال روجرد لقد كانت تشكو من روماتيزم في المفاصل وهل فحصها طبيب؟ طبيب؟ إنها لم تعرض نفسها على أي طبيب منذ سنوات مضت ولا أنا هل عندك شك في أنها كانت تعاني أي متاعب في قلبها؟ لا يا دكتور لا أعلم بشيء من هذا أبدا هل نامت نوما هادئا؟ وزاغت عينا روجرد بعيدا عن عينيه وأخذ يفرق يديه ثم قال كلا لم تنم نوما هادئا فقال الطبيب محتدا هل تناولت أي منوم؟ فحضك فيه روجرد ذهشا وقال تناولت منوما؟ لا أعرف شيئا من هذا القبيل إن واثق من أنها لم تفعل هذا ومضى أرمسترونجو إلى مائدة الغسيل كان عليها عدد من الزجاجات زجاجات غسل الشعر ماء كولونيا جلسرين معجون أسنان دواء للغرغرة وفتح روجرز أدراج مائدة الزينة وبعدها مضي إلى أدراج الصوان ولكن لم يكن في أي واحد منها أي أدوية أو أقراص وقال روجرز إنها لم تتناول أي شيء لليلة الماضية سوى ما أعطيتها أنت يا سيدي عندما ضك الجرس إيذانا بتناول الفطور كان كل منهم قد استيقظ بالفعل وجلس ينتظره كان جنرال مكارثر والقاضي يتمشيان في الشرفة ويتبادلان الحديث حول الموقف السياسي وكانت فيرا كليثون وفليب لامبرد قد ارتقي أعلى الجزيرة خلف القصر حيث وجد ويليام هنري بلور واقفا يحدق إلى الشاطئ الآخر وقال لم يبدو أي أثر للقارب البخاري بعد لقد كنت أترقبه وقالت فيرا وهي تبتسم إن أقليم ديفون يبعث على النوم ودائما ما يتأخر العمل فيه وكان فيليب لامبرد ينظر في الاتجاه الآخر إلى البحر وقال فجأة ما قولكم في الجو؟ ونظر بلور إلى السماء ثم قال يبدو لي على ما يرام وأخذ لامبرد يصفر بفمه ثم قال قبل أن ينتهي النهار ستهب عصفة وقال بلور عصفة عنيفة ومن أسفلي سمعوا صوت الجرس وقال فيليب لامبرد الفطور حسنا ومودي أن أتناول شيئا منه وبينما كانوا يهبطون قال بلور لامبرد إنني سأواصل البحث عن الدافع الذي جعل هذا الشاب ينتحر لقد أقلقني طيلة الليل وكانت فيرا قد سبقتهم قليلا وتأخر لامبرد قليلا ثم قال هل عندك نظرية بديلة؟ إنني في حاجة إلى بعض الأدلة الدافع أولا يمكنني أن أقول إنه كان ثريا وخرجت إيميلي برينت من شرفة الاستقبال لتلتقي بهم وقالت بحدة هل أتى القارب؟ وقالت فيرا لم يأتبعت ومضوا لتناول الفطور وكان على جانب المائدة طبق كبير من البيض واللحم وبعض القهوة والشاي وأمسك لهم روجرز الباب كي يمر ثم أغلقه وراءهم من الخارج وقالت إيميلي برينت إن هذا الرجل يبدو مريضا هذا الصباح وقال لهم دكتور أرمسترونج الذي كان يقف إلى جوار النافذة يجب أن تتغاضوا عن أي نقص في الطعام هذا الصباح لقد بذل روجرز كل ما في وسعه لإعداده وحده إن ميسيس روجرز قد إنها غير قادرة على العمل هذا الصباح وقالت إيميلي برينت بحده ماذا جرى للمرأة؟ فقال دكتور أرمسترونج بهدوء لنبدأ فطورنا سيبرد البيض وبعد هذا فهناك عديد من الموضوعات التي أريد أن نناقشها معكم ووافقوا على اقتراحه وامتلأت الأطباق وصبت أقضاح القهوة والشاي وبدأت الوجبة وتجنب الجميع باتفاق جماعي الحديث عن الجزيرة وبدلا من هذا أخذوا يتحدثون بطريقة عصرية عن الأحداث الجارية وبعدما فرغت الأطباق حرك دكتور أرمسترونج مقعده قليلا إلى الخلف وبعد أن شحذ حنجرته تكلم فقال لقد اعتقدت أنه من المستحسن أن ننتظر حتى تنته من فطوركم قبل أن أخبركم بنبأ سيء لقد توفيت ميسس روجرز في أثناء نومها وتعالت صيحات الصدمة والحزن فصاحت فيرا يلا الفضاعة ميتان في الجزيرة منذ وصلنا وضاقت عين ميستر وارغريف وقال بصوته الواضح المحدد عظيم جدا وماذا كان سبب الوفاة فهز أرمسترونج كتفيه وقال من المستحيل أن أقولها بدون فحص هل تحتاج إلى تشريح؟ لا أستطيع بالتأكيد أن أعطي تصريحا بالدفن ليس لدي علم عن حالة المرأة الصحية قبل وفاتها وقالت فيرا لقد كانت عصبية للغاية وقد أصيبت بصدمة في الليلة الماضية أعتقد أنها أصيبت بصدمة قلبية وقال دكتور أرمسترونج بجفاف لقد توقف قلبها عن العمل بالتأكيد ولكن ما الذي جعله يتوقف عن العمل؟ وأفلتت كلمة من فم إيميلي برينت كلمة واضحة قصية على أسماع الباقين الضمير والتفت أرمسترونج إليها وقال ما الذي تعنيه بالضبط بهذا القول يا أنيسة برينت؟ لقد سمعتم كلكم لقد اتهمت بقتل مخدومتها عمدا بالاشتراك مع زوجها قتل سيدة عجوز أو تعتقدين هذا؟ أعتقد أن هذا الاتهم صحيح لقد رأيتمها كلكم ليلة أمس لقد انهارت مرة واحدة وأغمي عليها وعز الدكتور أرمسترونج رأسه بشك وقال إنها نظرية مستحيلة لا يمكن للإنسان أن يتقبلها بدون معرفة سابقة بحالتها الصحية لو كانت مصابة بضعف فيه وقالت إيميلي برينت بسرعة إذا كنت تفضل يمكنك أن تسميه إرادة الله وصدم كل واحد منهم وقال مستر بلور بعدم ارتياح إنك تبالغين في الأمر قليلا يا أنسة برينت ثم أضاف بلور مواجها سؤاله إلى الطبيب ماذا أكلت أو شربت ليلة الأمس بعد أن آوت إلى فرشها لا شيء ألم تأخذ شيئا حتى ولا قضحا من الشاي ولا شربة ماء أراهن أنها تناولت كوبا من الشاي إن هذا غالبا ما يحدث لا قد أكد لي روجرز هذا ولكنه يجب أن يقول هذا كانت نبرطاه تحمل معنى الاهتمام لدرجة أن أرمسترونغ التفت إليه بحدة فقال فيليب لامبرد أي أن هذه هي نظريتك فقال بلور لامبرد بعدها حسنا ولما لا لقد سمعنا كلنا ليلة الأمس وقائع الاتهام قد يكون الأمر مجرد جنون القمر ومن ناحية أخرى فقد لا يكون قوضوا الأمر برهة على حقيقته لقد قتل روجرز هو وزوجته سيدتهم العجوز حسنا إلى أين يقودكم هذا كان يشعران بأمن وسعادة حوله وقاطعته فيرا قائلة بصوت خافت كلا لا أعتقد أن ميسس روجرز قد شعرت بأي أمن وتضايق بلور قليلا من مقاطعتها وقالت عيناه تتكلم تماما كامرأة ثم استأنف حديثه قائلا ربما كان هذا حقا وعلى كل حال فلم يكون في خطر حقيقي على قدر علمهما وعندما حدث ليلة الأمس وأذع مجنون ما ذلك السر ماذا حدث انهارت المرأة وتحطمت تماما هل لاحظتم كيف أحطها زوجها عندما بدأ التفيق لم يكن عطفا زوجيا بل كان مثل قط فوق صفيح ساخن لدرجة الموت مما قد ينم عن أن جرمهما من وقت حديث وإليكم هذا الموقف لقد ارتكب جريمة دون أن ينكشف أمرهما ولكن إذا ما ذاع الخبر فماذا سوف يحدث عشرة احتمالات ضد احتمال واحد تقول إن المرأة ستعترف فليس لها من قوة الأعصاب ما يمكنها من أن تصر على الإنقار إنها خطر حتى بالنسبة لزوجها إنه على ما يرام سيكذب وهو ثابت الجنان إلى يوم القيامة ولكنه ليس واثقا منها هي وإذا انهارت فسألتف حبل المشنقة حول رقبته وهكذا فقد وضع شيئا في كوب الشاي كي يتأكد من انغلاق فمها إلى الأبد فقال أرمسترونج ببطء لم يكن هناك أي كوب فارغ إلى جوار سريرها لا شيء على الإطلاق لقد بحثت جيدا بالتأكد لم تجد شيئا إن أول شيء فعله بعد أن شربت الشاي أن أخذ الكوبة فغسله جيدا وتوقف الحديث وبعدها قال جنرال مكارسر في ارتياب ربما كان هذا حقا ولكنني لا أستطيع الاقتناع بأنه من الممكن لرجل أن يفعل هذا مع زوجته فضحك بلور ضحقة قصيرة وقال عندما يهدد حبل المشنقة عنق الرجل فإنه لا يتوقف ليفكر في العواطف وتوقف الحديث وقبل أن يتكلم أي شخص انفتح الباب ودخل روجرز وقال وهو ينقل نظره من واحد إلى آخر هل هناك أي شيء آخر يمكنني أن أؤديه لكم وتحرك مستر وارغريف قليلا في مقعده وقال ما هو الوقت المعتاد الذي يصل فيه القارب البخاري فيما بين السابعة والثامنة يا سيدي وفي بعض الأحيان يتأخر قليلا عن الثامنة ولا علم لي بما فعله فريد تاركوت هذا الصباح ولو أنه كان مريدا لأرسل أخاه بدلا منه وقال فيليب لامبرد كم الساعة الآن؟ العشرة إلا عشر دقائق يا سيدي وارتفع حاجب لامبرد وأخذ يهز رأسه ببطء وانتظر روجرز لحظة وفجأة تكلم جنرال منفجرا وقال يؤسفني ما سمعته عن وفاة زوجتك يا روجرز لقد أخبرنا الدكتور لتوهي بالنبأ وحن روجرز رأسه وقال شكرا يا سيدي وأخذ طبق الطعام الفارغ وخرج من الغرفة ومن جديد ران الصمت على الجميع قال فيليب لامبرد وهو في الشرفة أما عن ذلك القارب البخاري ونظر بلور إليه وهز رأسه موافقا ثم قال أنا أعلم فيما تفكر فيه يا مستر لامبرد لقد سألت نفسي عين السؤال كان مقدرا للقارب أن يصل إلى هنا منذ ساعتين بالضبط ولكنه لم يصل لماذا؟ هل وجدت جوابا؟ إنه ليس مجرد مصادفة هذا هو رأيي إنه جزء لا يتجزأ من العملية كلها إن كل العملية متماسكة ببعضها أتعتقد أنه لن يأتي؟ وجاء الرد من صوت خلفهما صوت مملوء بعدم الصبر لن يأتي القارب البخاري لن يأتي القارب البخاري والتفت بلور برأسه قليلا إلى الخلف وتفحص المتكلمة متأملا ثم قال أنت أيضا تعتقد ذلك يا جنرال؟ فقال جنرال مكارثر بحدة بالتأكيد لن يأتي إننا نعتمد على القارب في نقلنا من الجزيرة هذا هو لب الموضوع إننا جميعا لن نغادر هذه الجزيرة حتى ولا أي واحد مننا سوف يغادرها إنها النهاية كما ترى نهاية كل شيء مروع وتردد قبل أن يقول بصوت غريب منخفض إنه السلام السلام الحقيقي أن نصل إلى النهاية وأن نضطر إلى متابعة المسير نعم هذا هو السلام الذي ننشده واستضار فجأة ومشى بعيدا وعبر الشرفة ثم أخذ يهبط المنحضر إلى شاطئ البحر إلى نهاية الجزيرة حيث تنحدر الصخور الزلقة إلى البحر وصار قليلا في غير ثبات كرجل نصف مستيقظ وقال بلور وهكذا يمضي شخص آخر يبدو أن الأمر سينتهي بكل منها كذا فقال لامبرد لا أعتقد أنك ستفعلها يا بلور فضحك مفتش الشرطة السابق قائلا سيكلفني الأمر كثيرا كي أثوب إلى رجدي كما أنني لن أعتقد أنك أيضا ستسلك نفس الطريق يا مستر لامبرد إنني أشعر تماما أنني في كامل وعي في هذه اللحظة شكرا لك وخرج دكتور أرمسترونغ إلى الشرفة ووقف مترددا وعلى يساره كان يكف بلور ولامبرد وعلى يمينه وارغريف يذرع الشرفة ببطء جيئة وذهابا ورأسه قد انحنى إلى أسفل وبعد لحظة من الحيرة انضم أرمسترونغ إلى وارغريف ولكن في هذه اللحظة جاء روجرز مسرعا إليه وقال هل يمكنني أن أتحدث إليك يا سيدي؟ واستضار أرمسترونغ إليه وبهت لما رأاه كان وجه روجرز منفعلا لونه مخدر ويداه ترتجفان كانت مفارقة غريبة لاحتفاظه باتزانه منذ دقائق قليلة خلت لدرجة أن أرمسترونغ ذهل واستضار الطبيب ودخل معه المنزل وقال ما الأمر يا رجل؟ تمالك نفسك تعال هنا يا سيدي تعال إلى هنا وفتح باب غرفة المائدة فمر منه الطبيب وتبعه روجرز وأغلق خلفهم الباب حسنا ماذا ذهاك؟ وعخذ روجرز يبتل عريقه بصوت مسموع وقال بجهد هناك أشياء تحدث يا سيدي لا أستطيع فهم كنهها فقال أرمسترونغ بحدة أشياء؟ أي أشياء؟ ستظن أنني مجنون يا سيدي ستقول أن لا شيء في الأمر ولكن يجب أن يوجد أي تفسير يجب أن يوجد أي تفسير إذ لا يوجد معنى لها حسنا يا رجل أخبرني بما عندك لا تتحدث هكذا بالألغاز إنها تلك التمثيل الصغيرة تلك التي في منتصف المائدة التمثيل الخزفية الصغيرة كانوا عشرة أقسم أنهم كانوا عشرة نعم كانوا عشرة ولقد عددناهم ليلة الأمس فاقترب روجرز منه وقال هذا حقيقي يا سيدي وليلة الأمس بينما كنت أنظف المائدة لم يكن هناك سوى تسعة منهم لقد لاحظت هذا واستغربت ولكن فكري توقف عند هذا الحد والآن يا سيدي هذا الصباح إنني لم ألحظها وأن أضع الفطور كنت مرتبكا ولكن الآن وأنا أنظف المائدة يمكنك أن تنظر بنفسك إن كنت لا تصدقني إنهم ثمانية فقط يا سيدي ثمانية فقط أليس لهذا معنى ملموس؟ ثمانية فقط كانت إيميلي برينت بعد أن تناولت الفطور قد اقترحت على فيرا كليثل أن ترتقي قمة المرتفع ثانية ترقبا لوصول القارب ووافقت فيرا على الإقتراح وقالت إيميلي برينت إن الرجل الذي أحضرنا هنا بالأمس يبدو رجل يمكن الاعتماد عليها ومن الغريب حقا أن يتأخر هكذا هذا الصباح ولن تتكلم فيرا كانت تكافح ثورة من الغضب تتزايد بداخلها وقالت لنفسها بغضب يجب أن تحتفظي ببرودك إن هذا ليس من شيمتك لقد كنت دائما تتمتعين بأعصاب قوية ثم رفعت صوتها وقالت بعد صمت قصير أتمنى لو يأتي إنني أريد الرحيل فقالت إيميلي برينت بجفاف لا يخالقني شك في أننا كلنا نود الرحيل إن الأمر كل غير عادي لا يبدو أي معنى لما يحدث إنني لغاضبة من نفسي إذ خدعت بسهولة للمجيء إلى هنا وإذا فحص الخطاب جيدا تبين مدى تفاهته ولكن لم تخمرني أي تشكوك وقتها على الإطلاق أعتقد هذا إن الإنسان يتقبل بعض الأشياء في كثير من الأحيان دون تمحيص هل تؤمنين حقا بما قلته في أثناء الفطور كوني دقيقة شيئا ما يا عزيزتي الذي تشيرين إليه بالضبط بقولك هذا أتعتقدين حقا أن روجرز وزوجته قد قتل السيدة العجوز إنني شخصيا وثقة تماما من هذا وما رأيك أنت لا أدري فيما أفكر إن كل شيء يؤيد هذه الفكرة الطريقة التي أغمي بها على المرأة والتي أسقط بها الرجل صينية القهوة أذكرين وبعد ذلك الطريقة التي تحدث بها عن الأمر إنها لم تبدو كلها حقيقية أوه إنني أخشى أن يكون قد فعلها هنا الطريقة التي كانت تبدو بها خائفة حتى من شبحها هي لم أرى أبدا امرأة تبدو بهذا الخوف لا بد أن هذا الخوف ظل يلازمها ويطاردها إنني أذكر جملة كانت معلقة في غرفتي وأنا طفلة كن واثقا من أن خطيئتك ستكشف سترك إن هذا لا حق كن واثقا من أن خطيئتك ستكشف سترك وتهادت فيرا على قدميها وقالت ولكن يا أنيسا برينت أنيسا برينت في هذه الحالة ماذا يا عزيزتي والآخرون ماذا عن الآخرين إنني لا أفهمك تماما كل تلك الاتهامات الأخرى إنها لم تكن صحيحة ولكنها إذا كانت كذلك فيما يتعلق بروغرز وتوقفت عجزا عن توضيح أفكارها المتضاربة إنني أفهمك الآن حسنا هناك ماستر لومبرد هذا لقد اعترفوا بالتخلي عن عشرين راجل لنا ليلقوا حتفهم لم يكنوا إلى مجرد وطنيين سواء كانوا بيضا أم سودا فإنهم إخوة لنا ولا فرق بيننا وبينهم على الإطلاق وفقرت فيرا إخواتنا السود إخواتنا السود إنني أشك أن أضحك إنني في حال عصبية إنني لست على ما يرى ووصلت الأنسة برينت قولها متفكرة بالتأكيد إن بعضا من الاتهامات الأخرى تافيها ومبالغ فيها الاتهام الموجه إلى القاضي على سبيل المثال لقد كان يؤدي واجبا وضد رجل الشرطة السابق وضدي أنا شخصيا وتوقفت قليلا قبل أن تواصل الحديث قائلة بالتأكيد فإنه نظرا لظروف الأمس لم أنبسوا ببنت شفا فلم يكن الموضوع مناسبا للحديث أمام الرجال ألم يكن؟ ووصلت إميلي برينت حديثها برصانة واستمعت إليها فيرا باهتمام لقد كانت بياترستايلر تعمل في خدمتي لم تكن فتاة لطيفة كما اكتشفت مؤخرا لقد خضعت فيها إلى درجة كبيرة كانت أخلاقها طيبة وكانت نظيفة تماما ومطيعة كنت مصرورة منها إلى حد كبير وبالتأكيد كان هذا نفاقا رخيصا منها كانت فتاة فاسدة الأخلاق مثيرة للشمئزاز ومضى وقت قبل أن أكتشف أنها كانت فيما يسمونه في مأذق كان هذا صدم لي إذ أن والديها كان خيرين وربياها بتحفظ شديد وإنني لمصرورة إذ أقول إنهما لم يرضي عن مسلكها وقالت فيرا وهي تحملق في الأنسة برينت وماذا حدث؟ بالتأكيد لم أبقها في منزلي ولو ساعة بعد ذلك كي لا يقول أحد إنني وافقتها على سلوكها وقالت فيرا بصوت أكثر خفوتا وماذا حدث لها؟ إن المخلوق الضالة لم تكتفي بارتكاب خطيئة واحدة بل أضافت إلى وزرها خطيئة أشد لقد انتحرت وهمست فيرا وقد أصابها الضعر قتلت نفسها؟ نعم ألقت بنفسها إلى النهر وارتجفت فيرا وحضقت إلى المنظر الجانبي الهادئ الرقيق لوجه الأنسة برينت ثم قالت بماذا شعرت عندما علمت بهذا النبأ؟ هل أحسست بالأسف؟ ألم تلومي نفسك؟ أنا ليس لدي ما ألوم نفسي عليها ولكن إذا كانت قصوتك هي التي دفعتها إلى الانتحار إنها فعلتها خطيئتها هي التي دفعتها إلى هذا لو أنها كانت قد تصرفت كالفتيات المتواضعات الطيبات لما حدث شيء لها على الإطلاق وضارت وجهها إلى فيرا لم يكن في عينيها أي أثر لتأنيب الضمير أو عدم الارتياح كانت قاسيتين وجلست إميلي برينت على قمة جزيرة نيجر يكتنفها شعور بالفضيلة ولن تعد العانس العجوز تبدو سخيفة في عيني فيرا لقد أصبحت فجأة مرعبة وعدر دكتور آرمسترونغ غرفة المائدة وعاد إلى الشرفة من جديد وكان القاضي يجلس على أحد المقاعد وهو يحضق في مياه البحر كان لامبرد وبلور جالسين يدخنان في صمت وتردد الطبيب برهة ثم استقرت عينه على القاضي بإمعان كان يريد أن يتشاور مع شخص ما وكان في حاجة إلى تفكير القاضي المنطقي الضقيق وعلى الرغم من ذلك تردد فقد يكون للقاضي عقل منظم ولكنه رجل عجوز وفي هذه اللحظة شعر آرمسترونغ أن من سيرتاح إليه هو رجل عملي وحسم رأيه هل يمكنني أن أتحدث معك برهة يا لامبرد وبهت لامبرد وقال بالتأكيد وغادر الرجلان الشرفة وأخذ يتمشيان في طريقهما إلى الشاطئ وقال آرمسترونغ إنني في حاجة إلى المشورة وارتفع حاجب لامبرد وقال ليس لدي يا عزيزي أي معلومات طبية كلا أعني مشورة فيما يختص بالوضع العام أها هذا يختلف بصراحة ما رأيك في هذا الموضوع وفكر لامبرد برهة قبل أن يقول إنه وضع مليء بالاحتمالات أليس كذلك؟ ما رأيك فيما يختص بالمرأة؟ هل تقبل نظرية أبلور؟ ونفث لامبرد دخان سجارته في الهواء وقال إنها محتملة جدا لو نظرنا إليها على حدة بالضبط وبدأ الارتياح في صوت أرمسترونغ إن لامبرد ليس غبيا ومضى لامبرد يقول هذا إذا تقبلنا الفرد بأن روجرز وزوجته قد أفلح في التخلص من أثار جريمتهما ولا أرى ما يمنع هذا ما رأيك فيما فعله بالضبط؟ هل سمم السيدة العجوز؟ فقال أرمسترونغ ببطء ربما كان الأمر أيصر من هذا لقد سألت روجرز هذا الصباح عما إذا كانت الأنسة برادي كانت تعاني مرضا وكانت إجابته موضحة ليست في حاجة إلى أي تفصيلات طبية ولكن في مثل مرضها فإن أي مضاعفات للمرض تكون خطيرة أي أن الأمر كان سهلا للغاية نعم لم يكن في حاجة إلى عمل إيجابي مجرد إهمال العلاج وقد قضى روجرز الليلة كله في البحث عن الطبيب وكان وثقين من أن أحدا لن يتمكن من أن يتهمهما بالقتل وحتى لو اتهمهما أحد فلن يثبت عليهم شيء ثم أضعف بالتأكيد فإن هذا يوضح الكثير أعفوا أنا هنا في جزيرة نيجر هناك جرائم لا يمكن معاقبة فعليها مثل حالة روجرز أو مثل حالة القاضي العجوز الذي ارتكب جريمته باسم القانون فقال أرمسترونج محتدا هل تصدق تلك القصة؟ فابتسمى فيليب لامبرد وقال نعم إنني أصدقها لقد قتل وارغريف إدوارد سيتون على خير وجه ولكنه كان من المهارة إذ فعلها وهو في مقعد القضاة مرتديا مسوحهم وهكذا فإنك لا تستطيع أن تعاقبه بالطرق العادية وصطعت فكرة سريعة في ذهن أرمسترونج جريمة في المستشفى جريمة على مائدة العمليات إنه آمن آمن تماما وعاد لامبرد يقول وقتها وهكذا فإن ميستر آي وجزيرة نيجر وتنفس أرمسترونج بعمق وقال إننا نصل إلى الحقيقة ما الغرض من إحضارنا جميعا إلى هنا؟ ما رأيك؟ فقال أرمسترونج فجأة دعنا نرجع للوراء دقيقة إلى وفاة تلك المرأة ما النظريات المحتملة؟ لقد قتلها روجرز لأنه خشى أن تعترف الاحتمال الثاني لقد فقدت أعصابها فانتحرت هربا من الجريمة فقال لامبرد أهو الانتحار إذن؟ ما رأيك؟ ربما كان الأمر كذلك حقا لو لم تكن حادثة وفاة مارستون انتحاران في إثنتي عشرة ساعة أمر لا يسهل الاقتناع به وإذا قلت إن توني مارستون ذلك الثور الصغير البارد ذو العقل الصغير قد انتحر حزنا على قتل تفلين حسنا إن هذا لمضحق وعلى كل فكيف حصل على السم؟ فما أعرفه هو أن مادة سيانيد البوتاسيوم ليست من تلك الأشياء التي يحملها المرء معه في جيب صديريته لا يحمل أحد معه سيانيد البوتاسيوم إلا إذا كان ذاهبا للقضاء على عش زنابير فقال لامبرد أي بستاني الحقيقة أي أنه ليس بتوني مارستون لقد ظللت أعتقد أن هذه المسألة محتاجة إلى شرح فإما أن توني مارستون كان ينوي أن يقتل نفسه قبل حضوره إلى هنا وهكذا حضر إلى هنا مستعدا وإما آه وإما لماذا تنتظر مني أن أقولها بنفسي بينما هي على طرف لسانك لقد قتل توني مارستون بالتأكيد وصحب دكتور آرمسترونج نفسا عميقا ثم قال وماذا عن ميسيز روجرز فقال لامبرد ببطء يمكنني أن أصدق بصعوبة مسألة انتحار توني مارستون إذا لم تكن ميسيز روجرز قد ماتت وقد أصدق بسهولة أن ميسيز روجرز قد انتحرت لو لم يكن مارستون قد مات وقد أصدق أن روجرز قد أبعد زوجته من الطريق لو لم يكن مارستون قد توفي فجأة ولكننا في حاجة إلى نظرية تفسير وقوع وفاتين متتاليتين قد يمكنني أن أساعدك في تكوين هذه النظرية ثم أخبر لامبرد بما قاله له روجرز عند اختفاء التمثالين فقال لامبرد نعم التمثيل الخزفية من المؤكد أنها كانت عشرة في أثناء تناولنا طعام العشاء وأنت تقول إنها قد أصبحت الآن ثمانية وأنشد دكتور آرمسترونج ذهب عشرة أطفال للعشاء وغص أحدهم فمات فلم يبقى منهم سوى تسعة وسهر تسعة أطفال إلى وقت متأخر ونعس واحد منهم فلم يبقى سوى ثمانية وحضق الرجلان بعضهما إلى بعض وألقى فيليب لامبرد بسجارته بعيدا وقال الأمر من اللعنة بحيث لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة لقد متى أنتوني من اسفيكسيا أو غصة في الليلة الماضية عقب العشاء ونعست ميسيس روجرز فماتت و... وبعد أي أننا نوع من الأطفال أطفال ستبتلعهم الدوامة أو المجهول ميستر أوين من ميستر أوين مجنون خطير مجهول وتنهد أرمسترونج بارتياح وقال إنك توافقني ولكنك ترى ما يتضمنه هذا لقد أقسم روجرز أنه ليس فوق الجزيرة سوانا إن روجرز لمخطئ أو من المحتمل أن يكون كذبا وهز أرمسترونج رأسه وقال لا أعتقد أنه يكذب إن الرجل مضعور لقد أخرجه الضعر عن وعيه وعوم ألامبرد برأسه وقال لن يأتي القارب هذا الصباح إن ترتبات ميستر أوين تنفذ حرفيا يجب أن تعزل الجزيرة حتى يتم ميستر أوين عمله وشحب وجه أرمسترونج وقال أنت تدرك أن الرجل قد يكون مخبولا خطيرا وقال لامبرد وفي صوته رنة جديدة هناك شيء واحد لم يدركه ميستر أوين وما هو؟ إن الجزيرة ليست إلا صخرة جرداء ولن نحتاج لكشف حقيقتها إلا لوقت قصير وسرعان ما سنعثر على ميستر أوين المحترم فقال أرمسترونج بحرارة سيكون خطيرا فضحك فيليب لامبرد وقال خطير من ذا الذي يخشى ذلك الذئب الكبير المخبول سأكون أنا أخطر منه عندما أمسك به وتوقف قبل أن يقول من المستحسن أن نستدعي بلور لمساعدتنا سيكون فعالا في هذا العمل من الأفضل أن لا تخبر المرأتين أما عند الآخرين فإن جنرال مكارثر من الممكن إخباره أما القاضي الكهل فلن تساعده قواء نحن الثلاثة قادرون على هذا العمل كان من السهل ضم بلور إليهما فقد أبدى موافقته السريعة على آراءهما وقال إن ما قلته عن هذه التمثيل الخزفية يا سيدي يغير من الأمر تماما إن هذا لجنون ليس هناك سوى تفسير واحد في رأيه هو أن مارستون بعد أن استمع إلى الاستوانة ليلة أمس انصع للتحذير وانتحر كما خضع له روجرز وقتل زوجته وكان ذلك مصداقا لخطته يا نون ألف فهز أرمسترونج رأسه رفضا وأعاد تأكيد مسألة السيانيد فوافق بلور قائلا نعم لقد نسيت هذا ليس من الطبيعي أن يحمل الإنسان معه السيانيد ولكن كيف وصل السيانيد إلى الشراب يا سيدي فقال لامبرد لقد كنت أفكر في هذا لقد تناول مارستون كمية كبيرة من الشراب ومضت فترة بين تناوله آخر كأس وانتهائه من الكأس التي سبقتها وفي هذه الأثناء كانت الكأس معضوعة على المائدة رغم أنني لست على ثقة كاملة من ذلك فإنني أظن أنه كان على تلك المائدة الصغيرة المجاورة النافذة وكانت مفتوحة وكان بإمكان أي شخص أن يضع السيانيد خلصة في الكأس فقال بلور دون أن يراه أحد منا يا سيدي لقد كنا جميعا مشغولين بأنفسنا وقال أرمسترونج ببطء هذا حق لقد هجمنا جميعا كنا ندور وندور حول الغرفة نتناقش ثائرين ومشغولين بأنفسنا أعتقد أنه كان من الممكن أن يحدث ذلك فهز بلور كتفيه وقال الحقيقة إذن أن هذا كان يجب أن يحدث والآن يا سادة دعونا نبدأ في العمل هل مع أحد منكم مسدس أعتقد أن هذا أكثر مما نأمل فقال لامبرد عندي واحد ثم ربت على جيبه واتسعت عين بلور بصوت غير عادي أتحمله معك دائما يا سيدي دائما لقد ترددت على أماكن خطرة كثيرة كما تعلم أوه من المحتمل أنك لم تكن في مكان في مثل خطورة هذا المكان لو أن أي مجنون مختبئ في هذه الجزيرة فلابد أن معه بندقية بالإضافة إلى سكين أو خنجر أو ما شابه ذلك وسعل أرمسترونغ وقال قد تكون مخطئا في هذا يا بلور كثير من المجنين مسالمون للغاية فقال بلور لا أعتقد أن هذا المجنون من هذا النوع يا دكتور أرمسترونغ وبدأ ينفذ الرجال الثلاثة رحلتهم حول الجزيرة وكانت المهمة سهلة لم يكن في الجزيرة أشجار أو كهوف كثيرة ووصلوا في بحثهم إلى النقطة التي كان يجلس عندها جنرال مكارثر ولم يلتفت الرجل إلى اقترابهم منه وقال له بلور مكان هادئ ذلك الذي اخترته لنفسك يا سيدي لم يعد في الوقت الكثير لم يعد في الوقت الكثير وأنا في الحقيقة يجب أن أصر على أن لا يزعجني أحد إننا لن نزعجك يا سيدي إننا فقط نقوم بجولة في الجزيرة لقد طف بذهننا أن أحد يختبئ في الجزيرة إنك لا تفهم إنك لا تفهم على الإطلاق انصرف من فضلك وتراجع بلور وقال عندما انضم إلى زميليه الآخرين إنه مجنون ليس من المفيد أن نتحدث معه فقال لامبرد بفضول ماذا قال؟ وهز بلور كتفيه وقال شيء عند آلة الوقت الباقي وعن رغبته في عدم إزعاجه وقطب دكتور أرمسترونج جبينه وقال إنني لا أتعجب الآن وانتهى البحث في الجزيرة ووقف الرجال الثلاثة على قمة الجزيرة ينظرون إلى الشاطئ الآخر لم يكن في الأفق أية قوارب وكانت الريح تشتد وقال لامبرد ليس هناك أي قوارب في الأفق هناك عصفة تقترب من اللعنة أن لا نستطيع رؤية الأرض من هناك لكن لو أشرنا لها أو فعلنا أي شيء من هذا القبيل فقال بلور يجب أن نوقد نارا للإشارة هذه الليلة ألعن شيء في الأمر أن يبدو كله مرتبا فقال لامبرد كيف لي أن أعلم ربما كان علينا أن ننتقل إلى هنا ولذا فلن يلقي بالا لأي إشارة منه ومن المحتمل أن القرية على علم بأن هنا حفلة وقال بلور متشككا أتعتقد أنهم تقبلوا هذا؟ فقال لامبرد بجفاف إن هذا أسهل على التصديق من الحقيقة أتظن أن القرية تقبل أن تقفر الجزيرة قبل أن ينتهي مستر أوين المجهول من قتل ديوفي أتعتقد هذا؟ وقال أرمسترونغ إنني أتعجب أين يكون كده اختفى؟ ورد عليه بلور ربما توجد حفرة في التل الصخري فقال لامبرد ليس هناك سوى مكان واحد يمكن أن توجد فيه حفرة وإذا أمكنكم أن تمسكوا لي بحبل فبإمكاني أن أتدل عليه وأبحث الأمر فقال بلور حسنا سعني للبحث عن حبل فقال لامبرد إنك صامت تماما يا دكتور فيما تفكر إنني أفكر بالضبط في مقدار جنون مكارسر الكهل ظلت فيرا قلقتها انتيلة الصباح وتجنبت إيميلي برينت بنوع من الإشمئزاز وكانت الآنسة برينت نفسها قد اتخذت لها مقعدا حول ركن من المنزل تجنبا للريح وجلست هناك تطرز في الشرفة الرئيسية جلس مستر جيستس وارغريف على كرسيها الزاز وكان رأسه مختفيا بين كتفيه وصارت فيرا في طريقها إلى شاطئ البحر إلى الطرف الآخر من الجزيرة حيث يجلس رجل كهل يحدق في الأفق وتحرك جنرال مكارسر عند اقترابها والتفت برأسه نحوها وبدى في نظرته مزيج غريب من التساؤل والترقب وأقلقتها نظرته وظل يحدق فيها بإصرار دقيقة أو اثنتين وفكرت لنفسها يلا الغرابة كما لو كان يعرف وقال هو أها إنه أنت هل أديتي؟ وجلست فيرا إلى جواره وقالت أتحب القلوس هنا والتحديق إلى البحر؟ وهز رأسه بخفة وقال نعم لأمر ما إنه في رأيي أنسب مكان للانتظار فقالت فيرا محتدة للانتظار؟ ما الذي تنتظره؟ فقال بلطف النهاية لكني أعتقد أنك تعرفين هذا أليس كذلك؟ إنه حقيقي إن كلنا ننتظر النهاية وقالت مهتزة ماذا تعني؟ لن يغادر أي من هذه الجزيرة هذه هي الخطة إنك تعرفينها جيدا ولكن الذي لا تستطعين فهمه هو الخلاص الخلاص؟ نعم إنك صغيرة بالتأكيد لم تصل إلى هذا بعد ولكنه آد إنني لا أفهمك لقد أحببت ليزلي أحببتها جدا وكنت جد فخور بها كانت جميلة جدا ومرحة نعم أحببتها ولهذا فعلت ما فعلت أتاني فعز جنرال مقارث الرأسه برفق وقال ليست هناك فائدة تعود من الأفكار الآن بينما نحن جميعا في سبيلنا إلى الموت لا قد أرسلت ريتشموند إلى حتفه أعتقد أن هذا بطريقة ما يعتبر جريمة جريمة وأنا الذي عشت طيلة حياتي أخدم القانون ولكن الأمر لم يبدو هكذا وقتها لم يخالجني أي ندم ولكن فيما بعد حسنا فيما بعد لا أدري لا أدري كان الأمر يختلف تماما كما ترين لا أدري إن كانت ليزلي قد خمنت لا أعتقد هذا ولكنني لم أفهمها بعد ذلك أبدا ثم ماتت وأصبحت وحيدا ستكون لنا مسرورة أنت الأخرى عندما تحين النهاية ونهضت فيرا وقالت محتدة لا أعلم ماذا تعني إنني أعرف يا طفلتي إنني أعرف وعاد جنرال مكارسر ينظر إلى البحر فلم يعد هناك داع لوجودها وقال بلطف وانعومة ليزلي عندما عد بلور من المنزل حاملا على ذرائه لفة من الحبال وجد أرمسترونغ وقفا هناك يحضق إلى أسفل وقال بلور راهثا أين مستر لامبرد فقال أرمسترونغ بالاقتراث ذهب يتحقق من بعض نظرياته سيعود في ظرف دقيقة انظر إلي يا بلور إنني قلق إننا كلنا أكثر قلقا بالتأكيد إنني أعني هذا إنني أفكر في مكارسر الكهل ماذا عنه يا سيدي بما أننا نحن نبحث عن مجنون ما رأيك في مكارسر أتعني أنه السفاح لم أكن لأقول هذا ولا للحظة واحدة ولكنني لست بالتأكيد أخصائيا في الأمراض العقلية إنني لم أتبادل في الحقيقة أي كلام معه لم أدرسه من هذه الناحية قد يكون متعب الأعصاب ولكن لا يمكن أن أقول فقاطعه أرمسترونغ من المحتمل أنك على حق لعنة الله على الأمر كله لا بد أن هناك شخصا مختبئا في الجزيرة آه ها هو لامبرد آتن وربط الحبل بعناية وقال لامبرد سأساعد نفسي بقدر الإمكان وراقب أنتم الحبل جيدا وبعد دقيقتين وبينما كانوا واقفين معا يراقبان لامبرد قال بلور إنه ينزل على الحبل كقط أليس كذلك؟ كان هناك شيء غريب في صوته وقال دكتور أرمسترونغ أعتقد أنه قام بتسلق الجبال وقتا ما آه ربما ولازم الصمت قليلا ثم قال رجل الشرطة السابق أتعرف فيما أفكر؟ في ماذا؟ إنه مخطئ آه في أي شيء؟ لا أدري بالضبط ولكني لا أثق فيه البتة فقال أرمسترونغ أعتقد أنه عاش حياة مليئة بالأخطار وراهن على أنه يحرس على إخفاء بعض مغامراته يخفيها في الظلام هل تصادف أنك أحضرت معك مسدسا يا دكتور؟ أنا؟ كلا ولماذا أحضر مسدسا؟ ولماذا يحضره مستر لامبرد؟ أعتقد أنها عادة وحدثت هذة مفاجئة في الحبل وانشغلت أيديهما لحظة وعندما فرغ قال بلور هناك كثير من العادات كد يأخذ مستر لامبرد مسدسا معه في الأماكن الخطرة ولكن العادة لن تجعله يحضر مسدسا معه إلى هنا إن شخصية الروايات فقط هم الذين يحملون معهما المسدسات أينما ذهبوا وهز دكتور أرمسترونغ رأسه في حيرة ومال ليرقب تقدم لامبرد في مهمته كان يقوم ببحث دقيق قد كان يقوم ببحث دقيق وكان بإمكانهما أن يرى مدى عقم هذا البحث وسرعان ما صعد لامبرد إلى قمة التل ومسح العرق من فوق جبينه وقال حسنا لا شيء هنا إما أنه في المنزل أو أنه لا يوجد هناك أحد على الإطلاق وكان من السهل تفتيش المنزل وبدأوا يفتشون المباني الخارجية القليلة وبعدها استداروا إلى المبنى الرئيسي وبعد أن انتهوا من تفتيش الطابق السفلي وبينما هم في طريقهم إلى الطابق العلوي حيث غرف النوم رأوا من نافذة السلم روجرز يحمل صينية عليها كؤوس من الشراب ويتجه بها إلى شرفة فقال لامبرد يا له من حيوان عجيب ذلك الخادم الماهر إنه يمضي في عمله باتزان تام فقال أرمسترونغ إن روجرز ساق من الطراز الأول وقال بلور وزوجته كانت طهية الممتازة هي الأخرى ذلك العشاء في ليلة الأمس وتفرقوا إلى غرف النوم وبعد خمس دقائق التفوا في الطابق السفلي ليس هناك من يختبئ في المنزل وما من مكان يصلح للاختباء وقال بلور هناك سلم صغير إنه يؤدي إلى غرف الخدم لا بد أن هناك مكان تحت الصقف من أجل التخزين وخزانات المياه وغير ذلك إنه أحسن مكان بل إنه المكان الوحيد وفي هذه اللحظة سمعوا صوتا يأتي من أعلى صوت خافت لوقع أقدام وسمعوا الصوت جميعا وأمسك أرمسترونغ بذراع بلور ورفع لامبرد إصبعه محذرا وهو يقول سه الهدوب وتناهى الصوت إلى أسماعهم مرة أخرى كان صوت شخص ما يتحرك فوقهم خلصة وبرفق وهمس أرمسترونغ قائلا إنه الآن في حجرة النوم نفسها حيث يرقد جسد ميسيس روجرز ورد بلور قائلا وهو يهمس عيدا بالتأكيد إنه أفضل مكان للاختباء إذ لا يذهب أحد إلى هناك أبدا والآن إلزموا الهدوء بقدر إمكانكم وتسللوا خلصة إلى الطابق العلوي وتوقفوا برهة في الممر الصغير الموجود أمام غرفة النوم نعم لقد كان هناك شخص ما بداخل الغرفة وسمعوا صوتا خافتا بالداخل وهمس بلور والآن وفتح الباب على مسرعي ثم دخل يتبعه الآخران ووقف الثلاثة بالأحراق ولم يكن في الحجرة سوى روجرز الذي كان يقف وياداه محملتان بالملابس وتمالك بلور نفسه ثم قال معذرة يا روجرز لقد سمعنا صوت شخص يتحرك هنا واعتقدنا آه حسنا وتوقف عن الحديث وقال روجرز معذرة يا سادة لقد كنت أنقل حاجياتي فلقد ظننت أنه لا مانع هناك من أن أنتقل إلى إحدى حجرات الضيوف بالطابق الأرضي الحجرة الصغيرة وكان روجرز يوجه حديثه إلى أرمسترونغ الذي قال له بالتأكيد بالتأكيد يا روجرز استمر في عملك وكان أرمسترونغ يتحاشى النظر إلى الجسد الملفوف بالملاءة والمسجع على السرير وقال روجرز شكرا لك يا سيدي وخرج من الغرفة ويداهم محملتان بما يخصه من أشياء متجها إلى الطابق الصفلي وتحرك أرمسترونغ نحو السرير ورفع الملاءة ونظر إلى الوجه الهادي المسالمي للمرأة الميتة لم يكن على وجهها الآن أي علامات للخوف وقال أرمسترونغ بودي لو كانت معي أدواتي هنا لقد كنت أود معرفة الجرعة التي تناولتها واستدار إلى الرجلين الآخرين وقال دعونا ننتهي من هذا الأمر إنني على يقين من أننا لن نعثر على شيء وقال بلور إن ذلك الرجل يتحرك بهدوء مريب لقد رأيناه في الحديقة منذ دقيقة أو دقيقتين ولم يسمعه أحدنا وهو يصعد إلى الطابق العلوي وقال لامبرد وأعتقد أن هذا هو السبب في أننا افترضنا وجود غريب هنا واختفى بلور واختفى بلور في الظلمة الحالكة وأخرج لامبرد من جيبه مصباحا صغيرا وتبعه وفي غضون خمس دقائق كان الرجال الثلاثة يقفون في أحد الممرات ينظرون بعضهم إلى بعض كانت تعلوهم القضارة وخيوط العنكبوت تلتصق بوجوههم المتجهمة لم يكن هناك أحد على الجزيرة سواهم قال لامبرد ببطء هكذا كنا مخطئين تماما بنينا حلما مخيفا من مخيلاتنا لمجرد حدوث وفاة شخصين فقال آرمسترونج في أسعى ورغم ذلك فإن الأمر يحتمل النقاش إنني كطبيب وأعرف شيئا ما عن جرائم الانتحار إن أنتوني مارستون ليس من النوع الذي ينتحر أعتقد أن الأمر لا يمكن أن يكون حادثا فقال بلور مستهزئا وغير مصدق حوادث لعينة غريبة وتوقف قليلا ثم عاد بلور يقول أما عن المرأة ثم توقف ثانية ميسيس روجرز نعم أليس من المحتمل أن تكون وفاتها مجرد حادثة فقال فيليب لامبرد حادثة وبدأ بلور محرجا شيئا ما وازداد أحمرار وجهه وقال وهو يدعم الكلام انتظر يا دكتور لقد أعطيتها مادة طبية كما تعلم وحضق إليه أرمسترونج وقال مادة طبية ماذا تعني في الليلة الماضية لقد قلت بنفسك أنك أعطيتها دواء لتنام أها تعني هذا نعم منوم غير دار ما هو بالضبط لقد أعطيتها جرعة منخفضة من التروبال مزيج غير دار بالمرة وازداد أحمرار وجه بلور وقال استمع إلي لا داعي لتعقيد الأمور ألم تعطيها جرعة مضاعفة فقال أرمسترونج بغضب لا أعرف ما الذي تعنيه من المحتمل أن تكون قد أخطأت أليس كذلك إن هذه الأشياء كثيرا ما تحدث إنني لم أفعل شيئا من هذا القبيل إن الاقتراح تافى وتوقف ليضيف بلهجة باردة لا ذعى أو تعني أنني قد أعطيتها جرعة مضاعفة عن قصد فقال فيليب لامبرد سريعا استمع إلي أنتم الاثنان يجب أن نحتفظوا بتوازننا لا تجعلانا نبدأ نوجه التهمة إلى بعضنا بعض فقال بلور فجأة إنني فقط قلت إن الطبيب ربما يكون قد ارتكب خطأ فبذل الطبيب جهدا كي يبتسم وقال إن الأصدقاء لا يستطيعون ارتكاب أخطاء مثل هذا القبيل يا صديقي فقال بلور لن يكون هذا أول خطأ ترتكبه إذا كان علينا أن نصدق تلك الإسطوانة وشحب واجه أرمسترونج فقال لامبرد مسرعا وفي صوته نبرة غاضبة ماذا تقصد من جعل نفسك مثيرا للمضايقات إننا كلنا في نفس المعزق ويجب أن نتحد معا وماذا عن تهمتك أنت وخطب لور إلى الأمام وقد تقلصت قبضته وقال بصوت رقيق تهمة الملعونة إنها كذبة حمقاء حاول أن تسكتني يا مستر لامبرد ولكن هناك أشياء أود معرفتها وواحد منها هو أنت وارتفع حاجب لامبرد وقال أنا؟ نعم أريد أن أعرف السبب في إحضارك مسدسا معك خلال زيارة اجتماعية لطيفة تريد أن تعرف أليس كذلك؟ بلى أريد أن أعرف يا مستر لامبرد فقال لامبرد على غير توقع أتعرف يا مستر بلور؟ إنك لست غبيا كما يبدو عليك هذا محتمل وماذا عني المسدس؟ فابتسم لامبرد وقال لقد أحضرته لأني توقعت أن أتعرض لبعض المتاعب فقال بلور متشككا إنك لم تخبرنا بهذا في الليلة الماضية ثم هز رأسه وعاد يقول في إسرار لقد كنت تخفي عنا أسرارا نعم إلى حد ما حسنا هيا اكشف الستر فقال لامبرد في بطل لقد تركتكم كلكم تعتقدون أنني دعيت إلى هنا بنفس الطريقة التي جاء بها معظم الباقين إن هذا ليس صحيحا في الحقيقة قد اتصل بي يهودي صغير الحجم اسمه موريس وعرض علي مئة جنيه كي أحضر إلى هنا وأراقب الموقف قائلا إن لي سمعة طيبة عن حسن التصرف في المواقف الحرجة قال بلور بصبر النافذ حسنا هذا كل ما هنالك فقال أرمسترونغ ولكن من المؤكد أنه أخبرك بما هو أكثر من هذا كلا لم يفعل لقد أطبق فمه تماما وكان بإمكاني أن أقبل الأمر أو أرفضه كانت هذه هي كلماته وكنت مفلسا فقبلت الأمر وبدأ عدم الاقتناع على بلور وقال ولماذا لم تخبرنا بكل هذا بالأمس يا عزيزي وكيف لي أن أعرف أن ليلة الأمس لم تكن هي الموقف الذي كان علي أن أواجهه فقال دكتور أرمسترونغ ولكن الآن هل تعتقد أن الأمر قد اختلف؟ وتغير وجه لامبرد إذ سود وتصلب وقال نعم إنني أؤمن الآن أنني أركب نفس القارب مع الآخرين لقد كانت تلك الجنيهات المئة هي قطعة الجبن التي جذبني بها مستر أوين إلى المصيضة مع باقي المجموعة ثم أضاف بهدوء إذ إننا في مصيضة أقسم على ذلك وفاة ميسيس روجرز ووفاة توني مارستون واختفاء تمثالي الطفلين من فوق مائدة الطعام نعم إن يدي مستر أوين لواضحتان للعيان ولكن أين يوجد مستر أوين نفسه؟ بحق الشيطان ومن أسفل جاء إليهم صوت البوق يدعوهم لتناول الغداء كان روجرز واقفا إلى جوار باب غرفة المائدة وعندما نزل الرجال الثلاثة على السلم خاط إلى الأمام خطوطين بصوت منخفض قلق آمل أن يكون الغداء مرديا يوجد لحم بارد ولسان بارد وقد صلقت بعض البطاطس كما يوجد أيضا جبن وبعض البسكويت وفاكهة معلبة وقال لامبرد إن هذا يبدو على ما يرام إن المخازن ممتلئة إذن ودخلت الآنسة برينت الغرفة كانت تعيد لفة كرة من خيوط الصوفي سقطت منها على الأرض وقالت وهي تجلس لقد أخذ الجو يتغير فاشتدت الريح وارتفعت الأمواق وجاء مستر جيستس وارغريف يصير بخطا متائدة ورمق الجالسين إلى المائدة بنظرات سريعة من تحت جفنيه ثم قال لقد قضيتم صباحا نشيطا كان في صوته رنة خفيفة من المتعة الشيطانية وجاءت فيرا بسرعة وقد تهدجت أنفاسها وقالت بسرعة أرجو أن لا يكون قد تأخرت عليكم فقالت إيميلي برينت إنك لست آخر القادمين فإن جنرال لم يأتي بعد وجلسوا حول المائدة وقال روجرز لإيميلي برينت هل ستدعون يا سيدتي أم ستنتظرون فقالت فيرا إن جنرال ماك آرثر يجلس على شطئ البحر لا أعتقد أنه قد سمع صوت البوق إنه لغمت شيئا ما هذا الصباح فقال روجرز مسرعا سأذهب لأخبره بأن موعد الطعام قد حان فقفز دكتور أرمسترونغ وقال سأذهب أنا وأبدأ أنتم غداءكم وغادر الغرفة ومن خلفه جاء صوت روجرز يقول أتأخذين لحما باردا أم لسانا باردا يا سيدتي وبدأ أن الأشخاص الخمسة الجالسين حول المائدة يجدون صعوبة في تبادل الحديث وفي الخارج كانت هبات من الريح تزمجر ثم تخفض وارتجفت فيرا قليلا ثم قالت هناك عصفة وشك أنتهب وحاول بلور أن يسهم في دفع دفة الحديث فقال كان هناك رجل عجيز في القطار القادم من بليماث كان هذا بالأمس وظل يقول إن عصفة ستحب وإني لأعجب كيف يعرف الجو هؤلاء البحارة العجائز وأخذ روجرز يطوف بالمائدة ويجمع أطباق اللحم الفارغة وفجأة توقف حاملا الأطباق على يديه وقال بصوت خائف غريب هناك شخص قادم يجري نحونا كان بإمكانهم كلهم أن يسمعوا وقع أقدام تجري في الشرفة وفي هذه اللحظة عرفوا عرفوا دون أن يخبرهم أحد وكما لو كان باتفاق عام نهضوا كلهم واقفين ووقفوا ينظرون إلى الباب وظهر دكتور أرمسترونج وهو يلهث بصعوبة وقال جنرال مكارثر مات؟ خرجت الكلمة باندفاع من فامي فيرا فقال أرمسترونج نعم لقد مات ورانا صمت صمت طويل ونظر سبعة أشخاص بعضهم إلى بعض دون أن يجدوا كلمة يقولونها وبينما كانت جثة الرجل العجوز تدخل من باب البيت محمولة والعاصفة المنتظرة تهب كان الآخرون واقفين في الردهة وبينما كان بلور وأرمسترونج يسعدان السلمة بحملهما استضارت فيرا فجأة وأصرعت إلى غرفة الطعام الخالية كانت الغرفة كما تركوها وأطباق الحلوى موضوعة على مائدة جانبية استعدادا لتقديمها ومضت فيرا إلى المائدة وبعد دقيقة أو اثنتين دخل روجرز الغرفة وبهت عندما رآها ثم بدى في عينيه سؤال وقال لها أوه يا أنسة لا قد حضرت كي أرى وقالت فيرا في صوت خشن عال أدهشها هي نفسها إنك على حق يا روجرز انظر بنفسك ليس هناك سوى سبعة مدد الجنرال مكرثر على سريره وبعد أن فحصها أرمسترونج فحصا أخيرا غادر الغرفة ونزل إلى الطابق الصفلي حيث وجد الآخرين مجتمعين في غرفة الاستقبال كانت الآنسة برينتي تطرز فيرا كليس وقفة تطل من نافذة على العاصفة بلور جالس في مقعد وضع راحتيه على ركبتيه لامبردو يذرع الغرفة دون توقف ومستر وارغريف يجلس في نهاية الغرفة على كرسي كبير وعينه نصف مغلقتين وفتح عينيه عندما دخل الطبيب الغرفة وقال بصوت حاد النبرات واضح حسنا يا دكتور كان أرمسترونج شاحب الوجه جدا وقال ليس هناك أي احتمال لأزمة قلبية أو أي شيء من هذا القبيل لقد ضرب مكارثر بشيء ثقيل على مؤخرة رأسه وعلت همهما ولكن صوت القاضي الواضح ارتفع من جديد يقول هل عثرت على السلاح المستخدم؟ لا ورغم هذا فأنت واثق مما قلته كل الثقة إننا نعرف بالضبط أين نخف ولم يعد هناك أي شك في من يتولى مسؤولية الموقف الآن لقد عمض وارغريف الصباح كله جالسا في الشرفة وقد عزفت نفسه عن أي نشاط ولكنه الآن يتولى القيادة بسهولة استقاها من ميرانه الطويل عليها إنه يرأس القاعة الآن وقال بينما كنت أجلس في الشرفة هذا الصباح أيها السادة كنت أراقب ما تفعلون لم يكن غردكم ليحتمل الكثير من الشكوك لقد كنتم تبحثون عن قاتل مجهول فقال لامبرد تماما يا سيدي لقد وصلتم دون شك إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها وهي بالتحديد أن وفاة توني مارستون وميسيس روجرز لم تكن قضاعا وقدرا أو انتحارا ولا شك أنكم توصلتم إلى نتيجة معينة حول غرد ميستر آين من إحضارنا كلنا إلى هذه الجزيرة وقال بلور بصوت خشن إنه مجنون مجنون ومخبول هذا مؤكد للغاية ولكنه لا يؤثر على النتيجة وإن شاغلنا الأساسي هو إنقاذ حياتنا فقال آرمسترونغ في صوت مهزوز ليس هناك أحد غيرنا على الجزيرة صدقني لا أحد حقا لا يوجد أحد بالمعنى الذي تقصده لقد توصلت إلى هذه النتيجة مبكرا هذا الصباح وكان في إمكاني أن أخبركم أن بحثكم لا جدوى منه ورغم هذا فإنني أميل ميلا قويا إلى أن ميستر آين إذا أعطيناه هذا الإثم الذي اتخذه لنفسه يقيم في الجزيرة هذا مؤكد لا توجد سوى طريقة واحدة لتنفيذ غطته من عقاب بعض المذنبين الذين لا تندرج ذنوبهم تحت طائرة القانون ولا يمكن أن يكون ميستر آين قد حضر إلى الجزيرة إلا بطريقة واحدة إنه الأمر غاية في الوضوح إن ميستر آين واحد مننا أوه كلا 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 كان هذا هو صوت فيرا التي انفجرت فيما يشبه الأنين ونظر القاضي إليها بحدة وقال يا عزيزتي إن هذا ليس وقتا مناسبا لتجنب الحقائق إننا كلنا في خطر شديد إن ميستر يا نون أوين هو واحد مننا نحن لا نعلم أين هو ومن الأشخاص العشرة الذين أتوا إلى هذه الجزيرة هناك ثلاثة أصبح موقفهم واضحا تماما إن توني مارستون وميسيس روجرز والجنرال مكارثر ليست عليهم أية شبهة ويبقى سبعة مننا ومن هؤلاء السبعة هناك واحد تنحصر فيه الشبهات وتوقف ونظر حوله ثم قال هل توافقونني على هذا الرأي؟ فقال أرمسترونغ إنه خيالي ولكني أعتقد أنه صحيح وقال بلور لا شك في هذا لو سألتموني فإن عندي فكرة رائعة ولكن إشارة سريعة من يد القاضي أسكتته ثم قال القاضي بهدوء سنصل إلى هذا حالا ولكن في اللحظة الراهنة كل ما أريد التأكد منه هو أننا جميعا نوافق على الحقائق السابقة فقالت إميلي برينت دون أن تتوقف عن التطريز إن أقولك تبدو منطقية وأنا أوافق على أن الشيطان قد تقمس أحدنا وهمست فيرا لا أستطيع تفضيق هذا لا أستطيع فقال وارجريب وأنت يا لامبرد أنا أوافق تماما يا سيدي وهز القاضي رأسه بارتياح ثم قال دعونا الآن نفحص الشواهد أولا هل هناك أي أسباب تؤدي إلى الشك في شخص معين بالذات إن عندك يا مستر بلور فيما أعتقد ما تقوله فقال بلور وهو يتنفس بصعوبة إن مع لامبرد مسدسا إنه بالأمس لم يقل الحقيقة ولكد اعترف بهذا فابتسم فيليب لامبرد في احتقار وقال أعتقد أنه من المستحسن أن أوضح الأمر ثانية ثم أعد على أسمائه باختصار ما سبق أن قاله لبلور وارمسترونغ فقال القاضي إننا كلنا في نفس الموقف للأسف فليس لدينا ما يؤيد ناس وأقوالنا نحن إن أحدا منكم لا يحس بدقة الموقف الذي يحيط بنا وفي رأيي أنه ليس أمامنا سوى طريقة واحدة هل هناك أي مننا يمكن أن نخرجه من دائرة شكوقنا فقال أرمسترونغ بسرعة إنني عجل معروف جدا في مهنتي ومجرد التفكير في وضع موضع الشك ومرة أخرى أسكتت حركة من يد القاضي المتكلم قبل أن يتم حديثه وقال مستر جيستيس وارغريف بصوت رقيق واضح إنني أيضا رجل معروف ولكن هذا يا سيد العزيز لا يثبت شيئا لقد جن أطباء كثيرون من قبل كما جن قضاة كذلك وكذلك رجال الشرطة فقال لامبرد على أي حال أعتقد أنك ستخرج المرأتين من دائرة الشك فقال القاضي بصوته القاسي المعروف جيدا في دوائر القضاء هل أفهم من ذلك أنك تؤكد أن النساء لسن عردة لجنون القتل؟ لا بالتأكيد ولكن رغم هذا فإنه من الصعب احتماله وتوقف وعاد القاضي خاطب أرمسترونج بنفس الصوت أعتقد يا دكتور أن النساء قادرة على توجيه ضربة مماثلة لتلك التي قتلت مقارثر تماما وإذا ما أعطينا الأدلة الملائمة مثل قضيب من المطاط ولن يحتاج الأمر إلى قوة خارقة نعم وقد حدثت الحالتان الأخريان من استعمال أدوية ولا يستطيع أي شخص أن يحاول إنقار ذلك ففي استطاعة أقل الناس حجما أن يفعل هذا فصاحت فيرا بغضب أعتقد أنك قد قننت يا عزيزتي حاول التحكم في عواطفك أنا لا أتهمك وأرجو أن لا يضيقك يا أنيسا برينت إصراري على أننا جميعا متساوون في تعرضنا للشك كانت إميلي برينت ما زالت تطرز ولم ترفع عينيها عن عملها وبصوت بارد قالت لا إن فكرة قضاء على حياة مخلوقة إذا تجاهلنا مسألة قتل ثلاثة مخلوقات هي فكرة تافهة لكل من يعرف شيئا عن شخصيتي ولكنني أقدر تماما حقيقة أننا غرباء بعضنا عن بعض وفي مثل هذه الظروف لا يبرأ أي شخص إلا ببراهين قوية وكما قلت من قبل فقد تقمص الشيطان واحدا مننا أي أننا كلنا موافقون وليس هناك أي استثناء على أساس الشخصية أو المركز وحدهما فقال لامبرد وماذا عن روجرز؟ ماذا عنه؟ حسنا حسب فهمي فإن روجرز يخرج من الموضوع تماما على أي أساس؟ أولا ليس لديه الذكاء لهذا العمل ثانيا فإن زوجته إحدى الضحايا عندما كنت قاضيا أيها الشاب حكمت رجالا كثيرين بتهمة قتل زوجاتهم وقد ثبتت إدانتهم حسنا إنني أوافقك إن قتل الزوجة ممكن جدا بل وطبيعي لكن هذا النوع وقد أصدق أن روجرز قتل زوجته لخوفه من انهيارها أو لأنه يكرهها أو لأنه يريد الزواج بفتاة أجمل منها ولكنني لا أرى فيه مستر أوين المجنون الذي يقتل الناس إحقاقا للعدل فيبدأ العقابة لجريمة ارتكباها معا إنك تأخذ الافتراض كدليل إننا لا نعرف إن كان روجرز وزوجته قد تآمر لقتل مخدوماتهما أم لا وقد يكون هذا اتهاما زائفا الغرض منه أن تبتعد الشبهات عن روجرز وقد يكون الرعب ميسيس روجرز رجاعا إلى إدراكها لاختلال عقل زوجها حسنا فليكن ما تريد إن يا نون أوين واحد مننا وغير مسموح بأي استثناء وكلنا عرضة للشك في رأيي أنه يجب أن لا يستثنى أي مننا بناء على شخصيته أو مركزه يجب أن ندرس احتمال براءة أي مننا بناء على الحقائق وكي أوضح الأمر أقول إن واحدا مننا أو أكثر لم يكن في استطاعتهم دس السم لتوني مارستون أو مضاعفة جرعة المنوم لميسيس روجرز ولم يكن أمامهم الفرصة لقتل جنرال مكارثر وقال بلور باهتمام إنك تتكلم الصواب الآن يا سيدي هذا هو الموضوع دعنا نمض فيه أما بخصوص مارستون فلا أعتقد أن هناك أي شيء يمكن عمله لقد خمننا بالفعل أن شخصا من الخارج قد وضع السم في كأسه قبل أن يملأه مارستون ثانية ولكن أي شخص في داخل الغرفة كان أقدر على فعل هذا بسهولة ولا أستطيع أن أتذكر إذا مكان روجرز في الغرفة وقتها أم لا ولكن أي واحد مننا كان بإمكانه أن يفعلها وتوقف قبل أن يواصل القول والآن خذ تلك المرأة ميسيس روجرز لقد أحاط بها زوجها ودكتور آرمسترونغ وأيا منهما كان يستطيع فعلها بأسهل من الغمز وقفز آرمسترونغ واقفا وقال وهو يرتجف إنني أحتج أحتج؟ هذا كذب محد إنني أقسم أن الجرعة التي أعطيتها للمرأة كانت مضبوطة دكتور آرمسترونغ كان الصوت الخافت ملزما فسكت الطبيب بينما مضى الصوت البارد يقول إن استياؤك طبيعي جدا ورغم ذلك يجب أن نعترف بأننا يجب أن نواجه الحقائق لم يكن بإمكان أحد مضاعفة الجرعة سواك أنت وروجرز ودعنا الآن نفحص موقف الموجودين الآخرين ما هي فرصتهم في ذس السم؟ هل يمكن تبرئتها أي مننا تماما؟ لا أعتقد فصاحت فيرا غضبة لم أكن قريبة من المرأة على الإطلاق ويمكنكم كلكم أن تشهدوا بهذا بقدر ما تسمح لي ذاكرتي فإن الحقائق كانت كما يلي وأرجو أن يراجعني أي منكم لو أخطأت لقد رفع توني مارستون وميستر لامبرد ميسيس روجرز ووضعها على الأريكة ثم ذهب دكتور آرمسترونغ إليها وأرسل روجرز كي يحضر شرابا وعندئذ أثير سؤال عن المكان الذي أتى منه الصوت وذهبنا كلنا إلى الغرفة المجاورة باستثناء الآنسة برينت التي بقيت في هذه الغرفة وحدها مع المرأة المغشى عليها وارتفعت الدماء إلى وجنتي إميلي برينت وتوقفت عن التطريز وقالت هذه وقاحة وعندما عدنا إلى الغرفة كنت منحنية يا آنسة برينت فوق المرأة المسجاتة على الأريكة هل التعاطف الإنساني جريمة؟ إنني أرتب الحقائق فقط وعندئذ دخل روجرز الغرفة حاملنا الشراب الذي كان بإمكانه بالتأكيد الذي كان بإمكانه بالتأكيد إضافة أي شيء إليه قبل دخوله وشربت المرأة الشراب وبعدها حملها زوجها والدكتور آرمسترونغ إلى غرفتها حيث أعطاها آرمسترونغ منوما فقال بلور هذا ما حدث بالضبط وهذا يخلي القاضي ومستر لامبرد والآنسة كليثون وأنا من المسؤولية آه هل هذا حق؟ يجب أن نأخذ في اعتبارنا كل احتمال ممكن لا أفهم ما ترمي إليه كانت ميسيس روجرز ترقد في سريرها وبدأ المنوم الذي أعطاه الدكتور لها يحدث أثره وإذا افترضنا أن شخصا ما نقر على الباب في هذه اللحظة ودخل إليها حاملا دواء أو حبوبا ورسالة تقول إن الطبيب يأمرها بتناولها أتستطيع أن تتخيل أنها لم تكن لتبتلع الدواء في طاعة عمياء؟ وران الصمت وحرك بلور قدميه وهو مقطب الوجه فقال فيليب لامبرد لا أصدق هذه القصة على الإطلاق وبالإضافة إلى هذا فإن أحدا مننا لم يغادر الغرفة ساعات بعدما حدث فقد حدثت فيما بعد وفاة مارستون وكل ما تلاها كان في مقدور أي واحد مننا مغادرة غرفة النوم فيما بعد ولكن روجرز وقتها كان في غرفتهما فقال أرمسترونغ كلا لقد ذهب روجرز لتنظيف غرفة المائدة وكان في مقدور أي شخص أن يتسلل إلى غرفة المرأة دون أن يراه أحد فقالت إيميلي بريند بالتأكيد يا دكتور إن المرأة كانت عندئذ غارقة في النوم تحت تأثير المنوم الذي أعطيته لها نعم هذا محتمل ولكنه ليس مؤكدا لن تستطيع أن تعرف مدى تأثير المنوم على المريض قبل فحصه أكثر من مرة فقال لامبرد إنك تقول هذا بالتأكيد يا دكتور فهذا يناسب موقفك أليس كذلك؟ ومرة ثانية نسود وجه أرمسترونغ بالغضب ولكن صوت القاضي البارد عاد ليرتفع قائلا لن نجني فائدة من تبادل الاتهامات يجب علينا أن لا نعارج سوى الحقائق وحدها وأنه من المقبول على ما أعتقد أن الاحتمال الذي أوضحته قائم وأنا أوافق على أن قيمته ليست كبيرة رغم أنها تعتمد على من هو الشخص المعني إن ظهور الآنسة بريند أو الآنسة كليثون أو ظهور ميستر لامبرد أو ميستر بلور لم يكن غريبا ورغم ذلك فإنني أقول إن المرأة قد تكون قبلة الزيارة دون إثارة أي شك في نفسها فقال بلور وإلى أين يقودنا هذا؟ قال ميستر وارغريف وهو يربط على شفتيه وقد بدى خاليا من العواطف الإنسانية لقد بحثنا الآن الجريمة الثانية وتوصلنا إلى أنه لا يمكن تبرئة أي منها من الشكوك فيما يتعلق بالجريمتين وبعدها نمضي إلى مقتل الجنرال مكارثر لقد حدث هذا في الصباح وإني أطلب من أي واحد منكم يستطيع أن يثبت بعده عن مكان الحادث أن يذكر هذا صراحة أنا شخصيا ليس لدي إثبات قاطع عن بعدي عن مصرح الحادث لقد قضيت الصباح كله جالسا على مقعد في الشرفة أفكر فيما آل إليه حالنا حيث رن الجرس يدعونا لتناول غدائنا ولكن مرت بي فترات كبيرة لم أكن مراقبا فيها فكان من الممكن لي خلال هذه الأوقات أن أمضي إلى شاطئ البحر فأقتل جنرال مكارثر ثم أعود إلى مقعدي وليس لدي سوى قصمي بأنني لم أغادر الشرفة وفي هذه الظروف فإن قصمي ليس كافيا يجب أن يوجد الدليل فقال بلور لقد قضيت الصباح كلهما مستر لامبرد ودكتور آرمسترونغ وهم يشهدان على ذلك فقال آرمسترونغ لقد ذهبت إلى المنزل ليحضر حبل لقد ذهبنا بالتأكيد مباشرة إلى المنزل ثم عدت فورا أنت تعرف هذا لقد قضيت وقتا طويلا وحمر وجه بلور وصاح ماذا تقصد بحق الجحيم يا دكتور آرمسترونغ لقد قلت إنك غبت طويلا لم يكن علي أن أبحث عن الحبل لا يمكن أن يعثر المرء على لفة من الحبال في دقيقة فقال القاضي وخلال غيبة مستر بلور أكنتما معا أيها السيدان فقال مستر آرمسترونغ بالتأكيد أقصد أن لامبرد مضى لدقائق قليلة وبقيت وحدي حيث كنت فقال لامبرد مبتسما لقد أردت أن أقول لقد أردت وقوف على مدى إرسال إشارات من أشعة الشمس إلى الشاطئ المقابل كنت أبحث عن أفضل موقع ولم أغب سوى دقيقة أو دقيقتين وأومبأ آرمسترونغ موافقا وقال هذا حق لم يغب ما يكفي لارتكاب جريمة القتل إنني أؤكد هذا فقال القاضي هل نظر أي منكم في ساعته؟ حسنا لا فقال لامبرد لم تكن ساعتي معي إن دقيقة أو اثنتين تعبير غامض ثم أدار رأسه إلى المرأة التي كانت مستمرة في التطريز وقال وأنت يا أنيسة بريند لقد تمشيت مع الأنيسة كليتون إلى قمة الجزيرة وبعدها جلست أتشمس في الشرفة لا أذكر أنني رأيتك هناك نعم فقد كنت جالسة في الركن الشرقي للمنزل فقد كان هذا بعيدا عن الهواء أجلست هناك حتى حان موعد الطعام؟ نعم وأنت يا أنيسة كليتون كنت مع الأنيسة بريند في الصباح الباكر وبعد ذلك تجولت قليلا ثم ذهبت وتبادلت الحديث مع الجنرال ماك أرثر متى كان ذلك؟ لا أدري قبل الغداء بساعة تقريبا على ما أعتقد أو ربما أقل فسألها بلور أكان هذا قبل أن نتحدث معه أو بعدها؟ لا أدري لقد كان غريبا جدا فسألها القاضي كيف؟ قال إننا كلنا سنموت وقال إنه ينتظر نهايته لقد أخافني وماذا فعلت بعد ذلك؟ عدت إلى المنزل وبعد ذلك وقبل الغداء مباشرة ذهبت إلى خلف المنزل لقد كنت قلق للغاية طيلة هذا اليوم يبقى روجرز رغم أني أشك فيما إذا كانت أقواله ستضيف شيئا إلى حصيلتنا من هذه المعلومات ولم يكن لدى روجرز الذي استدعي إلى قاعة المحكمة سوى القليل من القول كان مشغولا طيلة الصباح بالأعمال المنزلية وبأعداد الطعام وقد حمل صينية من كؤوس الشراب إلى الشرفة قبل الغداء ثم عد لينقل حاجيته إلى غرفة أخرى ولم ينظر من النافذة طيلة الصباح فلم يرى أي شيء يتصل بمقتل جنرال مقارثم وإنه لا يقسم أنه رأى ثمانية تمثيل خزفية على مائدة الطعام عندما وضع فوقها صحاف الغداء وتوقف الحديث بعد نهاية أقوال روجرز وتنحن حمستر جيستيس وارغريف وهمستر لامبرد إلى فيرا كليثون سيبدأ الآن في تلخيص الوقاء وقال القادي لقد بحثنا ظروف هذه الجرائم السلاسة بقدر استطاعتنا وبينما يزداد الاحتمال ضد البعض منا في واحدة منها إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بأنه يمكن تبرئة أي شخص مننا تبرئة تامة وإنني لا متأكد من اعتقادي بأن واحدا من السبعة الموجودين في هذه الغرفة به لوسة جنون وليس لدينا من دليل قوي يقوم ضد أي شخص معين وكل ما نستطيع بحثه في اللحظة الراهنة هو طريقة الاتصال بالشاطئ الآخر طلبا للمعونة وفي حالة تأخر وصول المعونة فما هي أنسب الطرق لضمان سلامتنا وإني أطلب إليكم كلكم أن تبحثوا الأمر بعناية وتدلوا إلي باقتراحاتكم وفي الوقت نفسه فإني أحذر كل شخص يتخذ حذره فحتى الآن كان العمل سهلا أمام القاتل إذ لم يتوقع من ضحاياه أي شر ومنذ هذه اللحظة فإن واجبنا أن يحذر بعضنا البعض لا تخاطروا وتوقعوا أي خطر هذا كل ما هناك وهمست لامبرد ستنفض الجلسة الآن وسألته فيرة هل تصدق هذا؟ كانت تجلس مع فيليب لامبرد على قاعدة نفذة في غرفة المعيشة وفي الخارج كانت الأمطار تتساقط بغزارة والريح تصفر وتهز زجاج النفذة بعنف وأمال فيليب لامبرد رأسه قليلا إلى الناحية الأخرى ثم قال أتعنين إن كنت أعتقد أن صحة قول وارغريف العجوز بأن واحدا منا هو الجاني؟ نعم من الصعب أن يجزم الإنسان بالرأي وكما تعرفين فإن قوله صحيح ومنطقي ولكنه يبدو بعيدا عن التصديق الموضوع كله بعيد عن التصديق ولكن بعد مقتل جنرال مكارثر لم يعد هناك شك في أمر واحد ليس هناك احتمال للقضاء والقدر أو الانتحار إنه قتل محد ثلاثة جرائم قتل حديثة الوقوع متتابعة إن الأمر يبدو كحلم مزعج إني أفكر دائما بأن شيئا من هذا القبيل لا يمكن أن يحدث أعلم هذا وفي الحال ستسمعين ضقا على الباب ثم يدخل إليك شاي الصباح أوه كم أتمنى أن يحدث هذا نعم ولكنه لن يحدث إننا كلنا في الحلم ويجب علينا أن نأخذ حذرنا من الآن فصاعدا لو كان واحدا منهم فأيهم هو في رأيك؟ أفهم من ذلك أنك قد استثنيتنا كلينا حسنا هذا صحيح إنني أعلم جيدا أنني لست القاتل ولا أتخيل أنه أنت أنت تبدين لي من أكثر الفتيات اللائي رأيتهن تعقلا واتزانا وأنا أقسم بشرفي على هذا فقالت فيرا وهي تبتسم شكرا هيا يا أنيسة فيرا كليثون ألن ترد إلي مجملتي؟ فترددت فيرا قبل أن تقول لقد اعترفت أنت كما تعلم بأنك لا تقيم وزنا كبيرا لحياة الإنسان ولكن رغم هذا لا أستطيع أن أراك كذلك كالرجل الذي أبل تلك الستوانة هذا حق إذا كنت ارتكبت جريمة قتل أو أكثر فإنما من أجل ما سأحصل عليه منهم وإن هذا النوع من الجرائم ليس مما يتفق مع ميولي حسنا إننا سنبرئ أنفسنا ونبحث في أمر الآخرين من منهم يا نون أوين؟ حسنا وبالتخمين ودون أن يكون لدي أساس أعتمد عليه في التخمين فإنني أتهم وارغريف أوه ولماذا؟ من الصعب أن أوضح لك ولكن لنبدأ فنقول أنه رجل كهل ظل يرأس دوائر القضاء لسنين عديدة أي أنه قد لعب دور مندوب العدالة الإلهية أشهرا عديدة من كل عام ولابد أن هذا قد ارتقى بتفكيره فأخذ يفكر في نفسه قاقوى الناس المتحكم في الحياة والموت ومن المحتمل أن عقله قد انحرف فأراد أن يقوم بدور القاضي والجلاد معا في وقت واحد نعم أعتقد أن هذا محتمل ومن تتهمينه أنت؟ وبدون أي تردد أجابت دكتور أرمسترونغ وصفر لامبرد بفمه صفيرا خافتا ثم قال أتعرفين؟ لقد كنت أضعه في آخر القائمة أوه كلا لقد نتجت حالة من الوفاء عن السم وهذا يشير إلى الطبيب ثم إنك لا تستطيع أن تتجاهل ما نحن متأكدون منه تماما وهو أن آخر شيء تناولته ميسيس روجرز كان المنوم الذي أعطاه إياها نعم لو حدث وجن الطبيب فسينضي وقت طويل قبل أن يشك فيه أحد والأطباء يجهدون أنفسهم في العمل فيرهقون أعصابهم ولكني أشك في أنه قتل مقارثر لم يكن لديه وقت كاف خلال الفترة القصيرة التي تركته فيها إلا إذا كان قد أسرع إلى هناك ثم عاد وأنا أشك في أن لديه المقدرة على هذا العدوي دون أن يترك فيه أسرا واضحا إنه لم يفعلها وقتها لقد أوتيحت له الفرصة فيما بعد متى؟ ثم ذهب ليستدعي الجنرال لتناول الغداء وعاد لامبرد إلى صفيره ثم قال وهكذا تعتقدين أنه قتله عندئذ يا لها من أعصاب باردة وأي خطورة كان يتعرض لها؟ إنه الشخص الوحيد هنا ذو الدراية الطبية ويمكنه أن يقسم بأن الجريمة قد ارتكبت منذ ساعة على الأقل فمن ذا الذي يعارضه؟ أتعرفين؟ إنها فكرة رائعة إنني لا أعجب بها من هو يا مستر بلور؟ هذا ما أريد أن أعرفه من هو؟ كان وجه روجرز منفعلا وقد تقلصت يداه على قماش التنظيف الذي يمسك به وقال بلور مفتش الشرطة السابق هذه هي المشكلة يا عزيزي أهو واحد مننا كما يقول سعادة القاضي؟ أي واحد؟ هذا ما أريد أن أعرف من هو الشيطان الذي يتخفى في مظهر البشر؟ هذا ما نود جميع المعرفته ولكن لا بد أن لديك فكرة عنه يا مستر بلور أليس كذلك؟ ربما كانت عندي فكرة ولكنها تحتاج إلى كثير من التأكيد فقد أكون مخطئا وكل ما أستطيع أن أقول له هو أنه إذا صح ما أفكر فيه فإن الشخص المعني هو شخص هادئ الأعصاب للغاية شخص فاقد المشاعر للغاية حقا ومسح روجرز العرق من فوق جبينه وقال بصوت خشن إن الأمر يبدو كحلم مخيف أليس كذلك؟ ألديك أي فكرة يا روجرز؟ فهز الصاقي رأسه وقال بصوت خشن لا أعلم لا أعلم على الإطلاق وهذا ما يخيفني أن يكون لدى المرء فكرة قال دكتور أمسترونغ بعنف يجب أن نخرج من هنا يجب بأي ثمن ونظر القاضي في نافذة غرفة التدخين مفكرا وأخذ يعبث بسلسلة المنوكل ثم قال لا داعي بالتأكيد أنني خبير بأحوال الطاقس ولكنني أقول أنه من غير المحتمل أن يصل هنا أي قارب حتى لو عرفوا بما نحن فيه ليس قبل أربع وعشرين ساعة إذا هدأت الريح وأسقط دكتور أمسترونغ رأسه بين يديه وأخذ يأنه وقال نكون قد قتلنا كلنا في مخاضعنا إني آمل أن لا يحدث هذا إني أزمع أن نتخذ كافة الاحتياطات لمنع حدوث أي شيء من هذا القبيل أتذكر لقد حدثت ثلاث جرائم قتل بالتأكيد ولكن يجب أن تتذكر أنهم لم يكونوا على حذر أما نحن فلقد أخذنا حذرنا وماذا يمكن لنا أن نفعل عجلا أم أجلا أعتقد أن هناك الكثير الذي نستطيع أن نفعله إننا حتى ليست لدينا أي فكرة عمن يكون أتعرف إنني ما كنت لا أقول هذا وحضق إلى هارمسترونغ وقال أتعني أنك تعرفه فقال القادي بحذر بالنظر إلى الوقائع الفعلية كما يحدث في المحاكم فإني أعترف بأنني لا أعرف ولكن يبدو لي بالتفكير في الأمر كله أن شخصا واحدا معينا مدان بما فيه الكفاية نعم أعتقد هذا وحضق إليه أرمسترونغ وقال لا أفهمك صعدت الأنسة برينت إلى غرفة نومها وأمسكت بالإنجيل وجلست إلى جوار النافذة وفتحت الإنجيل ولكنها بعد برهة من التردد وضعته جانبا وذهبت إلى مائدة الذينة فأخرجت من أحد أدراجها كراس مذكرتها وفتحته وأخذت تكتب حدث اليوم شيء فضيع لقد توفيت جنرال ماك أرثر ولا شك في أن الوفاء حدثت نتيجة لكريمة قتل بعد الغداء ألقى القاضي خطبة عصماء وهو مقتنع أن القاتل واحد مننا وهذا يعني أن أحدنا تقمصه الشيطان ولقد شككت في هذا من قبل بالفعل أينا هو؟ إنهم جميعا يسئلون أنفسهم هذا السؤال وإنني واحد أعلم وجلست لحظة دون حراق وغامت عيناها وتقلصت أصابعها على القلم وكتبت بحروف كبيرة مهتزة إن اسم القاتل هو بياتريست هيلور وأغمضت عينيها وفجأة استيقظت منفعلة ونظرت إلى ما كتبته ومحت بغضب الحروف المهتزة التي سطرت بها الجملة الأخيرة وقالت بصوت خفيد هل كتبت هذا؟ لا بد أنني أشك أن أجن واشتدت العاصفة كان كل منهم في غرفة المعيشة وقد جلسوا متجاورين يراقب بعضهم البعض وعندما دخل روجرز حاملا صينية الشاي قفزوا جميعا وقال روجرز هل أرخي الستائر؟ سيزيد هذا من بهجة المكان ولما لم يترك اعتراضا أرخاها وأضاء نور الغرفة فبدت أكثر بهجة وقالت فيراكليثون هل ستصبين الشاي أنيسا برانت؟ لا صبه أنت يا عزيزتي إن هذا الإبريق ثقيل جدا وقد فقدت لفتين من الصوف الرماضي وإن هذا لا يضايقني وبدأ الجميع يتناولون الشاي وتبادلوا حديثا خفيفا مرحا وفي هذا الجو المرحي جاء روجرز وهو سائر وقال بعصبية معذرة يا سادة ولكن هل يعلم أحدكم بما حدث لسطارة الحمام؟ فقال لامبرد ماذا تاني يا روجرز؟ لقد اختفت يا سيدي لقد كنت أرخي ستائر كل نوافذ المنزل ولكني لم أجد سطارة الحمام وهل كانت هناك في الصباح؟ نعم يا سيدي فقال بلور ما نوعها؟ سطارة من الحرير القرمزي فقال لامبرد وقد اختفت؟ نعم يا سيدي فأخذوا يتبدلون النظرات وقال بلور حسنا وعلى كل فما أمرها؟ إن من أخذها مجنون بلا شك ولكنها كذا كل ما يجري هنا وعلى كل حال إنها لا تهم لا يمكن قتل إنسان بسطارة حريرية انسى الأمر فقال روجرز أمرك يا سيدي وأعد طعام العشاء فتناولوه ثم رفع الصحاف كان الطعام مكونا أساسيا من المعلبات وعندما عادوا إلى غرفة المعيشة كان التوتر أقصى من أن يحتمل ولما ضقت الساعة التاسعة نهضت إميلي برينت وقفة وقالت سآوي إلى فراشي وأنا كذلك وصحبهما لامبرد وبلور حتى دخلت غرفتيهما وأغلقتهما من خلفهما بالرتاجين ثم عاد الرجلان إلى غرفة المعيشة ثانية وآوى الرجال الأربعة إلى فراشهم بعد ساعة ورآهم روجرز وهو ينظف غرفة المائدة يصعدون معا وسمعهم يتوقفون بأعلى السلم وسمع القاضي يقول لست في حاجة إلى أن أنصحكم بأن تغلقوا غرفكم أيها السادة كان فيليب لامبرد معتادا على الاستيقاظ عند شروق الشمس وقد استيقظ وفقا لعادته هذا الصباح واتكأ على مرفقه وأنصط كانت الريح لا تزال تزمجر رغم أن حدتها قد خفت ولم يسمع أي صوت للأمطار وفي الثامنة اشتد هبوب الريح ولكن لامبرد لم يسمعها فقد عاوده النوم وفي التاسعة والنصف كان جالسا على حافة فراشه ينظر في ساعته ثم وضعها على أذنه ثم ابتسم تلك الابتسامة التقليدية الشبيهة بابتسامة الذئب وقال أعتقد أن الوقت قد حان كي نفعل شيئا وبعد خمس دقائق كان يدق على باب غرفة بلور وفتح الأخير باب غرفته بحذر كان شعره مشعثا وعينه فيهما أثار النوم فقال لامبرد أما تزال نائما إلى هذا الوقت هذا يدل على راحة ضميرك ماذا هناك؟ هل ناداك أحد؟ هل أحضر لك أحد شايا؟ أتعرف كم الساعة الآن؟ ونظر بلور خلفه إلى ساعة صغيرة إلى جوار السرير وقال التاسعة وخمس وثلاثون دقيقة لا أصدق أني نمت إلى هذا الوقت أين روجرز؟ نفس السؤال الذي أسأله أنا ماذا تعني؟ أعني أن روجرز مفقود إنه ليس في غرفته أو في أي مكان آخر وإبريق الشاي لا يغلي والنار ليست مشتعلة أين ذهب بحق السماء؟ هل خرج إلى الجزيرة؟ انتظر حتى أرتدي ملابسي واسأل الآخرين إن كان لديهم علم بالموضوع ومضى لامبرد إلى غرفة الآخرين ووجد أرمسترونغم استيقظا وقد ارتدى ملابسه أما مستر جيستس وارغريف فقد أوقذ من نومه مثل بلور بينما كانت فيرا كليث مرتدية ملابسها وكانت حجرة إيميلي برينت خالية وصارت المجموعة الصغيرة في أرجاء المنزل كانت غرفة روجرز خالية كما قال لامبرد وكان على السرير آثار نائم كما وجدوا موس الحلاقة بجانبه وقال لامبرد لقد اتقيقظ من نومه بالفعل وقالت فيرا بصوت خافت جاهدت للاحتفاظ به ثابتا ألا تعتقد أنه مختفي في مكان ما انتظرنا يا عزيزتي إنني على استعداد للشك في أي شخص ورأيي أن نبقى معا حتى نعثر عليه وقال أرمسترونغ لابد أنه خارج المنزل في مكان ما بالجزيرة وقال بلوري الذي انضم إليهم بعد أن ارتدى ملابسه دون أن يحلق ذقنه وإلى أين ذهبت الآنسة برينت هذا غموض آخر ولكن ما إن وصلوا إلى الردها حتى التقوا بإيميلي برينت قادمة من خلال الباب الأمامي مرتدية معطفا وقيا من المطر وقالت لا يزال البحر هادرا لا أعتقد أن أي قارب سيأتي اليوم فقال بلور هل كنت تتجولين في الجزيرة يا أليسة برينت؟ ألا تدركين أن هذا عمل أخرك للغاية؟ أؤكد لك يا مستر بلور أنني ظللت ملتزم حذري هل رأيت روجرز؟ روجرز؟ كلا لما رأوا هذا الصباح لماذا تسأل؟ ولاحق بهم القادي بعد أن حلق ذكنه وارتد ملابسه ووضع طاقم أسنانه في فمه ومضى إلى غرفة المائدة وقال لقد أعد الفطور على ما أعتقد ودخلوا جميعا غرفة المائدة ونظروا إلى الأطباق النظيفة المرصوصة وإلى أدوات المائدة وإلى صف الأكواب الموضوعة على جانب المائدة وكانت فيرا أول من لاحظت الأمر وقبضت على ذراع القادي الذي ذعر من قصوة قبضتها بأصابعها الرياضية وصرخت التماثيل انظروا لم يكن في منتصف المائدة سوى ستة تماثيل فقط وسرعان ما عثروا على جثته كان ملقى في غرفة الغسيل الموجودة في الفناء كان يعد خشبا لإشعال الفرن وكان لا يزال ممسكا بالبلطة الصغيرة بينما بلطة أكبر مستندة إلى الحائط وقد تلوث نصلها بالدماء وكان حجم النصل يتناسب مع الجرح العميقي في مؤخرة رأس روجرز وقال أرمسترونغ الأمر غاية في الوضوح لا بد أن القاتل قد تسلل خلفه وقتله بضربة واحدة من البلطة بينما كان منحنيا لتكسير الخشب كان بلور مشغولا بفحص مقبض البلطة وأثار الدقيق القادمة من المطبخ وتساءل القادي هل تحتاج الضربة إلى قوة كبيرة يا دكتور تستطيع المرأة أن تقترفها إذا كان هو قصدق من السؤال ونظر حوله كانت المرأتان قد عادتها إلى المطبخ فواصل حديثه قائلا تستطيع الفتاة ارتكابها إنها مدرسة ألعاب إن مظهر الآنسة برينت يحب أنها من النوع الضعيف ولكن هذا النوع من النساء يخفي كثيرا من القوة ووقف بلور وهو يتنهد وقال ليست هناك آثار لبصمات لقد مسح مقبض البلطة فيما بعد وسمعوا صوت ضحقة فالتفوا بحدة كانت فيركليس تقف في الفناء وصاحت بصوت حاد تهزه ضحقات بحشية هل يحتفظون بنحل في هذه الجزيرة؟ أخبروني أين نجد عسلا وحضقوا إليها بدون فهم كما يبدو أن الفتاة العقلة المتزنة قد جنت أمام أعينهم ومضت تقول لا تحملقوا هكذا كما لو كنت قد جننت إنما أسأله له عين العقل النحل النحل ألا تفهمون؟ ألم تقرأوا القصيدة الغبية؟ إنها في غرفكم وضعت لكم كي تدرسوها لو كان لدينا أي فهم لأتينا إلى هنا مباشرة والمقطع سبعة أطفال لا يقلمون فروع الشجر هل قرأتمو؟ والمقطع الثاني إنني أحفظها عن ظهر قلب ستة أطفال يلعبون بخلية نحل ولهذا أسأل أي احتفظون بنحل في هذه الجزيرة؟ أليس هذا مضحق؟ أليس هذا أمرا لعينا؟ وعادت إلى ضحقها الوحشي وصفعها دكتور أرمسترونج على وجهها ولهثت ثم شهقت وابتلعت ريقها ووقفت بلا حراق برهة ثم قالت شكرا إنني الآن علم ما يرام وعاد الهدوء والاتزان إلى صوتها واستدارت عائدة إلى المطبخ وهي تقول سنعد أنا والآنسة برينت الفطور هل يمكن أن تحضر بعض الأخشاب لأشعل النار؟ وقال بلور لقد علجت الأمر بحنكة يا دكتور اضطررت إلى هذا لا يمكننا أن نقبل الهستيريا وسط هذه المصائب كان روجرز قد أعد مجموعة من الأخشاب قبل مسرعه فجمعوها وحملوها إلى المطبخ وقالت إيميلي برينت شكرا سنسرى بقدر استطاعاتنا خلال نصف الساعة أو ثلاثة أربع الساعة قال بلور لي لامبرد في صوت خفيد أتعرفه فيما أفكر؟ بما أنك توشك أن تخبرني فالتخمين لا فائدة منه كانت هناك قضية في أمريكا فقد لقى رجل هرم مصرعه هو وزوجته بفأس وكان هذا في منتصف النهار ولم يكن هناك أحد في المنزل عدى الإبنة والخادمة وثبت أنه لم يمكن في مقدور الخادمة أن ترتكب الجريمة أما الإبنة فكانت عنسا محترمة في أواسط العمر كان الأمر بعيدا عن التصديق لدرجة أنهم أفرجوا عنها ولم يكن هناك حل آخر فكرت في هذا عندما رأيت الفاس ولما ذهبت إلى المطبخ ورأيتها نظيفة هادئة ولم تهتز لها شعر هذه الفتاة تقبل في هستيريا حسنا هذا طبيعي أن شيء المنتظر حدوث ألا ترى هذا؟ ربما ولكن الأخرى نظيفة وهادئة ومرتدية تلك المريلة مريلة ميسيس روجرز على ما أعتقد وتقول سيكون الفتور معدا في نصف الساعة أو نحوها إن هذه المرأة في رأيي مجنونة تماما والعديد من العوانس يصبن بالجنون جنون الإيمان تعتقد أنها وصيلة إلى الله أو شيء من هذا القبيل إنها كما تعلم تقضي وقتها في غرفتها في كراءة الإنجيل وتنهد فيليب لامبرد وقال إن هذا لا يثبت أي خلل عقلي يا بلور ثم إنها كانت في الخارج مرتدية معطفا واقيا من المطري وتقول إنها كانت تراقب البحر لقد قتل روجرز وهو يعد خشب الوقود أي أنه قتل فورا بعد أن استيقظ من نومه فلم تكن الآنسة برينت في حاجة إلى التجول ساعات في الخارج بعدها وإذا سألتني رأيي فأنا أعتقد أن القاتل روجرز لا بد أن يحرص على أن يظل بلتفا في أغطية فراشه رافعا شخيره إنك تبتعد عن النقطة الجوهرية يا ميستر لامبرد لو أن المرأة بريئة لما وجدت الجرأة للتجول في الجزيرة بمفردها ما كانت لتفعل هذا إلا إذا لم يكن لديها سبب للخوف أي إذا كانت هي نفسها المجرمة هذا رأي سديد نعم إنني لم أفكر فيه وإني لسعيد أنك قد كففت عن الشك فيه لقد فكرت فيك أولا المسدس والقصة الغريبة التي قلتها أو التي لم تقلها ولكني أدركت الآن أني كنت متطرفا في شكوكي وآمل أن يكون هذا هو نفس شعورك نحوي قد أكون مخطئا بالتأكيد ولكني أشعر أنه ليس لديك ما يكفي من الخيال للقيام بمثل هذا العمل كل ما أستطيع قوله هو أنه لو كنت أنت المجرم فإنك بذلك ممثل شديد البراعتي وأنا أخلع قبعتي تحية لك لكن فيما بيننا يا بلور ونحن نضع في اعتبارنا أننا سنراقي حتفنا قبل مرور يوم آخر ألم ترتكب ذلك التزوير؟ قال بلور بديق لا يبدو أن الحقيقة ستضيف مزيدا من المتاعب حسدا إليك بها لقد كان لاندرو بريئا تماما لقد اتصلت بي العصابة ورتبنا الأمر معا وجعلناه كبش الفداء وضع في اعتبارك أنني ما كنت لأعترف بهذا لو كان هناك شهود إنه سر بيننا آمل أن تكون قد حصلت على ربح وافر من العملية لم أحصل على ما أستحقه لقد خدعتني العصابة الحقيرة غير أنني حصلت على ترقية على كل حال وعقب لاندرو بسجن مؤبد ثم مات في السجن لم أكن أعلم بأنه سيموت هناك أليس كذلك؟ نعم كان هذا من سوء حظك حظي أنا؟ إنك تقصد حظه وحظق أيضا لأنه بسبب ما حدث فإن حياتك تشرف على نهاية غير سعيدة وحظق إليه بلور قائلا حياتي؟ أتظن أنني سألقي مصير روجرز والآخرين؟ لست أنا إنني أخذ حظري جيدا حسنا إنني لا أراهن وعلى كل حال فلو قتلت أنت فلن أحصل أنا على أي عائد ماذا تقصد يا مستر لامبرد؟ أعني يا عزيز بلور إنه ليست لديك أي فرصة ماذا؟ أعني أن عجز مقدرتك على التخيل سيجعلك هدفا سهلا إن مجرما بمثل خيالي نون أوين يستطيع أن يحيطك بحيله في أية لحظة يختارها هو أو هي وحمر وجه بلور وقال بغضب وماذا عنك أنت؟ وحمر وجه الأمبرد وقال إن لي قدرة رائعة على التخيل ولقد مررت بأزمات أشد من قبل وخرجت منها وأعتقد لا أكل أكثر منه أنني سأخرج من هذه الأزمة كان البيض في المقلاء وفيرة تحمر الخبز وهي تفكر في نفسها لماذا خرجت على هذه الصورة الهستيرية البلهاء؟ كانت خلطة احتفظي بهدوء كيفتها وعلى كل فقد كانت تفخر دائما باتزانها كانت الأنسة كليث رائعة احتفظت باتزانها وسبحت على الفور خلف سيريل لماذا تفكرين في هذا؟ لقد انتهى كل هذا انتهى لقد اختفى سيريل قبل أن يصل إلى الصخرة بمدة طويلة لقد شعرت بالطيار يسحبها إلى داخل البحر وتركت نفسها له وسبحت في هدوء وطفت حتى وصل القارب أخيرا وأثنوا على شجاعتها واتزانها ولكن هوجو لم يفعل لقد نظر إليها فقط يا الله كم جرحتها نظرته إنها تفكر في هوجو أين هو؟ ماذا يفعل؟ هل خطب؟ هل تزوج؟ وقالت إيميلي برينتي بحدة فيرا إن الخبز يحترق ورفعت إيميلي برينتي آخر بيضة في المقلات الساخنة وقالت فيرا وهي تضع قطعة خبز جديدة فوق شبكة المقلاء آه آسف يا أنيسا برينت يا لغبائي إنك هادئة لدرجة رائعة يا أنيسا برينت لقد ربيت على الاحتفاظ بهدوء وعدم إحداث ضقة كنت مجبوطة وأنت طفلة إن هذا يفسر الكثير ثم قالت ألست خائفة؟ أولا يعنيك أن تموتي؟ تموت؟ لن تموت قد يموت الآخرون نعم ولكن ليس هي ليس إيميلي برينت إن هذه الفتاة لا تفهم إن إيميلي ليست بخائفة بالتأكيد إن آل برينت لا يخافون لقد واجه كل قومها الموت في أثناء خدمتهم في الجيش دون خوف ولقد عاشوا حياة ناصعة كحياتها إنها لم تفعل أي شيء تخجل منه ولهذا لن تموت بالتأكيد لن يغادر أينا هذه الجزيرة من الذي قالها؟ جنرال مقارثر لم يبدو أنه يهتم بالأمر كان يبدو حقيقة أنه يرحب بالموت مذنب من الغباء أن يفكر أحد بهذه الطريقة إن بعض الناس يفكرون بالاهتمام في الموت لدرجة أنهم يقضون على حياتهم بأيديهم بياتريس تيلور لقد حلمت ببياتريس في الليلة الماضية حلمت أنها في الخارج تلصق وجهها إلى النافذة وتأن طالبة أن يسمح لها بالدخول ولم ترضى إيميلي برينت بالدخول لأنها لو فعلت لا حدث شيء فضيع وفقت إيميلي لنفسها فجأة لقد كانت هذه الفتاة تنظر إليها باستغراب وقالت بصوت حاد هل كل شيء معدي؟ سنحمل الطعام إلى الداخل وانتهوا من تناول الوجبة وتنحن حميستر جيستس وارغريف وقال بصوت آمر أظن أنه من الأسواب أن نلتقي لنتناقش في الوضع نلتقي في غرفة الاستقبال بعد نصف الساعة وأظهر الجميع موافقتهم على الاقتراح وبدأت فيرا في جمع الأطباق وهي تقول سأنزف المائدة وأخسر الأطباق فقال لامبرد سنجمع نحن الأطباق شكرا فجلست إميلي برينت بعد أن كانت قد وقفت وقالت يا للأسف فقال القاضي أهناك ما يضيقك يا أنيسة برينت؟ آسفة كنت أود مساعدة الأنسة كيثون ولكن لا أدري ما تتهني أشعر بضوار خفيف فأتى إليها الدكتور أرمسترونغ وهو يقول دوار شيء طبيعي صدمة متأخرة باستطاعة أن أعطيك شيئا كي كلا انطلقت الكلمة من شفتيها قل قضيفة فصدمت كل الموجودين وحمر وجه أرمسترونغ ولم يكن هناك أي شك في مظاهر الخوف والشك التي غطت وجهها وقال أرمسترونغ بخشونة كما تودين يا أنيسة برينت لا أريد تناول أي شيء بالمرة سأجلس هنا بهدوء حتى يزل عن الدوار ووصلوا جمع الأطباق وثم غادروا الغرفة وظلت برهة تسمع همهمة الأصوات التي تأتي إليها من غرفة الغسيل كان الدوار يخف وشعرت بنعاز كما لو كانت توشك أن تنام وكان في أظنائها طنين أو كانت هناك نحلة حقيقية في الغرفة وفكرت إنه يشبه صوت النحلة النحلة وفي الحال رأت النحلة كانت تزحف على زجاج نافذة لقد تحدثت فيراكليث عن النحل هذا الصباح النحل والعسل إنها تحب العسل إن هناك شخصا في الغرفة شخص مبتل يتساقط منه الماء لقد أتت بياتريستيلور من النهر لم يكن عليها كي تراها سوى أن تدير رأسها لو تستطيع أن تنادي لم يكن هناك في المنزل سواها كانت وحدها وسمعت وقع أقدام خطوات ناعمة تقترب منها الخطوات المتعثرة للغريقة وامتلأ أنفها برائحة طيبة على زجاج نافذة كانت النحلة تطن وتطن وعندئذ أحسد باللدغة إن النحلة تلدغها على جانب رقبتها وجلسوا ينتظرون إيميلي برينت في غرفة الاستقبال وقالت فيراكليث هل أذهب وأستدعيها؟ فقال بلور بسرعة لحظة من فضلك فجلست فيرا ونظروا جميعا إلى بلور متفحصين فقال هذا انظروا إلي جميعكم إليكم برأيي إننا لسنا في حاجة في هذه اللحظة إلى أن نبحث عن سبب لهذه الجرائم إلى أبعد من حجرة المائدة التي يقسم على أن هذه المرأة هي التي نبحث عنها فقال أرمسترونج هناك شيء آخر إنها الوحيدة التي رفضت الإدلاء بأي تفسير عن سماعي تلك الاستوانة لأنها ليس لديها أي تفسير وتململت فيرا في مقعدها وقالت إن هذا ليس حقيقيا لقد أخبرتني فيما بعد فقال وارغريف وماذا قالت يا أنيسا كليثون فعادت فيرا على مسامعهم قصة بياتريس تيلور فقال القاضي قصة صريحة تماما وأنا شخصيا ما كنت أجد أي تصعوبة في تصديقها أخبريني يا أنيسا كليثون هل بدت عليها أي متاعب من أثر الشعور بالإثم أو الندم على تصرفها في هذا الموضوع؟ لا لقد كانت مطمئنة تماما فقال بلور كلب قدت من صخر هؤلاء العوانس المتدينات الحسد غالبا فقال مستر جيستيس وارغريف إن ساعة الآن الحدية عشرة إلا خمس دقائق أظن أننا يجب أن نستدعي الأنسة بريند للإنضمام إلى اجتماعنا فقال بلور ألن تتخذ أي إجراء لا أدري أي إجراء يمكننا اتخاذه إن شكوكنا في هذه اللحظة الراهنة ما هي إلا مجرد شكوك وعلى كل حال فإنني سأطلب من الدكتور أرمسترونغ أن يراقب تصرفات الآنسة بريند باهتمام دعونا الآن نمضي إلى غرفة المائدة ووجدوا إيميلي بريند جالسة في المقعد الذي ترقوها جالسة علي ولما كانت تعطيهم ظهرها فإنهم لم يلحظوا أي نقص سوى أنه لم يكن يبدو عليها أنها تسمع وقع أقدامهم وعندئذ رأوا وجهها مخضبا بالدماء وشفتيها شديدتي الزرقة وعينيها جاحذتين وصاحب لور قائلا يا إلهي لقد ماتت قال مستر جيستيس وارغريف بصوته الهادئ الخافت لقد مضى واحد آخر مننا تأخرنا كثيرا وكان أرمسترونغ منحنيا فوق المرأة الميتة وفحص الشفتين ثم هز رأسه وهو يفحص جفنيها وقال لامباردي بصوت نافذ كيف ماتت يا دكتور كانت على ما يرام عندما ترقناها هنا وجذب انتباه أرمسترونغ علامة على الجانب الأيمان من الرقبة وقال هذا أثر حقنة تحت الجلد وجاء طنين من جهة النافذة وصاحب فيرا انظروا نحلة أتذكرون ما قلته لكم في الصباح؟ فقال أرمسترونغ لم تكن النحلة التي لدغتها لقد رفعت نحويها يد بشرية بالمحقن فسأله القاضي وما نوع السم الذي حقنت به؟ إنه بالتخمين أحد مركبات السيانيد من المحتمل أن يكون سيانيد البوتاسيوم مثل الذي قتل به توني مارستون لا بد أنها ماتت فورا أن حقنت به وصاحب فيرا ولكن تلك النحلة لا يمكن أن يكون الأمر مصادفة فقال لامبردي باقتضاب كلا إنها ليست مصادفة إنها اللمسة الجميلة للقاتل إنه وحش لعوب يجب التمسك بقصيدته اللعينة بقدر الإمكان كان صوته مهتزا لأول مرة كانت أعصابه تبدو كما لو كانت قد انهارت وعندئذ وبعد طول مقاومة لمواقف وأهوال عصيبة أضاف محتدا إنه جنون جنون مطبق كلنا مجنين فقال القاضي بهدوء لا يزال لدينا على ما أعتقد القدرة على الاستدلال هل أحضر أيكم محقنا معه إلى هذا المنزل؟ فقال الطبيب بصوت متردد نعم لقد أحضرت معي محقنا وتركزت عليه أربعة أزواج من الأعين فقال كلما صفرت أحمل محقنا كل الأطباء يفعلون هذا حقا هل أخبرتنا يا دكتور أين ذلك المحقن الآن؟ في حقيبة الملابس في غرفتي ربما أمكننا أن نتحقق من هذا وحضق الخمسة في موكب صامت وأفرغت محتويات الحقيبة على الأرض ولم يكن من بينها المحقن وقال أرمسترونج بعنف لا بد أن أحدا قد أخذه وران الصمت في الغرفة ووقف أرمسترونج موليا ظهره نحو النافذة وقد تسلطت عليه أربعة أزواج من الأعين ملأوها الشك والاتهام وأخذ ينقل عينيه من وارغريف إلى فيرا وهو يردد في يأس وضعف أقول لكم إن أحدا لا بد قد أخذه وكان بلوري ينظر إلى لامبردا الذي بادله النظرة وقال القاضي هنا في هذه الغرفة خمسة أشخاص واحد منهم قاتل والموقف يموج بخطر عظيم ويجب أن نفعل كل شيء من أجل حماية الأبرياء الآخرين إنني أسألك يا دكتور أرمسترونج عن الأدوية التي تحتفظ بها في حوزتك لدي حقيبة صغيرة من الأدوية يمكنك أن تفحصها ستجد بعض الأدوية المنومة تريونال وبعض أقراص السلفونال وعلبة من البروميد وبكربونات السودا والأسبرين ولا شيء عاد هذا ليس لدي أي سيانيد إنني شخصيا أحتفظ ببعض الأقراص المنومة سلفونال على ما أظن وأعتقد أنها يمكن أن تقتل لو استعملت بكثرة وأنت يا ميستر لامبرد تحتفظ بمسدس معك فقال لامبرد بحدة وأي شيء في هذا ليس لدي إثبات للوقائع أقترح جمع أدوية الطبيب وما عندي من أقراص السلفونال ومسدسك وأي شيء من هذا القبيل ووضعها في مكان مأمون فقال لامبرد علي اللعنة لو أعطيتكم مسدسي ميستر لامبرد إنك رجل صغير السني قوي البنية إلا أن ميستر بلورق قوي هو الآخر ولا أعرف ما ينتج عن عراق بينكما ولكنني أقول لك أنني سأكون إلى جانب ميستر بلور وكذلك دكتور أرمسترونغ والآن ستوك ليثون وأعتقد أنك ترى الكفة لن تكون في صالحك لو حاولت المقاومة وألقى لامبرد برأسه إلى الخلف وقال مزمجرا حسنا ما دمت قد رتبت الأمر هكذا إنك شاب عاقل أين هذا المسدس في درج المائدة المجاورة لسريري حسنا سأخذره أعتقد أنه من المستحسن أن نذهب كلنا معك يا لك من شيطان متشكك ومضوا إلى غرفة لامبرد وذهب لامبرد إلى درج المائدة ففتحه ثم تراجع محتدا كان الدرج خاليا وقال لامبرد متسائلا هل اتمأننتم؟ كان قد خلع كل ملابسه ففتشه الرجال الثلاثة هبا وحاجياته بينما بقيت فيرا في الخارج وبعد ذلك فتش أرمسترونغ فالقاضي ثم بلور وخرج الرجال الأربعة من غرفة بلور واقتربوا من فيرا وقال القاضي أرجو أن تفهمي يا أنيسا كليثون إننا لا يمكن أن نستثني أحدا يجب العصور على ذلك المسدس أعتقد أن معك رداء استحمام فأومأت فيرا بالإيجاب إذن فإني أطلب إليك أن تذهب إلى غرفتك فترتدينه ثم تعود إلينا فذهبت فيرا إلى غرفتها وغلقت الباب دونها وبعد دقيقة عادت إليهم مرتدية ثوب استحمام ضيقا جدا وقال وارغريف باستحسان شكرا يا أنيسا كليثون والآن إذا بقيت هنا فإننا سنفتش غرفتك وانتظرت فيرا في صبر في الممر حتى عادوا ثم ذهبت إلى غرفتها فارتدت ملابسها وعادت إليهم وقال القادي إننا الآن واثقون من شيء واحد ليس هناك أي سلاح أو أدوية في حوزة أي واحد مننا نحن الخمسة وهذا جيد والآن سنضع الأدوية في مكان مأمون أعتقد أن هناك صندوقا من النحاسي في غرفة الغسيل أليس كذلك؟ فقال بلور هذا حسن ولكن من الذي سيحتفظ بالمفتاح؟ أنت على ما أعتقد ولم يجب مستر وارغريف وذهب إلى غرفة الغسيل والآخرون معه كان هناك صندوق من النحاسي لحفظ الأطباق وأدوات المائدة وبتعليمات من القادي وضعوا الأدوية في الصندوق ثم أغلقوه وبتعليماته أيضا وضعوا الصندوق في دولاب في الحجرة وأغلقوه وعندئذ أعطى القادي مفتاح الصندوق إلى فيليب لامبرد ومفتاح الدولاب إلى بلور ثم قال أنتم أقوانا جسما سيكون من الصعب على أيكما الحصول على مفتاح الآخر ومن المستحيل على أي مننا نحن الثلاثة الباقين أن نفعل هذا أن نفعل هذا وكسر الدولاب أو الصندوق سيحدث ضجة تلفت الأنظار وتوقف قليلا قبل أن يضيف ولكننا لا نزال نواجه مسألة خطيرة ماذا حدث لمسدس ميستر لامبرد فقال بلور يبدو لي أن صاحبه أقدر الناس على معرفة ما حدثنا وبيض أنف لامبرد قبل أن يقول إنني أقول لك أيها الغبي يا من عقله أشبه بعقل الخنزير إنه قد سرق فسأله وارغريف متى رأيته آخر مرة في الليلة الماضية كان في الدرج عندما أويت إلى الفراش كان مجهزا لاحتمال حدوث أي شيء لابد أنه سرق هذا الصباح في أثناء البحث عن روجرز أو بعض العصور على جثته قالت فيرا لابد أنه مخبأ في مكان ما بالمنزل يجب أن نبحث عنه إنني أشك في أن بحثنا سيكون له نتيجة لقد كان لدى القاتل من الوقت ما يكفي لإخفائه في مكان أمين لا أتخيل أننا سنعثر على هذا المسدس بسهولة فقال بلور إنني لا أعرف أين يوجد ذلك المسدس ولكني أراهن على أني أعرف أين يوجد المحقن اتبعوني وفتح الباب الأمامي وقادهم إلى خلف المنزل وعلى بعد قليل من نافذة غرفة المائدة وجدوا المحقن وإلى جواره كان تمثال خزفي محطم التمثال الخزفي السادس وقال بلور بارتياح المكان الوحيد لا فبعد أن قتلها فتح النافذة وألقى بالمحقن ثم بالتمثال ولم تكن هناك أي بصمات على المحقن كان قد مسح بعناية وقالت فيرا والآن دعونا نبحث عن المسدس فقال القاضي بكل وسيلة سنبحث عنه بكل السبل ولكن لنعمل على أن نظل معا وتذكروا أنه لو انفصل بعضنا عن البعض فسوف تتاح الفرصة للقاتل وفتشوا المنزل جيدا من أعلاه إلى أسفله دون جدوى واحد منا واحد منا واحد منا كلمتان كانت تترددان باستمرار في رؤوسهم خمسة أشخاص مذعورين خمسة أشخاص يراقب بعضهم البعض وقد توقفوا عن محاولة إخفاء قلقهم كانوا كلهم يجلسون في غرفة الاستقبال ولا يغادر الغرفة منهم سوى شخص واحد في كل مرة بينما يجلس الأربعة الآخرون يترقبون عودته وتناولوا غداءهم في المطبخ غداء من محتويات العلب المحفوظة وعندما ضقت الساعة الخامسة قفزوا جميعا وقالت فيرا هل يريد أحدكم تناول الشيء؟ ورانا صمت لبرهة ثم قال بلور أنا أريد فنهضت فيرا وهي تقول سأذهب لإعداده يمكنكم أن تنتظروني هنا فقال القاضي أظن يا آنسة العزيزة أننا كلنا نفضل أن نراقبك وأنت تعدينه وبهتت فيرا ثم ضحقت ضحقة هستيرية قصيرة وقالت بالتأكيد وذهب الخمسة إلى المطبخ وأعدت فيرا الشاي ثم شربته هي وابلور أما الثلاثة الآخرون فقد تناولوا الشراب وعادوا إلى غرفة الاستقبال كانت الغرفة مظلمة وضغط لامبرد على زر الإضاءة ولكن المصبيح لم تضع فقال بالتأكيد لقد سخن المولد إذ ظل يعمل طيلة اليوم منذ مقتل روجرز وتردد قليلا قبل أن يقول يمكننا أن نذهب ونصلحه على ما أعتقد فقال القاضي هناك حزمة من الشمع وأظن أنه من المستحسن استعمالها وذهب لامبرد وحده فأحضر الشمع وأشعل منه خمسة شموع كانت الساعة تشير إلى السادسة والربع وفي السادسة والثلث شعرت فيرا أن البقاء في الغرفة أصبح لا يطاق وفضلت أن تصعد إلى غرفتها لتستحم كي تهدئ أعصابها ونهضت وأخذت معها شمع ثم غادرت الغرفة وأغلقت بابها على الرجال الأربعة وصعدت الدرج ثم صارت في الممر متجهة إلى غرفتها ولما فتحت باب غرفتها صدمها شيء فتوقفت متصلبة وارتجفت فتحة أنفها البحر رائحة من سانتت ريدنيك نعم إنها نفس رائحة ولا يمكن أن تخطئها إن الإنسان يشم رائحة البحر في الجزر بالتأكيد ولكن هذه الرائحة مختلفة إنها تلك الرائحة التي كانت تلف الشاطئة في ذلك اليوم والأمواج تغمر الصخور المغططة بالأعشاب البحرية أيمكنني السباحة إلى الجزيرة يا أنيسا كليثون لماذا لا يمكنني أن أسبح إلى الجزيرة ويا لبشاعة ذلك الصبي الصرصار لولاه لكان هوغو غنيا ولكان في مقدوره أن يتزوج من الفتاة التي يحبها هوغو من المؤكد أن هوغو إلى جوارها الآن كلا إنه ينتظرها في الغرفة وخطط إلى الأمام وأطفأ طيار الهواء نور الشمعة وغلبها خوف مفاجئ في الظلام وقالت لنفسها لا تكوني غبية كل شيء على ما يرعم إن الآخرين في الطابق الصفلي لا يوجد أحد في الغرفة لا يمكن أن يوجد أحد إنك تتخاذلين أيها الفتاة ولكن الرائحة رائحة شاطئ سانت تريدنيك هذا ليس بخيال إنه حقيقي وكان هناك شخص ما في الغرفة لقد سمعت شيئا بالتأكيد سمعت شيئا وعندئذ وبينما هي واقفة تنصت لمست رقبتها يد باردة لازجة لها رائحة البحر وصرخت فيرا وظلت تصرخ صرخات ملأها الرعب صرخات بائسة تطلب النجدة ولم تسمع الدجة التي بالأسفل مقاعد تقلب وباب يصفق وأقدام رجال تسرع صاعدة الدرج لم تشعر إلا برعب هائل وعندما استعادت وعيها كانت الأضواء تلمع في فتحة الباب شموع ورجال يهرعون إلى الغرفة ماذا حدث بحق السماء ومصيبتاه ماذا حدث وارتجفت وخطت إلى الأمام ثم تهاوت على الأرض كانت تشعر بشخص ينحن فوقها ويحاول إفاقتها وفجأة تعالت صيحة دهشة تقول يا إلهي انظروا إلى هذا فاستعادت حواسها وفتحت عينيها ورفعت رأسها ورأت ما كان الرجال ينظرون إليه حلقة كبيرة من أعشاب البحر المبتلة معلقة في الصقف تلك الحلقة التي كانت تتأرجح مصطدمة برقبتها في الظلام وبدأت تضحك بطريقة هستيرية وقالت لقد كانت أعشاب بحرية مجرد أعشاب بحرية وكانت هي مصدر رائحة ثم أغمى عليها من جديد وعاود شخص ما محاولة إفاقتها ومدى وقت طويل وكان يقدمون لها شيئا ما لتشربه ضاغتين الكأس إلى شفتيها وشمت رائحة الشراب وكانت توشك أن تجرع الشراب عندما ألفت رأسها فجأة تذكرها بالحذري فجلست ودفعت الكأس بعيدا وقالت بحدة من أين أتيتم بهذا الشراب؟ وأجبها بلور قائلا لا قد أحضرته من أسفل لن أشرب وران الصمت برهة ثم قال لامبرد ضاحقا حسنا يا فيرا إنك تحتفظين بفتنةقي حتى في حالة فقدانك الوعي سأحضر لك زجاجة لم تفتح بعد وذهب ليحضرها وقالت فيرا متشككة إنني أعلم ما يرام الآن سأتناول بعض الماء وساعدها أرمسترونج على المشي حتى وصلت إلى الحوض وملأت كوبها من الصنبور وقال لها بلور إن الشراب على ما يرام فقال أرمسترونج ومن أين لنا أن نعلم إنني لم أضع فيه أي شيء إن هذا ما تفكل فيه على ما أظن إنني لا أقول إنك قد وضعت فيه شيئا ربما تكون قد فعلت أو ربما يكون أي شخص قد سمم الزجاجة من أجل هذه الحالات وعاد لامبرد إلى الغرفة حاملا زجاجة جديدة وفتاحة وقال وهو يضع الزجاجة أمام عينيها إليك بها يا فتاة ليس فيها أي غش ورفع الفتاحة خلال السدادة ثم أخرجها وهو يقول من حسن حظقي أن المختزن من الشراب الجيد يتوافر في هذا المنزل وارتجفت فيرا بشدة وأمسك أرمسترونج بالكأس في ملاءها لامبرد وقال أرمسترونج من المستحسن أن تشربيها يا أنيسا كليثون لقد تعرضت لصدمة قذرة وشربت فيرا قليلا مما في الكأس وعادت الدماء إلى وجهها وقال لامبرد ضحقا حسنا إن جريمة واحدة لم تتم حسب الخطة فقالت فيرا هامسة أتظن أن هذا كان هو الغرض مما حدث؟ توقع أن تموت من الخوف كثير من الناس يموتون لهذا السبب أليس كذلك يا دكتور؟ والتقط الطبيب الكأس التي أحضرها بلور وتذوقها ولم تتغير تعبيرات وجهه وهمهم قائلا تعمها على ما يرام فقال بلور بغضب إذا قلت إنني سممتها فسأنتقم منك وأحطم رقبتك وقالت فيرا أين القاضي؟ ونظر الرجال الثلاثة حولهم وقالوا هذا غريب ظننا أنه حضر معنا وقال بلور نعم ظننت هذا ما رأيك يا دكتور؟ لقد كنت أنت آخر من صعد السلم معنا ظننت أنه اتبعني بالتأكيد كان مضطرا إلى الإبطاء عنه إنه رجل كهل وعادوا ينظرون بعضهم إلى بعض وقال لامبرد إنه شيء ملعون غريب وصاحب لور يجب أن نبحث عنه وصار إلى الباب والآخرون يتبعونه وكانت آخرهم فيرا وقال لهم أرمسترونج وهم ينزلون الدرج من الطبيعي أن يكون منتظرا في غرفة الطعام وعبلوا الردهة ونادى أرمسترونج بصوت عال وارغريف وارغريف أين أنت؟ ولم يسمعوا ردا كان هناك صمت غريب يرف ورجاء المنزل ما عدا صوت المطر وعندئذ وفي مدخل غرفة الاستقبال وقف أرمسترونج متصلبا وتزاحم الآخرون خلفه ينظرون من فوق كتفه وصرخ شخص منهم كان مستر جيستس وارغريف جالسا في مقعده ذي المسند العالي في نهاية الغرفة وتحترق شمعتان إلى جانبه ولكن الذي صدم الناظرين إليه أنه كان يجلس مرتديا عباءة قرمزية وعلى رأسه الشعر المستعار الذي يرتديه القضاء وأشار الطبيب إلى الآخرين بأن يبقوا في أماكنهم وعبر الغرفة إلى الجسد الصامت وهو يهتز كما لو كان سكرانا وتقدم وهو يحدق إلى الوجه الصامت وبحركة سريعة رفع الشعر المستعار وسقط الشعر على الأرض كاشفا الجبهة الصلعاء وفي وسطها علامة مستديرة ملطخة يتساقط منها شيء ما ورفع الطبيب اليد الخالية من الحياة كي يجس نبضها ثم استدار إلى الآخرين وقال بصوت خال من أي تعبير كما لو كان صادرا من بعيد لقد أطلق النار عليه فقال بلور يا الله المسدس وقال الطبيب بنفس النبرة الأولى أطلق الرصاص على رأسه مباشرة وقفزت فيرا إلى الشعر المستعار وقالت بصوت ملأه الرعب كرة الصوف التي فقدت من الأنسة برينت وقال بلور والسطارة القرمزية التي فقدت من الحمام وهمست فيرا ولهذا السبب أرادهما وفجأة ضحك لامبرت ضحكة غير طبيعية وقال خمسة أطفال في طريقهم إلى المحكمة وفقد واحد منهم في تشانسري فلم يبقى سوى أربعة هذه هي النهاية نهاية مستر جيستس وارغريف لن يعود إلى النطق بالأحكام وهذه آخر مرة يجلس فيها في قاعة المحكمة حيث لا مزيد من أحكام الإعدام لكم كان إدوارد سيتون سيضحك لو أنه كان هنا يا الله لكم كان سيضحك وصدم الآخرون وبهتوا لما قاله لامبرد وصاحت فيرا لقد قلت هذا الصباح أنه مقرم وتغير وجه لامبرد وقال بصوت خفيد أعلم أنني قلت هذا حسنا لقد كنت مخطئا ها هو ذا أحدنا كثبت براعته أخيرا وضعوا جثة مستر جيستس وارغريف في غرفته ثم تناولوا عشاء صامتا في المطبخ من الطعام المحفوظ وصعدوا إلى غرفهم وأغلق كل منهم بابه بإحكام ووضع خلفه بعض قطع من العثاث زيادة في الحيطة وخلع لامبرد ملابسه وآوى إلى فراشه ومد يده فوضع الساعة فوق المائدة المجاورة وفتح الدرجة مصادفة فوجد المسدس فيه ظل بلور متيقظا وقد جافاه النوم وفكره يتردد ما بين المسدس الضائع والخوف من المجرم المجهول والشخص البريء الذي أرسله إلى السجن وفجأة كانت الساعة الموجودة بالطابق السفلي تدق الواحدة وتوقفت أفكار بلور وجلس في سريره متأقظا لقد سمع أصواتا أصواتا خافتة جدا في مكان ما خارج عرفته كان هناك شبه شخص يتحرك في المنزل المظلم وتساقط العرق غزيرا فوق جبهته من هذا الذي يتحرك خلصة وفي صمت في الممر أهو شخص يسعى إلى عمل شرير إنه لا يراهن على هذا وبهدوء ورغم خوفه نزل من السرير وفي خطوتين كان يقف خلف باب غرفته ينصد ولكن الصوت توقف ورغم هذا فقد كان بلور واثقا من أنه لم يخطئ لقد سمع وقع الأقدام خارج هذا الباب ووقف شعر رأسه لقد عرف الخوف ثانية هناك شخص يزحف متلصصا في الظلام وأنصت ولكن الصوت لم يتكرر ورعوضه إغراء غريب أراد أن يخرج ويبحث الأمر فلو أمكنه أن يرى المتلصص في الظلام ولكن فتح الباب بمثابة عمل غير صالح ومن المحتمل جيدا أن هذا هو ما ينتظره المتلصص وربما كان قصده أن يسمع بلور ما سمع معتمدا على أنه سيخرج من مكمنه ليتحرى الأمر وفجأة سمع صوت وقع أقدام حذرة للغاية ولكنها واضحة لرجل ينصت بكل قوة كما يفعل بلور ومرت الأقدام بغرفته دون تردد ولما حدث هذا استقر الرأي بلور على شيء ما يجب أن يرى من المتلصص لقد مرت الأقدام بالتأكيد بباب غرفته بتجهة إلى الدرج إلى أين يذهب الرجل وعندما يتصرف بلور فإنه يفعل ذلك بسرعة غريبة رغم ثقل وزنه وكبر حجمه عاد إلى السرير وأخذ علبة ثقابي ووضعها في جيبه ثم أخذ المصباح القهربي الصغير الموضوع إلى جوار سريره بعد أن نزع أسلاكه إن قاعدته تعد كسلاح جيد وعبر الغرفة بهدوء فأزح المقعدين من خلف الباب ثم فتح المزلاج دون صوت وكذلك قفل الباب وخطأ إلى الممر وفي هذه اللحظة أدرك سر سماعه الأصوات بوضوح فقد سكنت الريح ولمح بلور هيئة شخص يمرك من باب المنزل الأمامي وتوقف قبل أن يجري هابطا الدرج مرة أخرى كان يوشك أن يرتكب عملا من أعمال الحماقة من المحتمل أن هذا طعم لإخراجه من المنزل ولكن الرجل الآخر لم يدرك أنه قد أخطأ بذلك وأنه قد أوقع نفسه في يدي بلور فمن بين الغرف الأربعة الموجودة لا بد أن تكون واحدة خالية وكل ما عليه هو أن يعرف أيها تلك وترك باب غرفة أرمسترونغ فلم يسمع أي رد وانتظر قليلا ثم ذهب إلى غرفة لامبرد ومن هذه الغرفة جاءها الرد في الحال من هناك؟ أنا بلور أعتقد أن أرمسترونغ ليس في غرفته انتظر برها وأسرع إلى غرفة فيرا وطرقها قائلا أنيسا كليثون أنيسا كليثون من هذا؟ ما الخبر؟ كل شيء على ما يرامي أنيسا كليثون انتظري برها سأعود إليكي وأسرع إلى غرفة لامبرد وما إن وصل إليها حتى كان الباب قد فتح ولامبرد يقف فيه ممسكا بشمعة في يده اليسرى ويده اليمنى في جيب سترة منامته وقال له بحدة ما الخبر بحق السماء؟ وشرح له بلور الأمر بسرعة ولمعت عينها لامبرد وقال لامبرد أي أنه ضلط من المنشودة أنا آسف يا بلور فلم أعد أستطيع الثقة في أي شيء قالها وهو متجه إلى غرفة أرمسترونغ وطرق على باب الغرفة بعنف وهو ينادي إلى أرمسترونغ ولكنه لم يسمع أي رد وانحنى على ركبتيه ونظر من ثقب الباب ثم دفع إصبعه الصغير في الثقب وقال إن المفتاح ليس في الباب من الداخل هذا يعني أنه أغلق الباب من الخارج ثم أخذ المفتاح معه احتياط طبيعي سنمسك به يا بلور سنمسك به هذه المرة انتظرني برها ثم أسرع إلى غرفة فيرا وقال لها فيرا نعم إننا سنطارد أرمسترونغ إنه ليس في غرفته لا تفتح باب غرفتك بأي حال أتفهمين؟ نعم أفهم لو أتى إليك أرمسترونغ وقال أنني قتلت أو أن بلور قد قتل فلا تنصتي إلي لا تفتح الباب إلا إذا تحدث إليك بلور أو أنا هل فهمت؟ نعم إنني لست بالهاء رائع ثم عاد إلى بلور وقال لا والآن خلفه لقد بدأت المطاردة يجب أن نأخذ حضرنا لا تنسى أن معه مسدسا فقال لامبرد وهو يسرع هابطا الضرق إنك مخطئ في هذا ثم فتح الباب الخارجي وقال لقد رفع لسان القفل إلى الداخل حتى يستطيع العودة بسهولة ثم واصل القول إن المسدس معي وأبرزه قليلا من جيبه وأضاف أعصرت عليه ثانية في درج المائدة هذه الليلة وتوقف بلور عند عتبة المنزل وقد امتقع وجهه ورآه لامبرد فقال لا تكن أحمق يا بلور لن أطلق عليك الرصاص عد إلى غرفتك وحص نفسك إذا أحببت أما أنا فسأمضي خلف أرمسترونغ وصار في ضوء القمر وتبعه بلور دون تردد قصير نهضت فيرا وارتدت ملابسها وجلست تنتظر وتدور أفكار مبعثها الخوف في رأسها وفجأة سمعت صوت زجاج يتحطم وكان مصدر الصوت في الطابق السفلي وأنسطت ولكن الصوت اختفى وخيل إليها أنها مجرد أوهام ولكن سرعان ما سمعت أصوات حقيقية لأشخاص يتحرقون بأسفل وسمعت همهمات ثم صوت شخص يصعد الدرج وتفتح أبواب ثم تغلق وبعض أقدام تصعد إلى غرفة السطح وضجة تأتي من هناك وأخيرا عادت الخطوات إلى الممر وجاءها الصوت لامبرد يقول هأنت بخير يا فيرا؟ نعم ماذا حدث؟ وقال بلور هل سمحت لنا بالدخول؟ وفتحت لهم أفيرا الباب بعد أن أزاحت المقعد والرتاج كان الرجلان يتنفسان بصعوبة وأقدامهما ونهاية سراويلهما مبتلة وعادت تزأل ماذا حدث؟ لقد اختفى أرمسترونغ ماذا؟ لقد اختفى من الجزيرة تماما وأضاف بلور تبخر هذا هو الوصف الدقيق هراء إنه يختفي في مكان ما كلا أؤكد لك أنه لا يوجد في الجزيرة أي مكان يختبئ فيه والقمر يصطع وكل شيء واضح كما لو كنا بالنهار ولم نجده لقد عاد إلى المنزل ربما عاد إلى المنزل فقال بلور لقد فكرنا في هذا ففتشنا المنزل أيضا لابد أنك قد سمعتنا إنه ليس هنا وأكد لك لقد مضى تبخر تماما لا أعتقد ذلك فقال لامبرد إن هذا حقيقي يا عزيزتي هناك حقيقة صغيرة أخرى لقد تحطم لوح زجاج في غرفة المائدة وليس هناك سوى ثلاثة تمثيل صغيرة فوق المائدة وأمض الصباح كله جالسين فوق قمة الجزيرة يرسلون بإنعكاس أشعة الشمس على مرآة إشارات موريس طالبين النجدة ولكنهم لم يتلقوا أي رد وكان الموج عاليا ولذا لم يروا أي قارب على صفحة الماء وفي الثانية بعض الظهر شعر بلور بالجوع وطلب إلى رفيقيه أن يعود إلى المنزل لتناول الغداء ولكن فيرا رفضت كانت تفضل الجلوس في الخلاء فالأمن في الخلاء أكثر منه في المنزل ثم إن فكرة تناول الطعام المحفوظ أثارت في نفسها الغثيان وبافقها لامبرد على رأيها واصر بلور على تناول الطعام فعاد وحده إلى المنزل وظل لامبرد وفيرا يتجادلان في أمر أرمسترونغ كانت مصرة على أن أرمسترونغ لم يمت وإنما اختفى في انتظار جريمته التالية بينما كان لامبرد يعتقد أن أرمسترونغ قد قتل وأن بلور هو المجرم وبينما هما يتجادلان صاحت فيرا فجأة ما هذا أحدث الزلزال؟ كلا كلا شيء غريب لقد سقط شيء ثقيل على الأرض وأظن أني سمعت صرخة قصيرة لقد سمعتها وحملقوا إلى المنزل وقال لامبرد لقد أتت من هنا لا من هناك من المستحسن أن نذهب لنار ما حدث كلا كلا لن أذهب كما تشاءين ولكني ذاهب وهو كذلك سأذهب معك وهبط المنحضر إلى المنزل كانت الشرفة تبدو هادئة تحت أشعة الشمس وتردد عندها برهة وبدلا من أن يدخل المنزل من الباب الأمامي أعثر الدخول من الباب الاحتياطي ليدور حول المنزل وعثر على بلور كان طريحا على الأرض ناحية الشرفة وقد حطمت كتلة رخمية رأسه ونظر لامبرد إلى أعلى ثم قال نافذة من تلك التي تعلون نافذتي وتلك هي الساعة التي كانت موضوعة على رف المدفأة تذكرتها الآن كانت على شكل دب وأمسك لامبرد بكتفيها وقال إن هذا يحسم الأمر إن أرمسترونج مختبع في مكان ما بالمنزل يجب أن أعثر عليه ولكن فيرة أمسكت به وصرخت لا تكن أبلى إنه في انتظارنا الآن نحن التاليين في قائمة جرائم إنه يريدنا أن نبحث عنه إنه في انتظار هذه الخطوة وتوقف لامبرد وقال مفكرا في قولك شيء من الصدق وعلى كل حال فهل تعترف الآن بأنني كنت على حق؟ نعم إنه أرمسترونج ولكن أين اختبأ بحق السماء؟ وإذا كنت لم تعثر عليه في الليلة الماضية فلن تعثر عليه الآن لا بد أنه قد أعد مغبأ سريا من قبل وقرر أن يقضي الليلة في العراء وأخذ يتجولان في الجزيرة وفجأة توقف لامبرد في مكانه وقال بحدة ما هذا؟ انظري هناك إلى جوار الصخرة الكبيرة؟ كلا كلا ابعدي قليلا ناحية اليمين وبهتت فيرا وقالت تبدو كما لو كانت ثياب شخص ما دعنا نمضي ونتأكد منها وبينما كان يقتربان منها قال لامبرد إنها ثياب خرقة من الثياب وهذا حذاء ذو رقبة دعينا نقترب أكثر وفجأة وقفت فيرا وقالت إنها ليست ثيابا إنها رجل كانت الجثة قد قذفها الطيار إلى هذا المكان محصورة بين صخرتين ووصل لامبرد وفيرا إليها وانحنيا وجه قرمزي مشوى وجه شواهته آثار الغرق وصاح لامبرد يا إلهي إنه أرمسترونج ضحق لامبرد وقال هذه هي الحقيقة إذن يا فيرا ليس هناك أحد على هذه الجزيرة على الإطلاق ما عادنا نحن الاثنين بالضبط وهكذا يعرف كل مننا موقفه هليس كذلك؟ كيف تمت خذعة تمثال الدب؟ وفكرت فيرا لماذا لم أرى وجهه على حقيقته من قبل؟ ذئب وجه ذئب تلك الأسنان مخيفة وقال لامبرد هذه هي النهاية أتفهمين؟ لقد وصلنا إلى الحقيقة الآن وهذه هي النهاية أفهم هذا وحملقت في البحر لقد حملك جنرال مكارثر في البحر متى؟ بالأمس فقط أو كان ذلك في اليوم السابق لقد قال أيضا إنها النهاية لقد قالها برضا وترحيب ولكن الكلمة بعثت في نفس فيرا ثورة كلا لن تكون النهاية ونظرت إلى القتيل وقالت مسكين دكتور أرمسترانج ما هذا؟ شفقة أنثوية؟ ولم لا؟ ألنسى لديك شفقة؟ ليس لدي شفقة علي ولن تصدر مني يجب أن ننقله أحمله إلى المنزل كلهم مرتبون ونظيفون يمكنه أن يبقى هنا إذن لن نقر على الأقل بعيدا عن الطيار كما تشعين وانحنى وأخذ يجر الجثة وانحنت فيرا إلى جواره تساعده بكل قواها وقال لامبرد هذه ليست بالمهمة السهلة ولكنهما أدياها على كل حال وسحب الجثة بعيدا عن الطيار وقال لامبرد وهو يستقيم هل استرحت؟ تماما وكان في نغمة صوتها ما يخيف فقفز إلى الخلف وأدرك قبل أن تصل يده إلى جيبه أنه سيجده خاليا كانت قد ابتعدت مترين وواجهته والمسدس في يدها وقال لامبرد أي أن هذه هي شفقتك الإنثوية لقد أردت أن تنتشل المسدس من جيبي وأومأت برأسها كانت تمسك بالمسدس بثبات لقد أخذ الموت يقترب من فيليب لامبرد الآن لم يحدث أبدا أن كان الموت قريبا منه إلى هذه الدرجة ورغم هذا فيجب أن لا يهزم وقال لامبرد إلى فيرا أمرا أعطيني هذا المسدس وضحقت فيرا وقال لامبرد هيا نواليني مسدس وأخذ عقله يعمل بسرعة أي طريق أية طريقة أتحدث بها إليها أقنعها بهدوء أم أقفز عليها فجأة انظر إلي يا فتاة العزيزة استمع إلي ثم قفز بسرعة كالفهد وبآلية ضغطت فيرا على الزناد وتوقف جسد لامبرد في منتصف الطريق متراخيا ثم سقطها على الأرض وحلت السكينة على فيرا أخيرا انتهى الأمر لم يعد هناك خوف ولا أعصاب متوترة لقد أصبحت وحيدة فوق الجزيرة وحيدة بصحبة تسع جثث ولكن فيما يهم هذا إنها حية وجلست سعيدة وفي أمن لا مزيد من الخوف وأخيرا وبينما الشمس تغرب حلت تعب بفيرا وأضرقت أنها جائعة ناعسة وقامت إلى المنزل يا للسكون في العادة يخاف المرء من النوم في منزل في كل غرفة من غرفه جثة ولكنها متعبة وترددت على باب المطبخ أتدخل وتأكل إنها متعبة جدا وتوقفت أمام غرفة المائدة كان لا يزال فوق المائدة ثلاثة تماثيل خزفية وضحقت فيرا والتقط التمثالين وألقت بهم من النافذة وأخذت السالس في يدها وهي تقول يمكنك أن تأتي معي يا عزيزي لقد انتصرنا لقد انتصرنا وبدأت فيرا ترتق السلم وفي يدها التمثال الصغير طفل صغير واحد بقى وحيدا كيف انتهت القصيدة؟ أو نعم لقد تزوج وهكذا لم يبقى أحد تزوج؟ إنه لا أمر مضحق أن ينتابها فجأة مرة أخرى شعور بأن هوغو موجود في المنزل نعم إن هوغو ينتظرها في الطابق العلوي لا تكوني بلهاء إنك متعبة وتتخيالين أشياء لاوجود لها وصعدت الدرجة ببطء وعلى قمة الدرج سقط منها شيء ما فوق السجادة فلم يحدث سوطا ولم تلحظ أنها أسقطت المسهدس لم تكن وعية أبدا إلا للتمثال الخزفي الذي في يدها يا لهدوء المنزل ورغم هذا لا يبدو كمنزل خال إن هوغو ينتظرها في الطابق العلوي تفل صغير واحد بقي وحيدا ما هو السطر الأخير في القصيدة؟ شيء عن الزواج؟ أم كان شيئا آخر؟ أم كان شيئا آخر؟ ووصلت إلى باب غرفتها إن هوغو ينتظرها في الداخل إنها متأكدة من هذا وفتحت الباب وشعقت ما هذا؟ ما هذا الذي يتدلى من خطاف بالصقف؟ حبل ذو أنشوطة؟ على أتم استعداد ومقعد للوقوف عليه مقعد يزاح بعيدا هذا هو ما أراده هوغو آه إن السطر الأخير هو فذهب وشنق نفسه فلم يبقى أحد وسقط التمثال الخزفي من يدها وتضحرج وانكسر وتحركت فيرا آليا هذه هي النهاية وتسلقت المقعد وعينها تحضقان إلى الأمام كمن يسير نائما ووضعت الأنشوطة حول رقبتها هوغو قادم ليرى كيف ستنفذ ما أراد وأزاحة المقعد بعيدا خاطمة لم تكن الشرطة التي أتت بعد أن تلقت إختارا من الأهالي الذين وصلوا إلى الجزيرة في اليوم التالي بعد أن عقهم هيجان البحر يوما عن تلبية إشارات الاستغاثة التي رآها بعض صبيان القشافة لتعرف كيف حدثت هذه الجرائم عصر عليها أحد مراكز خفر السواحل في زجاجة ألقت بها الأمواج كانت رسالة من القاضي مستر جيستس بلودي وارغريف كان من عادة القاضي أن يدون مذكراته ثم يضعها في زجاجة ويلقيها في البحر لقد كان تدوينه لمذكراته بما يعتمل في نفسه من نوازع يريح ضميره ويحدئ من ثورة شروره وكان يعتقد أن أحدا لن يطلع على هذه المذكرات طالما يتناقلها الموج في زجاجة ولكن زجاجة التي عصر عليها كان فيها آخر ما كتب من مذكرات وانكشف اللغز لرجال الشرطة لقد هداني عقل القانوني إلى أن أصبغ جرائمي بصبغة العدالة التي أفنيت في خدمتها طوال عمري وبدأت أبحث عن ضحايا ارتكب جرائم لا يعقب عليها القانون أو أفلت من العقاب لسبب ما وكنت معتادا على أن أتحدث مع كل من أقابل حديثا خلابا يدلون لي فيه بأسرارهم وفي إحدى المستشفيات أخذت إحدى الحكيمات تحدثني عن ضرر الخمور واتخذت حادثتي دكتور آرمسترونغ كدليل على قولها وفي أحد النوادي حدثني جندي عجوز مغرم بالشائعات بقصة الجنرال مكارثر بينما أدل إلي رجل عائد لتوهي من الأمازون بملخص وافل لأعمالي فيليب لامبرد وفي جزيرة مايجوركا عرفت بما فعلته إيميلي بريند وبطرق مشابهة انضم إلى قائمتي أنتوني مارستون وبلور وعلى ظهر إحدى السفن عرفت من هوغو هاملتون بما حدث من فيرا كليثون وبعدها عرفت بجريمة روجرز وزوجته ولكني كنت لا أزال محتاجا إلى ضحية عاشرة ووجدته في شخص رجل يدعى ماريس كان سمسارا يقوم بعمليات مريبة كما كان مسؤولا عن دفع ابنه بعض أصدقائي إلى الانتحار وبدأت تتفتح معالم الخطة في مخيلتي وكان من السهل علي أن أسترد جزيرة متسترا تحت اسم ميستر ماريس الذي قام بكل العمل نيابة عني ودون أن يكشف عن حقيقتي ولم يفشل أي جزء من خطتي ووصل جميع الضيوف إلى الجزيرة في الثامن من شهر أغسطس وقبل أن أغادر لندن متجها إلى الجزيرة كنت قد رتبت لمقتل ماريس كان الرجل يعاني من عصر هضم مزمن وقبل أن يتحرك قطاري من لندن أعطيته حبة دواء يتناولها قبل نومه مباشرة ولم يكن لدي أي خوف من أن يترك أي توثيقة خلفه تكشف عما فعلت فلم يكن من هذا الصنف من الرجال وقد رتبت جرائم القتل حسب نوع الجريمة فمن كانت جريمته أخف وطأة ووزرع يلقى مصرعه أولا حتى لا يعاني الخوف والقلق الذي سوف يعانيه من كانت جريمته تستحق عقابا أشد وهكذا مات ماريستون وميسيز روجرز أولا فقد أدركت أن ماريستون من الأشخاص المتبلد الإحساس وليس لديه أدنى إحساس بالمسؤولية أما ميسيز روجرز فقد كانت مدفوعة إلى ما فعلت بتأثير من زوجها وكنت قد اتفقت مع إحدى شركات التمثيل عن طريق ماريس على تسجيل الإستوانة بحجة المساعدة في إحدى تمثيليات الهواء وخلال الهرج الذي حدث عقبها لم يكن من الصعب علي أن أضع الصم في كأس ماريستون الخالي وعندما أحضر روجرز الشراب لزوجته وضعه أولا على المائدة وبينما كنت أمر بتلك المائدة دسست في الكأس بعض مسحوق الحبوب المنومة التي كنت أتناولها ولقى الجنرال مقارثر مصراعه دون ألم كثير لم يسمعني وأنا أقترب خلفه وكان علي بالتأكيد أن أنتقل وقت الذي أذهب فيه إلي بدقة حتى لا يراني أحد وكما كنت أتوقع من قبل فقد فتش المنزل والجزيرة بدقة بحثا عن المجرم ولما لم يجدوا شيئا صارت الشكوك في أنفسهم وتبعا لخطتي فقد كان علي أن أجد حليفا واختارت دكتور أرمسترونج لهذا الدور كان يعرفني جيدا ولذا كنت مطمئنا إلى أن الشك لن يصوره فيه كانت كل شكوكه مركزة في لامبرد ولمحت له إلى أن لدي خطة قد أحتاج فيها إلى خداع القاتل كي يكشف عن نفسه وقتلت روجرز في صباح العاشر من أغسطس كان يعد الأخشاب لإشعال الفرن فلم يسمعني وأنا أقترب خلفه وخلال الهرج الذي حدث بعد مقتل روجرز تسللت إلى غرفة لامبرد وصرقت مسدسه وكنت أعلم أن معه مسدسا وفي الحقيقة كنت أنا الذي أمرت موريز أن يؤكد عليه أن يحضر معه مسدسا وفي أثناء تناول الفطور أسقطت آخر حبة لدي من المنوم في فنجان قهوة إيميلي بريند وأنا أناولها إياه وهكذا كانت في شبه غيبوبة عندما حقنتها بمحلول مركز من السيانيد وكانت مسألة النحلة في الحقيقة لعبة طفولية ولكنها أدخلت السرور إلى نفسي بطريقة ما وكنت مغرما باتباع ما جاء في القصيدة بدقة وبعدها حدث ما توقعته لقد فتشنا كلنا بدقة وعقب هذا أوحيت إلى أرمسترونغ بأننا يجب أن ننفذ خطتنا ونفذنا الخطة في المساء قطعة من الطين الأحمر فوق الجبهة والسطارة الحمراء والصوف وهكذا أصبح المسرح معدن وهكذا أصبح المسرح معدن وكان ضوء الشموع الخابي يخفي أي تأخطاع وزيادة في الحرص لم يسمح أرمسترونغ لأي منهم بالاقتراب مني وتمت الخطة بنجاح فقد جمعت صرخة الأنسة كليثون عندما عثرت على الأعشاب البحرية جمعت هذه الصرخة الرجال الثلاثة في غرفتها وفي هذه الأثناء تنقرت في صورة القتيل وحملوني إلى غرفتي وهذا ما كنت أريده نفذ أرمسترونغ دوره في الخطة بإتقان وهكذا لم يعد أي منهم قلقا من ناحيتي كانوا كلهم يخافون بعضهم البعض وكنت قدرتبت موعدا مع أرمسترونغ خارج المنزل حيث نختبئ في مكان ما خلف المنزل كي نراقب أي شخص يقترب مننا دون أن يرانا ولم يكن يشك فيه وهكذا غرق كان ذلك ثهلا فقد دفعتهم من فوق الصخور إلى البحر الهائج وعدت إلى المنزل وكان وقع قدمي هو الصوت الذي سمعه بلور فبعد أن دخلت غرفة أرمسترونغ خرجت منها محدثا جلبة مقصودة كي يسمعها كل منهم وعندما وصلت إلى أسفل الدرج سمعت صوت باب يفتح ولابد أنهم لمحوا شبحي وأنا أمرك من الباب الخارجي ومضت دقيقتان قبل أن يتبعوني وكنت قد درت حول المنزل ثم دخلت من نافذة غرفة المائدة التي كنت قد طرقتها مفتوحة وأغلقت النافذة ثم قسرت زجاجها وبعدها صعدت إلى غرفتي ومددت يدي فوق السرير وكنت قد أعدت المسدسة إلى دورجي لامبرد وكنت قد خبأته في قاع أحد سندوق البسكويت ولم يتبادر إلى ذهن أحد أن يبحث هناك وجاءت اللحظة التي كنت أنتظرها ثلاثة أشخاص يخاف بعضهم البعض وما أحدهم مسدس ورقبتهم من نافذة غرفتي وعندما جاء بلور وحيدا إلى المنزل كنت أنتظره حملا تمثال الدب الرخمي وانتهى بلور ومن نافذة رأيت فيرا تطلق النار على لامبرد وما إن فعلت هذا حتى رتبت المسرح في غرفتها كانت تجربة نفسية شائعة هل سيدفعها تانيب ضميرها وتوترها العصبي عقب قتلها رجلا بالإضافة إلى ما يوحيه الجو المحيط بها والقصيدة إلى الانتحار كنت أعتقد هذا وتبين أني كنت على حق وشنقت فيرا كليث نفسها أمام عيني حيث كنت أقف متواريا خلف الشماعة والآن آخر حلقة في الجريمة تقدمت إلى الأمام ورفعت المقعد ووضعته إلى جوار الحائط وبعد بعد أن أنتهي من كتابة مذكراتي سأضعها في الزجاجة وسألقيها في البحر ثم أذهب إلى غرفتي وأرقد على سريري وفي مقبض باب الغرفة شبكت منتصف حبل مطاطي معلق في الصقف وفي الطرف الآخر سأشبك المسدس وسأمسك بالمسدس بمنديل حتى لا تضيع منه آثار بصمات الأنسة كليثون وبعد أن أطلق الرصاص على نفسي لا بد أن قوة ارتداد الطلقة ستلقي بالمسدس بعيدا عن أن يسقط من يدي فيتحرر من الحبل الذي يتحرر هو الآخر من مقبض الباب ويبقى متدليا من الصقف في براعة ولن يشك أحد في أنه انتحار جريمة أخرى وسوف يعثر علي وأنا مسجي على سريري بكامل هندامي مضروبا بالرصاص في جبهتي تبقى لما سجله ضحاياي في مذكراتهم وسوف لا يمكن تحديد موعد وفاتنا بالضبط وقت فحص الجثث وعندما ينخفض المد سوف تأتي من الشاطئ الآخر قوارب محملة بالرجال وسوف يجدون عشر جثث ولغزا بلا حل فوق جزيرة نيجر جيستس بلودي وارغريف تمت بحمد الله اشتركوا في القناة